عشان وطنك عشان وطني عشان دمك عشان دمي عشان روح الشهيد الفات وشالهمك وشالهم عشان وطنك عشان وطني عشان دمك عشان دمي عشان روح الشهيد الفات وشال همك وشال همي موسيقى يا ثائر يا ثائر قو فجر فات السكات حدو دم الشهيد بيكم لازم نجيب حقو مطلبنا واضح ليك مجلس نيابة الشعب في حد ما يجامل مجلس خضاء عادل قلناها نحن كتير ما بنرضى بالتأخير اعدام لكل قاتل ما بنفع التخدير نحن بنقول ابني وانت بتزيد تدمير ورسالة للبرهان والمجلس الوصخان الشعب صاحي اكيد الشعب صاحي اكيد لأي زول بيكيد الشعب صاحي اكيد لأي زول بيكيد وما تنسى يوم العيد وما تنسى يوم العيد قتلت ألف شهيد ولو قلت يا خي تبيد اعدادنا يوم تزيد سيب الكلام الني سيب الكلام الني وماني البقولة حي واسمع واسمع في آخر القول تسقط عديل يا زول هل تحققت ولا لا؟ أي كلام تاني غير المطالب إنها تحققت ولا لا؟ ده كلام فارغ وما مسترقم يدعم معه أساسا النظام غايم، النظام ما سقط، نسقل يقول يسقط طالب، هو أساسا ما سقط أولا عشان يسقط طالب النظام غايم، هو استساطه غايمة، ما استساطه الدولة، ما فاصلة الدولة، استساطه شغالة، قروش وما إشاء يعني لسه إحنا بندفع للنظام في شكل تعاملاته، لأن الناس الشغالين عملة، السوق أساسا يا أخوانا، إنتوا أسوأ من الكيزان مضاربات ومستقلال الأضمن الاقتصادية، إنك تحقق يجسرها، أنت بتأجير في أحلام الشعب يعني أنت بتضرب سوق الدواء، بتضرب الاقتصاد الأسمنتي، يعني ما يفرق بينك وبينك كذا، يعني أنت بتخرج في الاقتصاد هو شيء تقبل مدنية، في النهاية مدنية، دارين نعمل زلزال هنا، كل ما عملنا زلزال هنا، الدغط هناك بيكون أكتر، وحتستسلم سريح فوري مدنية زرفان ومرهم كيف، أحاجب على النوبة، حوضهم للناس مايوا كيف ومرهم ونزبطوها، التعليم بيقى حكومي ما تتأكد إن في أي منطقتك، حيانك توفرت، الوادي الأخدر عندك قطعة، وما يتبني جمع عملة خدمات مع طريقها بيقى في دم، بيقى في كتل، بيقى في اختصاص، بيقى في دخول بيوت، العصيان بيقى، والله إن إحنا مفروض بحقية لكم ما سلمية، لكن إحنا سلمياتنا نبقى في للشارع سورتنا ما في الاحتصام، السورة غايمة ما بعض الاحتصام كيف أخباركم إن شاء الله طيبين نخش في الموضوع الطوالي مبارح كنا نتكلم عن الأحداث اللي بتحصل في الخرطوم، والتحركات، والجيش، والغير، ولمس فالناطق الرسمي باسم القوات المسلحة طلع بيان مبارح وقريناه له من جريدة اليوم التالي ومن موقع غنات طيبة، يعني ده مواقع موجودة وموسقة وأي حاجة فإحنا كنا نائمين وصحينا، لقينا السيدة الناطق الرسمي طلع بيان بيقول لك الحدث السوداني، ده حتة موسوغة برضو يا جنابه، وانت ذو اللي بتاع إعلامي مكتب الناطق باسم الجيش، التصريح المنسوب للناطق الرسمي بشأن نفي دخول مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم غير صحيح مكتب الناطق باسم الجيش، لم نصدر أي تصريحات بهذا السياق لأي جهة إعلامية مع تأكيدنا على حكمة وصبر ومتابعة قيادات القوات المسلحة والأجهزة المختصة للحالة الأمنية وحرصها على أمن الوطن والمواطن واستخدام لمصطلح الأجهزة المختصة للحالة الأمنية دفي وتهديد وخضيتني اسمك ايه؟ الكلام ده واضح؟ مكتب الناطق باسم الجيش قال التصريح المنسوب للناطق الرسمي بشأن نفي دخول مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم غير صحيح قال الكلام ده من اللي انصرافه، قريته أنا وقلت له يا أخي أنا حنزل لك صوت، يعني فيه ناس حيقطعوا الصوت بتاع ده وحينزلوا الفيديوهات بتاعة الأحد القبلي الفات بتاعة التاتشارات الدخلت بالصالحة فيحنا ده الناس كلها شافتها الصور والفيديوهات حقت الدبابات الطلعت أول مبارح الصور والفيديوهات حقت القوات المسلحة لابسة لبز عمليات كامل فحنزلها مع الكلام ده وننتظرك ترد حسيح هو ما ردهه ده المكتب حقه يعني سيكرتير مدير مكتبه أي زول طلع قال مكتب الناطق باسم الجيش التصريح المنسوب للناطق الرسمي بشأن نفي دخول مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم غير صحيح يعني انتوا بتردوا علينا كلام غير صحيح؟ أنا قريته لك من جريدة اليوم التالي انت زول ضابط وتمسي القوات المسلحة الصباح بكرة السبت تضرب ليه وكيل النيابة بتاع المعلوماتية عشان احنا نشتغل رسمي تورونا انفاذ الغانون تضرب ليه بكرة السبت بكرة السبت اصرف الناس ما شغالين بيشتغلوا لحد تمام تعرف شغل لا ده ما حكومة يضرب له تلفون يجيبه من بيته ثوق النيابة بكون ساد بخدمة تضرب ليه تلفون السبت الصباح تفتح بلاغ في جريدة اليوم التالي وتفتح بلاغ في غنات طيبة غير كده انا ما بفهم كلام كلامك ده مبارح نزل انك قلت الوضع تحت السيطرة جايباه وجريدت الانتباه عنوان فوق احمر تطلع تقول ليه انت نفيت شنو حسي انا ما قادر فهم عشان انا بس دار اشرح للناس الطريقة اللي بتكلم به جيش اللي هو بيقول كلامه وبلفه ودوره لما انتعصر ما بيضعصره فهو حسي ده تصريح قالوا يا اخي مكتب الناطق التصريح المنسوب للناطق الرسمي بشأنه نفي دخول مجموعات مسلحة الوضعية الخرطوم غير صحيح ده خبر براو يعني هو قال التصريح يعني مبارح البيان ده صدر منك يا جنابو نبيل ولا ما صدر منك التصريح كله خليه ونفي ولا ما نفي انت صرحت اصلا ولا ما صرحت يعني لحد اسع انت ساكت لحد الان انت ساكت يعني لانه تحت قال لم نصدر اي تصريحات بهذا السياغ لأي جهة اعلامية مع تأكيد طيب يعني ما رسلت حاجة لجريدة اليوم التالي ما رسلت حاجة لغناط طيبة ما رسلت حاجة ما رسلت حاجة لتروبيون ما رسلت حاجة لغناطة الحدث السودان ما رسلت حاجة لغناطة العربية براهوا نألفوا موضوع ساهل تضرب تلفون حسي ليه ناسة اليوم التالي السيدي الكتب الخبر دمنه في جريدة بالبونطة العريض منه ألفوا المعيد براهوا ألفوا صحفي في زل صحبه جاءوا ديليفري الجرائد بتنزل اعتزار بكرة ما نزل اعتزار ولا ما فتحت فيهم بلغ انا ما حخليك انا كلمتك قلت لك جاولتي معك ثلاثة مرات التالتة بجيبك الواطة حجيبك الواطة انتو لازم تحترفوه لازم تغيرو ما حخليك عندك خيارين بكرة جرت اليوم التالي تنزل اعتزار رسمي في الصفحة حقته بالعنوان الاحمر انه انت ما تكلمت معاهم انا الطيبة جابت تاني خبر انا الطيبة جابت خبر عثمان مرغني قال لك طبعا عثمان ده خلوه نجيب بكرة السبت من اليمون كلهم رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني معلغا على تعميم مكتب الناطق باسم القوات المسلحة حول نفي تصريح منسوب للناطق بشأن نفي دخول مجموعات مسلحة الولاية الخرطوم عثمان مرغني قال شنو ده في الحدث السوداني دي غنة معروفة وموسقة ما في طريقة نكران قال هذا تلميح خطير للقاية بالتحديد عبارة تأكيدنا على حكمة وصبر ومتابعة قيادات القوات المسلحة طبعا إنت عثمان مرغني لأنه كيسك فاضي رجل من المخابرات مرسول المخابرات العبارة المخيفة ما إنه هما قالوا تأكيدنا على حكمة وصبر ومتابعة قيادات القوات المسلحة ده خراب الساعد احنا وسنقوم يعني الله أنسانا منهم العبارة الخطيرة وين عثمان مرغني العبارة الخطيرة قال نفي دخول مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم ده ناطق رسمي باسم القوات المسلحة وزارة الدفاع المجلس السيادي القوات المشتركة الإطارية الدولة فيها 8 يوش بيقول ينفي خبر دخول مجموعات مسلحة ما سماها احنا ما قلنا لك مجموعات مسلحة قلنا تاتشارات الدعم السريع سميها لو راجل سميها لو انت دار تأمن الناس تقول لي مجموعات مسلحة مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة لك يعني ما تطلع تقول انا ما قلت انه في عربات بتاع الدعم السريع خشط الخرطوم قول الكلام ده عديل تقول لي مجموعات مسلحة 9 طويلة 50 طويلة 100 طويلة دي ولا دي شنو ناطق رسمي ما قادر تسمي الحاجة باسمها بتخاف من منو انت احنا قلنا في عربات بتاع التاتشارات دعم السريع فيديوهات معنونة كده اكتب في جوجل في يوتيوب في الفيسبوك اكتب في تويتر مكتوب دخول مدرعات دخول تاتشارات دخول اكتبه كده حجيك الدعم السريع تطلع تقول انا ما قلت في مجموعات مسلحة دخلت الخرطوم والكلام ده منسب لي وإحنا جاهزين جاهزين ما تهددني انا ما تهددني خضيتني اهناي قوم بكرة الصباح اضرب لوكيل المعلوماتية جيب جريتة الراية التيار وجيب جريتة اليوم التالي وجيب جريتة غنات طيبة لو انت راجل واحد الخبر ده اللي انت قلته يازل ساري صحيح ما لم تنزل جريدة اليوم التالي بكرة اعتزار عنه غير كده بالنسبة ليه انك قلت في مجموعات دخلت وقلت دخلت بعلمك حسيحنا هنخش الموضوع التاني دارين منك ساعدتك والحاج جاوب لينا على انه الانتشار الامني في الخرطوم سبب ويشنو دخلت مجموعات ما دخلت مجموعات إشاعات ما إشاعات دخل ليوه انا حسلك سؤال مباشر في انتشار امني للقوات المسلحة في الكباري وشفنا مدرعات بتحوم ونقاط التفتيش بالليلة زايدة فيشنو انتو بتفتش وفيشنو حدد ليه الإجرام الحاجة الخايف منا التأهب حالة الاستعداد انا عارف ضباط كون ديل اربع يوم ما رجعوا بيوتهم انا عارف والسودان كله عارف السودان كله عارف انه كنتو استعداد وانت زاتك بتكون قاعد استعداد بتفتشوا فيشنو انتو منتشرين امنيا لشنو ترد على الغنابة طيبة ترد على اليوم التالي طيب هنا غنابة طيبة نزلت ليكم تفريح الناطق باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله ينفي ما نسب إليه حول نفية الجيش دخول مجموعات مسلحة TOP الخرطون الكلام ده خطير جدا طبعا حسع لانه هو انتم ما فهمين هو بقول فيشنه وانا ذاتي ما فهم ده حركات الجيش الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله ينفي ما نسب إليه حول نفي الجيش دخول مجموعات مسلحة إلى ولاية الخرطون انا حسع دار افهم انت نفيت انك قلت البيان كله مبارح ما صرحت انت يا نبيل الجيش حتى الان ما صرحت ثلاثة أسابيع ما وريت الناس انكم متحملين المزئولية وانك ونتوا عارفين الحاصل في البلد تورونة ولا انت نفيت بس الحتة الصغيرة بتاعتين وانت سبلك قول انك قلت ما في مجموعات خشت ما في حاجة اسمها مجموعات مسلحة السودان ما في حاجة اسمها مجموعات مسلحة لازم تعرفها حركة مسلحة متمردين موقعين على السلام جيش دعم سريع جهاز امن ومخابرات ابو الطيرة تعرفها ما ممكن تناتج رسمي تقول لي يا اخي انا مالله ما قلت في مجموعات مسلحة دخلت الخرطون لا 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 راجين لك تقول مجموعات مسلحة لا 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 راجين لك يعني راجين لك حس تقول تعرفها انت سمحت شنو اللي شاعة قالت شنو اللي شاعة اللي شاعة قالت عربات بتاع الدعم سريع واحد امبارح انا برضو بتكلم قلت يا اخي تفوق الجيش على الدعم السريع بالمدرعات والعربات ذات الدروع وكده يعني والدعم السريع سلاح ودوشكة وانت فاهم وانا فاهم وكل الناس فاهم انه الدعم السريع سلاح وما دوشكة الدعم السريع عنده صواريخ الدعم السريع عنده مدرعات واحدة من الحتات اللي انا اتكلمت عنها قبل ثلاثة شهور الموضوع بتاع مركز الدعاء بتاع جنوب الخرطوم والمنطقة من جنوب الخرطوم حتى الصفار الامريكية وبتكلم انه حمدتي بيستولى على الاراضي دي وحمدتي بنقول في الغيادة حقته من جبل اوليا وحمدتي استولى على المراكز بتاع الدعوة وخدت فيها مدرعات وقد تكون عددة حتى حمدتي عنده مدرعات في مدخل الخرطوم الجنوب عنده وفي مدخل الخرطوم الشمالي في قر عنده وحمدتي عنده صواريخ سام سبعة مضاد للطيارات عنده في زل ما عارف المعلومة دي لو ما عارفين عارفوها يعني عشان بس بعدين ما لما انتلبسوا الحيثة تيجي تتجرسوا الحاجة التانية تكلمنا انه احنا دارين صورة حمدتي والبرهان حضنين بعض يشاء الله عز وجل مبارح صفة انه حمدتي يلاقي البرهان في مناسبة زواج البروفيسور سليمان صالح في ضيل كلنا بنعرفه انت ذاتك عزيزة المستمع بتكون فحصت في ضيل انت بتكون ولدت في ضيل انت عملت قصطرة في ضيل زمان ما كانت في غير ضيل في عبرة مبارحة انا شفتها عبرة عجيبة سبحان الله دنيا عجيبة الله عز وجل قال يهب الملك يجيك ساهل وانت نايم صحوق هيا عملنا انقلاب هاك السلطة ينزع شوف بينزع حتة حتة النزع عجيب امسي جتمع البرهان وحمدتي كانوا حضنين بعد بس في النص الفضيل كان يلميهم فضيل طبعا انه يعني هو زل من قبيلة المسارية رأسي مالية وعنده علاقات قرابة مع ابراهيم جابر ونسب وصهر وعنده علاقة مع حمدتي انت فضيل رمزية لطلابك وكده ونبارك لي بيتك بارح اجتمعت الدنيا كلها باطايبة ومكرهات في الزواج ده والرسالة للبشير البشير احنا كلمناه وقولنا لو احنا مية نفر بندع عليك ربنا سبحانه وتعالى يرينا فيك آية وتشوف اي حاجة عملتها فينا قبل ما تموت ويميتك على سوء الخاتمة حس كله ماشي تمام بارح النازل برقصه واحد اسمه حمدتي البشير جابه سماه حمدتي والتاني اسمه البرهان البشير رقاه بقاه في اللجنة الامنية واتجاوز له عن اخطاءه لجرابة وعلاغة والتاني اسمه دكتور فضيل قفلوا له وجه مستشفى الخرطوم دي لما الناس بيقيفوا فيها بالصفوف فضيل بس الشغالة الشارع الوان وي ده عشان فضيل البشير خشاها كم مرة يا فضيل البشير يجاوز لك كم جهاز جهاز بتاع الانف والوزن والحنجر اللي كان واقف عشان حيعالج الناس مجاني عشان انتوا عندكم في مراكز كون ده كلام احنا ما وقت لانه المناسبة انت مبارح البشير يتعارف انه اخوه مات كان بيغني للبشير حسين شندي لما كان بيغني للبشير والكيزان حسين شندي ده بيقى زي رئيس الوزرة ما بيغني في مناسبة سي ما بيجي بغني ما بغني حسين شندي كانت بتغني ندى القلعة اللي غنت ليه صلوا دخلوا بالجمعة العصر يا جناي ندى القلعة اللي كان بتخشقوا صورة البشير وتطلع واصحابه غنت ليه اللي محمد البشير اللي مبارح مادة اللي محمد حسن ده المادة اخوه البشير بتكون غنيت ليبانات وكده فالدنيا اجتمعت مبارح سبحان الله الدنيا الجديدة بروفسر فضيل اللي هو رمزية في الطب والانسانية هو الان بينشئ في العلاقات الاجتماعية الجديدة بوريونا في رموز الدولة يعني انا انا محتر انت كنت موقع توقيد زراع جبتك دي مع عودات حمدتي والبرهان من بره ولا انا والطبقة العليا الجديدة بيتعدرسوا أحن ما اسمعنا هي دعوه ولا يراها صدفة يعني البرهان ما كان في السودان وحمدتي زائده ما في السودان وبالشاكلو اليوم كلو ابو يتمعوا في مصلحة الدولة ابو يتمعوا انه يتخذوا غرارات في مصلحة المواطن ابو يتمعوا يطمنو الشعب السوداني ابو يتمعوا ومبارح كان في غرار تمديد عقوبات السودان تاني يطلعوا ميتينة تاني هم بالليل عادي يقول لك الناس يقول لك في الميديا صراعون وهم في الواقع سمنا على عسل زي الكاتب الاسم إبراهيم بطال لا لا ما سمنا على عسل يا زول مبارح اجتمع العالم كله طلع غرارات عقوبات على السودان يطلع لينا البرهان في بيان عادي يورينا انهم عملوا كده ليه ومعالجة الموضوع ده يكون تمال لشنو احنا بيعنا ديننا وبيعنا بلدنا وبيعنا عرضنا وبيعنا عرضنا في خمس سنين وفي النهاية النتيجة واحد طلع جيرت قلم قال يا اخي انا ما بعمل لكم الكلام تطلع ليه ابرهان تلاقي حميدتي وتحلوا إلا لأنهم قويسين انا ما دار بيكواستكم حاجة انا ما دار بيكواستكم حاجة دكتور فضيل انا ما دار بيكواستكم حاجة انا بس دار اوريكم الدنيا دي بيكون شكلها كيف الخمسة اللي كانوا متمعين ومبارح دل كانوا كلهم تحت خدمته البشير ومبارح البشير اخوماد واحد فيهم اجل عريس ولا عمل فاحزين ولا نزل نعي ما في ما في زمان تكون في مستشفى شارع الخرطوم ده البشير داخل فضيل مش يزور زول الشارع يتقفل عندك زول غسل كله تموت واقف فيها مجاد عينك تطلع داخل البشير البشير لانه زول طيبان وبتاع زيارات اتا ما صنعك البشير ده يا فضيل صنعك البشير ده اتا يا ابرهان ما صنعك البشير اتا حمايتيك يا مسميك حمايتي اتا يا انا ده القلعة لو ما البشير بتطلع الينا في رأسنا كده تيجي علينا كده تقول لي يا اخي الشريف مبسوط مني وخدت فيديوك بتاع الدولارات اتا ما كنت سلطة انت زيك وزي وزير الصناعة كنت بتتخذي غرارات في الدولة دي الدولة لانه كان حاكمنا قاعة المدينة احنا قلنا نغير الحاجة دي اخوانا ما في السورة بدون توزيع السروة وسلطة عادل ما يبقى ما عندها معنا لكن حسي تاني لفت لفت تاني في ضي اللي قاعد مع حميتي في ضي اللي قاعد مع حميتي في ضي اللي صالح حميتي والبرهان ده السودان الجديد ده الرمزية ده الغيم ده الرموز المجتمع اللي بنتظروا لنا المناسبة تقفل الشيء حميتي الحاجة ده رأقول اليكم انا بطلع لايب بكرة ان شاء الله مفصل حق السابق اتحقنا بكرة استاذ واجدي انا جايك انا مقصر اجتماعيا في حقوق ناس كتار يعني فانا عارفك مسيحة مصر عيان وكده وده ما ظرف يعني ولكن بكرة جايك اودي استاذ مدني في قطر برضو جايك الحاجة الدار اقول اليكم اخواننا اسمعوا مني باختصار انا خايف من شنو انا خايف من سقوط الخرطوم خبر ده سمعتوه قبل كده طبعا كتب في الجرائد سقوط الخرطوم 2005-2008 اتكتبت عنوان سقوط الخرطوم وتشبيهها بالسقوط بغداد انسى ذا كله اسمعني انا خايف من شنو انا خايف من سقوط الخرطوم واختفاء الجيش السوداني ما هتبقى واحدة ما هتبقى واحدة ما جاي واحدة ما هتسقوط الخرطوم والجيش قاعد هجيبوها مع بعض اسمها سقوط الخرطوم واختفاء الجيش السوداني انا ما ادار منكم حاجة كتيرة انا دار الناس يا اخواننا تطالب بي حاجة نقطة واحدة تمسيكة ما نشتغل بي حاجة غير دارين حاجة معينة نحدد بس الموضوع ده يتم احنا نتكلم عن الموية قطعة من البيوت 3 يوم ده ما خناق ده ما زول بيحصر فيك انا بتكلم عن ترس الشمال يا اخوان عنده مطالب ارفعه قلت ليهون يا ترس الشمال للليلة برهام ما سمع بي خبركن 3 شهور انتوا قافلين للشارع ليه في قصور حاصل او الترس ده ورا وجهة ما طبعا هم الناس الشباب اللي بيقيفوا في الشارع مناضلين واقفين وما عندهم يعني كلامي ده بالنسبة ليه هم مهين وكده يعني احنا بنضحي للبلد انا ما قادر استوعب الكلام قلت لك يا اخي رسالتك ما وصلت البرهام معناه في خلل في التوصيل انت كيف قافل للشارع 3 شهور رئيس الدولة ما اشتغل بيك ولا سمع بيك ولا رسل لك وفدي يا اخي انا بشوف في ولاية تانية حميتي ما شكعت في جنوب كردفاء تلاتة شهور يا اخي انا بفتح صفحة الدعم السريح الليلة موزح خلاوي موزح مدارس في مشروع عبدو خن مشروع زراعي الدعم السريح منزل بيان بتكلم عن انه تأمين الحدود مع افريغيا الوسطى وتجارة الحدود مع افريغيا الوسطى هيفتح الدعم السريح بيغرر بدون ما يرجع لمجلس سيادة مجلس الدولة احنا قفلنا على حدودنا مع افريغيا الوسطى ولا حميت تي ذات الغرر الماسك الدعم السريح هناك انا ده كلامي هنا انت قافل ترسك بتاع الشمال انا فاهم قلت ليه ده ارا حافظ على ثروات السودان انا كلامك ده بالنسبة ليه مالاكي براسي ثروات السودان اللي بتطلع باين الجاية من ياتو حتة ده كلامي انا دارك تركز بالراحة بيجاي بيفتح الحدود وبتاجر تا افريقيا الوسطى وبغرر الدعم ويجاي بيشبكوك الشعارات الكبيرة ترس عشان نحافظ على ثروات السودان يا اخي الليلة دي حلفة عندها مشكلة بتاعت مشاريع اهلية قلعت منها الحكومة وقالوا له ان يا اخي دي بي اسم الحكومة وحنديها لمستثمرين انت عارفهم من وين من مصر فانا بقول لك انت في خلط حاصل انا داركم تركزوا يا اخوان انا ده كل الموضوع حقي انا ده ما عندك معي شغلة انت اعمل الحاج الصح وركز في هدفك ويجيب مطلب بس ده ما وضوعي بسيط ما تقول لي انا قاعد احافظ على ثروات السودان دي ما شغلتك ما تقول لي انا بحافظ على ثروات السودان دي ما شغلتك السودان كله يا يحافظ على ثرواته يا تتفتح كلها كلامي ده وقع عليك ما ما ممكن انت تكفي حتة وتدور ناس معينين وتعمل خناق اقتصادي وموية ما في وكهربة ما في وشغل ما في ومدارس قافلة في حتة معينة وحتات تانية شغلة انا الكلام ده ما واقع لي لأنه لما تكون في مشكلة في دارفور حمدت بهم شقوع ثلاثة شهور أنت يوم واحد البرهان ما جابت خبرك ما رسل ليك عسكري سايسي معك أنت قافل الترس لشنو يبقى في خلل في الموضوع الواقف وراء الترس ما أنت المدور الجيش ما البرهان الواقف والصانع دعم السريع ما حمدتي أنا دارك تعاين ما بعد الحاجة وقعت ليك الكلام أوضح من كده يتقال كيف الكلام أوضح من كده يتقال كيف لما ترس الشمال ده عمل معاه ترس الشريك إحنا من أوائل الناس تدعمنا ترس الشمال ما حقول لك أنا سيد الفكرة إيه رأيك كان معاه ترس شغال عنده مطالب الحكومة تهزت بدأت تستجيب جاءوا المحزبين مسكوا الموضوع بيقوا معاه ليه أنت تكفي للشاحنات من مصر وتخلي البصات تمشي مصر أنا دارك تشرح ليدي طيب البصات بتمشي مصر فيها تجار وفيها طلبة وفيها ناس حيمشوا يأجروا شالين ضلارات حصرفها في مصر ده كله أنت بتخليها تمشي لكن الشاحنات بتوقفها أنا دارك تسأل روحك ليه مصر مسيطرة على السودان ومدور السودان موضوع ده من سنة 1800 تمام ده موضوع ما بتعلمني ليه وإنت ولا بتوريني ليه وإنت ولا قلت قبالي ولا أنت عارفه إشنو تلاميه بس أنا بسألك أسئلة بسيطة الأسئلة البسيطة يا سيد الكريم الترس ده الترس الحسع ده ليه أنت بتخلي البسات تمشي فيها بضايع بتمشي وفيها تجار شنطة وفيها لوبة وفيها عدس وفيها زي السمسم دي ما قروش والناس شاهلين قروش هيصرفها في مصر السكن وإيجار وتعليم وعلاج مليارات دي والبسات شغالة أنت بتوقف الشاحنات بس لما نجي نتكلم عن المخزون الاستراتيجي بلقى محاصيل مزروعة في حتة معينة وزير المالية قال أنا ما بشتريها الزول حيعمل شنو شهل الجمح بتاعه هيصدره انت قفلت للشهر هيصدره ببرسودان والسنة الجاية ما هيزرع الجمح السنة الجاية ما هيزرع الجمح لما ما يزرع الجمح انت حتمشي تبوس البوت بتاع هماتي دا كراعك فوق رقبتك أنا بقول لك في حاجة بتحاكي يا أخي براحة في شجرة قاعدين يقلعوا فيها مينتحد عشان انت صجت الدولة بتعمل ليها ولا حتضرب المنشآت الحيوية بيتمسك القهرباء الموية ما في مواطن دار طلع يتكلم في موضع الموية الموية دا علاقة بس بالفلول شننت موية تقاضع ما قادر تتوضى ياخد تتوضى شننت الحمام ما قادر تخشي يا أخي دا سبب كافي بوديك محل الموية انت و 3-4 جيران ما دار تتوحد في الحاجة دي انت سمحت له ويتمادى وانت دافع مقدم يا أخي السل بقول لك المخزون الاستراتيجي الحكومة قالت ما بيشتري من المزارع اسمها محاصيل استراتيجية يعني لو ما في جمع الدولة بتسقط هم عارفين الكلام دا وما فهى ولا عندهم في مشكلة بيطلعوا بصرحوا لنا ان احنا والله الاطاري ما الاطاري الاطار دا انا ما شغال بك كثير الاطار انا ما شغال بك انا شغال في حصار الدولة دي شغال في سقوط الخرطوم واختفاء القوات المسلحة شغال الساعة اثنين ظهر شفت لما انتقوا مدانة دي كلكم بتعرفوا الله واحد الوكيد دا كلام دا حسب تاباه وتجد عالي وتطلع لي عندك عالي ورد رد ما عندك قفل بلاحتك الحاجة التانية السيدة الناطق الرسمي الادى اوامر تحرك للقوات دي منه حسيح كده انت توردت معي تقى ان انا زول ايزي موش يا اخوانا قوات المسلحة زول ما ماخد له دورات وما ماخد له هياة اركان وما ماخد له وما ماخد له هياة لما تخلي اتلاعب معي الزلد بالمناسبة كيسه فاضي حسيح هو اعترف ليه احتراف ظريف و لطيف اخرى اللقاح هنقوله هو قال يا اخ انا ما قلت في مجموعة مسلحة دخلت الخرطم يعني في مجموعة دخلت الخرطم عرف لي وديني امر تحرك بس نعيده تاني يا نبيل بول بول عرف لي همنو الدخلت دي الانت قلت ما نفيت كلامك ده يعني دخلت عرف لي همنو والدينام للتحرك حقه عشان انا اسكت واطمين واسمح كلام بقال اللي بيقول انه في خلاف بين حمدتي والبرهان في الميديا لكن هم في الواقع سمنا على اسأل وحاجة بيحبها بقال دي احنا كلما وفرضنا عارضة بدون ما تفكر حاجة بيحبها الرشيد مركوب تعارضة حاجة بيحبها حمدوق تعارضة وولا تتلفت دي المعايير زي وشهم لا غيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الارض ولا في السماء واعوذ بالله من الشياطين الانس هؤلاء اخطر من الشيطان عدل انسان وربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وطبعا نحن لقد أصلغنا على هذه الثورة ثورة انبياء لم يكن من فرق ويمكن الكل الثورة يعني يا جماعة ما شتنجح يعني كل المؤشرات كانت تشير الى نجاح هذه الثورة فجأة تتدخل الأحزاب وتغير وتجتهد في تغيير هذا النجاح بنسبة 180 درجة إلى أن تدفن هذه الثورة وتدفن آمال وطموح هذا الشعب وهذا الوطن أكبر بلد في أفريقيا وأكثر بلد ثراء تعج بالثروات وأكثر شعب تفرض عليه الهجرة القثرية ويقتل وتنهب ثرواته بصورة فاضحة وصورة مذلة ومهينة والمصيب الأكبر أن الشعب يا جماعة يتفرج على هذا النهب وكأنما يؤمن إيمان قاطئ بأن هذه الثروات وهذه الخيرات التي منحها الله له هي لقيره وليست له لهم والحاجة المحزنة أنه يا جماعة من الشريعة ذاته وحكمة ربنا أنه الإنسان يغاتل من أجل حقه حتى لو قتل من أجل حقه ويعتبر شهيد والقتل بيكون في النار ولو قتل اللي بينهب في حقه برضه بيكون فاز تمام؟ انتصر انتصر في الدنيا والآخرة وحمل خير يعني الشعب السوداني بصراحة ما فضل له إلا حاجة وحدة أنه ربنا دا ينذل له ناس كده أو ملائكة يغاتل عنه أو يدعب عن حقه أنا ابتدت بالآية بتحت المكر وحتى أنه الثورة دي ثورة أنبياء وربنا كاشف كل القطاع وكل المؤامرات التي تحق أو تحق ضد هذا الشعب وضد هذا الوطن اتخيل أنه في قمة هذا الوفد الانبطاحي الذي ذهب إلى الإمارات وهم موجودين في الإمارات أتاهم خبر أنه هذه الدولة اللي هي عضو في مجلس الأمن صوتت لتمديد العقوبات على الدولة السودانية لا شفتنا يا كافل بل لا زل فيه من سحب جراجئ ولا زل أعلن أنه يجي راجئ ولا أي حاجة لكن تعالوا نرجع بالتاريخ نفهم يا جماعة العقوبات دي شنو العقوبات أساسا بتفرض مش عشان صالح الشعوب أو من أجل الشعوب لأنه انتو لو لاحظتوا يا جماعة لما فرضوا العقوبات دي على الدولة السودانية لم تتأثر الحكومة لم يتأثر عمر البشير ولم تتأثر الحكومة بل سمنوا يعني أصبحوا مثل غطة المستشفى الناس كانوا في النظام ولم يتأثر هؤلاء الأحزاب أو السياسيين تأثر الشعب السوداني ده دفع التمن ده لأنه عمر البشير ممكن يجيب لهم مولد كهراء ويخددوا في بيته والأحزاب السياسية ده العاشين ما عندهم مشكلة لكن بتتأثر انت الشعب السوداني ده بتجف لك وسائل بتجف لك الوسائل اللي انت بتزرع بها بتجف أي حاجة هي خطة بتعمل ما يسمى ها بالمجتمع الدول ده يا جماعة عشان تقدر تنهب سروات البلاد والسوابط في ذلك ما السودان بس أول سابغة أنا أرجع عليكم لسابغة قريب ده ليبيا مثلا ليبيا دي لمن كان مفروض على الحصار والحصار المفروض عليه ليبيا يا جماعة كسروا الرؤساء الأفارغة لما أصبحوا يزور ليبيا ولو نذكر جيدا في التاريخ السياسي في المنطقة أن الملك عبد الله خاطب توني بيلير رئيس الوزراء البريطاني حين ذات وخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنه إذا لم يرفع هذا الحصار على ليبيا ستكون هذه الأمم المتحدة وهذا المجتمع على الدول لا عنده أي قيمة لأنه في الوقت الذي كان تم فيه الحصار بتاع ليبيا كان تنهب سروات وينهب بترولا نفس المنظر ده حصل مع كل الدول التي تم حصرها أو حصارها بواسطة القوانين الدولية أو ما شابه ومثال لذلك دولة أفغانستان طبعا ضف أرضين على حظر وحروب والولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من ثرقة القازة الأفغاني أسمعوا الكلام ده كويس وجابت خطة رئيس في أفغانستان دي اسمه حامد كارزايد حامد كارزايد ده كان يعمل مستشارا في شركات أو شركة تتبع إلى آل بوش ناس جورجي بوش الأول ابن جابه خطة رئيس زي النسع بتعمل فيه الدولة بتحطى الإمارات دي وده يرجيب حمياتي أو تجيب العصابة دي تخطهم وأمريكا راضية بالكلام ده حتى الغريبة اسمه نفيصل داك مسيلم آخر بتاع الثورة السودانية بتاع الحزب الاتحاد اللي كانوا بيقولوا لنا أمريكا وما عارف طيب أمريكا ذاتها يا جماعة هي من وافق على تمديد العقوبات ومن الملاحظات تنتبه جيدا شوف المفارغات انت كشعب سوداني خلي وعيك دا ولازم انت ليتحرر وطنك دا ولازم ليه يكون في الترسة الأكبر شوف التناغضات في الدولة السودانية انت بهلها كويس قلنا السودان دعوا لمؤتمر الدول الأقل نموان الدول الشحادة أو الدول الفقيرة أو الدول التي تعيش على الصدقة في نفس الوقت المشاوة في السودان للمؤتمر دا يا جماعة شوفنا السودان برضو في كندا جحفر حسن شكرا لك يا أستاذ عباس شوفنا في كندا بشارك السودان من الدول أكبر دول منتجة للدهب وأثناء حصار السودان شوف دهب السودان اللي تنهب بواسطة شركة أريابة الفرنسية شال الدهب لا من الله غفر لها لا منشي بعد قبل ما تجي تفسك الشركة بتاعة سويرس دي فأساسا يا جماعة العقوبات التي تفرض على الدول دي آلية من آليات نهب سروات هذه الدول ولاحظت الدول دائما بتفرض على عقوبات ما دول عادية ما دول عادية يا جماعة لازم بيكون فيها منتج أمريكا لما سرقت الغاز بتاع الأفغان دي لما جات واتقامت الحرب الأوكرانية الروسية دي الحرب دي أمريكا عندها منا هدفه شرحنا قبل كده ضربت عصفورين بحجر واحد الروس الغاز بتاعهم بيقى ما بمشي لأوروبا أمريكا بتبيع لأوروبا اللي هي أوروبا دي حليف لأمريكا طوال عمرها بتبيع لأه الغاز بسبعة أضعاف ثمنه اتخيل الكلام ده كويس طيب شوف الناس دين ربنا كشف غطاءهم كيف وهم كانوا بيتحدثوا عنه تغيير والديمقراطية وما عارف وغيره والإمارات حساعدنا على الانتقال الديمقراطي ويقعدوا يضحوا بأولادهم عشان كده ما في حزب وجه أنه تمشي مظاهرة أو تمشي أي مليونية تتجه إلى السفارات التي تتدخل مباشرة في الشأن السوداني وتنهب صروات السودان بواسطة العصابات اللي موجودة قاعدة دي سواء كان عصابة الجيش أن ما فيه رجال ده والله العصابة بتحت الجنجوي والسودان مبتلي كان مبتلي بآل المهدي وآل المرقني وآل الدقير وغيره وآل سنهوري وآل الزعيط وآل معيط جو عليه آل جودات آل دقلو في ظرف سنوات غليلة جدا أصبحوا من أغنى الأسر في أفريقيا بفضل نهب سروات السودان والمتاجرة بمواقف السودان السيادية والسياسية وطبعا لما نأجي الليلة جبريل إبراهيم لاحظوا الكلام ده قويس يا شعب سوداني وقعدوا لسه أتفرجوا جبريل إبراهيم يهم أنه يحول التشات اللي بترزخ تحت الحماية الفرنسية لدولة حديثة ما بهم السودان يجي يبيع أو يعمل من أبو عمامة أو أبو جل وبا اتفاقية يمت خط سكة حديث من البحر الأحمر عشان أوجد لحد تشاد عشان أوجد لتشاد منفس بأي أموال هل بالأموال اللي أدت لهم جريمة جوبة دي والخدعن بها قالوا لصالح دارفور وما من حقه يا جماعة معروف في التشريعات في الدساتير وفي أي حاجة أي حكومة انتقالية أو نظام انتقال سياسي ليست من حقه أن يعقد أي اتفاقيات سوى كانت ولا يصدر أي تشريعات سوى كانت اتفاقيات دولية أو إقليمية أو يصدر تشريعات داخلية ليس من حقه ده بنص الدساتير ونص القوانين لأن الحكومات الانتقالية دي مهمته تحافظ على شنو يا جماعة على شكل الدولة إلى أن تقوم هذه الدولة باختيار مجلس تشريع حقيقي يمثل هذه الدولة أو يمثل شعب هذه الدولة الاختيار ده بناءا عليه يا جماعة بتصدر التشريعات اللي هي يا جماعة توافق على تعقد الاتفاقيات الدولية مش حمدتي يمشي يعقد لي اتفاقيات باسم الدولة السودانية مني يعقد لي اتفاقيات باسم الدولة السودانية أردول باسم الدولة السودانية برهام باسم الدولة السودانية ودي صارح باسم الدولة السودانية مدني عباس مدني اللي أبوه كان عضو في المجلسة الاربعينة بتاع الأخوان المسلمين يعقد لي اتفاقات مع دولة ما معروفة وهكذا استمرت المسائل يبقى لما انتمتد العقوبات دائما بتكون في اشياء خافية على الشعب وبتم سرغة السروات ويمكن مثلا شرحتها الناس قالوا ليه كيف مثلا انت لما بيفرضوا عليك عقوبات دهبك دهب تشيله تمشي تبيعه كده زي باقي خلق الله دهبك البنهبو ناس حمدتي وينهبو ناس البرهان وينهبو ناس الحركات وينهبو ناس الاحزاب السياسية في كثير من الاحزاب السياسية عند هنا يا جماعة مربعات بتاع الدهب يشيلوا باقي طيارة لو الدهب ده مية الف دولار لا ببيعوا بخمسين الف دولار للامارات طبعا هنا ما في عائد للدولة السودانية زي ما شفت في اصناء الحصار شفت الدهب بتاع عرياب ده الافر اطنان وغير كده شفت البترول اموال البترول لحد الان ما معروفه يا جماعة مشت وين ويمكن ظهرت بعد دهك حقيقته في الابراجة العاملة عوض الجاس اللي هو ليه السيء لا في زول اعدمه لا في زول حاكمه يعني يا جماعة تفهم حاجة واحدة بس بل مختصرا مفيد السياسيين ديلا الموجودين في المشهد ديلا ديلا كلهم يا جماعة قتل وخونة وعملة بالنسبة للشعب السوداني ولو في اجراء سليم يتخذ لتم قتل هؤلاء السياسيين قبل الجنجويد ولتم قتل الحركات المسلحة قبل الجنجويد ولتم قتل غادة الجيش السوداني قبل الجنجويد ولتم قتل الجنجويد قبل الكيزان وترضهم عشان كده دي حرب مغدسة حرب بتاعة حق دفاع عن الأرض ودفاع عن العرض ودفاع عن الحقوق وربنا سبحانه وتعالى من مات في حقه دي يا جماعة ده زول شهيد فكيف إت شعبي زي ده تعيش ويا جماعة أنا أقول لك إت ما في لك مفر الليلة يا جماعة في مظاهر بدأت تظهر على الشعب السوداني في السعودية في مصر يا جماعة والله في مصر ده في سيدات سودانيات بتسولا ده أول القيس قطرة في السعودية ويمكن شوفنا مظاهر كتيرة في نفس الوقت أنت المفروض تكون عايش في وطنك ده معزز مقرم يعني واحد زي أبراهيم الشيخ أفهموا الكلام ده كويس أبراهيم الشيخ ده شوف السياسيين بيشتغلوا كيف لو تذكروا برنامج القومة للسودان اللي هو أن إحنا ما عارفين قروشه لحد هذه اللحظة مشتوين لأنه لو في دولة حقيقية قبل ما يحصل تنميع تاني للزولة اللي اسمه حمدوك ده وحمدوك ده بالذات والله يستحق أنه يشرق في ميدان عام ما معروف قروش القومة للسودان دي مشتوين والطوريطات اللي ورد فيها الدولة السودانية والسؤال الخطير اللي ظلنا نتحدث عنه أنه دير خبرة اقتصاديين دكتور حمدوك ودكتور البدوي ولاحظ أي زول بيكون في المنظمات الدولية أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة دي أول حاجة تنزع عنه يا جماعة بعد ما يقدم شهاداته الوطنية ما بيكون عنده وطنية ما بيخدم تجاه وطنه نهاية على الإطلاق وبالتم حمايته بهذه الوكالات يجنسوه يوفر له القطاع لكن هو أهم شيء يكون حريص جداً أنه يوفر لهم كيف ينهبوا سروات بلده يكون يدوهم المعلومات وخطط لهم كيف نحن نفغر الشعب ده كيف نعمل زي ما عمل أبراهيم البدوي بالإجراءات الخاطئة اللي عملها وده بعد ثورة تمام؟ لما نجي نشوف واحد زي أبراهيم السيخ اللي هو ثمانية شهور منطلع جمصر وتركيا واستدعوه قبل أيام رجع للسودان عشان يتم التبخل العجيبة دي أبراهيم الشيخ اتبرع بمليون دولار للقومة للسودان بعد تم تعيينه وزير للتجارة ومجرد ما تم تعيينه وزير للتجارة أمريكا جابت قمح للسودان لاحظ من الملاحظات القريبة والمريبة أن القمح ده في السودان بيزرعوا السعوديين ناساً راجحة بيعملوا منه مخزون استراتيجي في السعودية والشعب السوداني جاءه ما قادر يلقى العيش يأكله أو يطلعوا يمشي يبيعوا لي دول تانية من قلب السودان أبراهيم الشيخ بعد تبرع جاءت بالمليون دولار دي شوف رجعه كيف القمح الجاء من أمريكا دي أسع ليه أسع ما معروف هل باعوا أبراهيم الشيخ لأسامة داود أم باعوا لي حمادته لأنه ده السياسيين لو أعطاك باليامين مليون برجعه بالشمال عشرين مليون ودين ما سياسيين بقى كده دين اسمهم تجار أفهم القصة ده كويس وأسعدت ممكن أنه إحنا لما قلنا لك الدعم السريع ده أو الجنجوي الدين من حقك تحاربهم بأي شكل كان وده دفاعا عن وطنك وهم واللصوص دين هسي عندك ده أسألكم سؤال الجنجوي ده السعب يدخلوا في الناس ويجيبوهم من تشاد والحركات اللي بتجيب الناس من تشاد ويجيبوا الناس من وين وين دين الرغيف بتاعهم ده بعملوا لهم منه يا طفرهم بنتج لهم الرغيف عشان يأكلوا وتدرب هذه القوة وبإسم السودان تمشي تشارك في حرب يقول لك قال حماية للكعبة الكعبة انت ما مسؤول تحميها وان احنا شفنا قبل كده من السنيين في التاريخ الإسلامي قلنا لك الحجاج بن يوسف ده ضرب الكعبة بن منجنيق جاي انت يا برهان تحمي الكعبة طيب سؤال تاني ليه الدول طبعا يا جماعة الدولة اللي بتحول جيشها لمرتزقة ده شغل بتاع عبيد يا جماعة شوف حتى الدول اللي شبه عربية ويس خليك ان احنا دينا اللي سع متشبسين ساكت ومشغلين لعبيد بفضل هؤلاء الساسة ليه الصومال ما ود الجيش ليه جبوتي ما ود الجيش ليه مورتانيا ما ود الجيش للسعودية قال التدافع على الكعبة ليه باكستان اللي اجماعة الدعمة في انها تمتلك القنبلة النووية دي السعودية لان السعودية بتفتكر في يوم من الايام اهل سعود لازم يدعموا باكستان دين لو حصل لهم حاجة تحميهم في السلاح النووي ده ليه ما ود الجيش رغم ما قدمت لها السعودية ها وانت ذاتك يا ريك لو في بينك وبين السعودية ولا بينك وبين الامارات اتفاقية الدفاع مشترك انت بتمشي عد بدغات المرتزغة زيك وزي اي كان عشان كده كان من الخطط اللي عملوها ناس قوة الجنجويد والتضليل انه ما وظفوا اي شباب بعد السورة دي مكنوا ليه احزابهم وخلوا الشباب عشان يقفلوا الباب قدامهم يكون قدامهم لانه قلنا قوة الدولة السودانية في شباب دين لانه نسبة الشباب فيها كبيرة يا الشباب دين يمشوا يشتغلوا مرتزغة مع الدعم السريع يا مرتزغة مع الحركات المسلحة يا مرتزغة مع الجيش الجيش اللي يدرب الناس عشان يوديهم للسعودية ومن هناك اليمن في الفشقة وفي الفاشق دي المعسكرات وحتى لمن بيموت واحد يا جماعة ما بيجيبوا قولوا لينه والله يزود دا استشهد ولا جابوا بعلم سوداني ولا هناك لانه بيموت بوطة بتاع الفطيس ما بتعبد ما اخذ حقك كويس الاموال دي بتقسمها منه بتقسمها البرهان وحمدتي باسم الدولة السودانية وباسم سيادة الدولة السودانية بمعنى انه الدولة كلها يحولوها لعبيد وليرغيق زي ما تم استعبادهم هما وتم استعبادهم نتيجة للخيانة بتاعتهم شوف ربنا من حكمة ربنا وده ما اقرر الله شوفته لانه ربنا سبحانه وتعالى خير الماكرين انه هذا القرار تزامن مع زيارة وما يسمى بقوة الجنجويد والتضليل للامارات وهم قاعدين في الامارات القرارية لو كان يملكوا زره من الوطنية او زره من السيادة او عندهم احساس بانهم هم رجال دولة لكان خرجوا من الامارات لكن لا يستطيعوا قاعدوا منتظرين اسيادهم يقرروا في شأنهم ويجيك واحد قبي ما بيكون فاهم اي حاجة هاي والله كده تمام معناته شنو المجلس الامني ده بدد العقوبات ضد الجيش وضد الهناي وعالحكومة المدنية تسخو مصر يا راجل ما تعقل انت حتفهم بتان بتان تفهم سياسة وبتان تفهم انه انت بتم بيك شغل غريب جدا لانه عبدالله حمدو لما انجاو مشا مشروع الجزيرة ويجعل لك شركة فرنسية كذاب ما في شركة فرنسية في زول عميل اسمه ابراهيم مو الرتب شغل باريس وما عارف نادي باريس والقصص دي كلها رتبه وفي شركة قاد جاية شركة ما فرنسية لانه مو ده ممكن يشارك الامارات زي اسامة داود لما هبشوه الكذابين بتاع اللجنة التمكين انما رجال دين ها الكذابين اللقام بيخضعوا الشعب السوداني واكتر جيهة خدرت الشعب السوداني ما يسمى بلجة تفكيت نظام التلاتين من يوليو اللي كان بيجي ويجي صالح يقعد لك ها وغبتنا على كارتي قطعة وطيب انت وكت قبضت ما لك ما مسكت وشنكت وفرمت وويس لكن كانوا بيضللوا للشعب السوداني بالملفات الماسكنة لهم سواء كانت هذا الامن الكيزاني او المحاور كانوا قاعدين يضللوا في الشعب السوداني ودي اخطر حاجة كسرت وغصمت ظهر السودانية لجنة تفكيت نظام التلاتين من يونيو وتخيل من الحاجات الغريبة امنوا برأسة يا سرعة ونايب محمد الفقي سليمان ده دي من اللجان اللي استخدموه عشان يا جماعة يغيروا بياشنو مسار السورة الحاجة من الانت قاعد تتفرج علىك سوداني ها وقاعد وطبعا الناس واجي صالح دي انا قلت لك هما المرهد للجنجويد عندما تساءلنا من الذي رفع اللافتة في ميدان الاحتصام اتضح لنا الرفع اللافتة دي الان الاحزاب تحت البحث دي لانه دي احزاب يتيمة كان بيحتمدوا على صدام حسين وصدام حسين مات حجيهم اموال من وين احتمدوا على حمادتي يديهم الاموال ومن المضحكات المبكيات ان حمادتي دي بيقول الكلام الواضح طبعا حمادتي يا جماعة الناس عرفة تشوف في سياسي يعني انا اوريك اعظم وزراء او اعظم وزير مر على السودان في الخمسين سنة الاخيرة دي يا جماعة كان الوزير لو تذكروا رحمة الله عليه ابو حريرة ابو حريرة ده كان وزير عن حزب الامة في العهد الديمقراطي وعشان ما نجحف في التاريخ هما هو يعتبر عزم وزير لانه ما ساوب ولم يردخ لآل المهدي هو ان احنا الانكسار جانا من وينك السودانيين مع ان احنا مستعبدين من قبل آل المهدي وآل المرقدي اللي ان احنا دايما بنظل انه الباطل لا يأتي وديني تربوا على انه الشعب السوداني ده عبيدهم وهم اسياء يتربوا على الاخطار ده لكن في ظل الحكومة اللي كان برأسه الصادق المهدي وكان وزير ابو حريرة ده انحاصل ضميره واخلاقه وكان الوقت ده بيشغل المنصب بتاع وزير التجارة وتذكروا القصة انه التجار والقصص دي ما هو كان بتتم كافية جماعة القصص يعني السيد محمد عثمان المرغل حزب الامة ما سكينا لنا واحد دار يسري بالدول كوتا بتاعت الشعب السوداني ما هم ديلة الاسياء الانكسار لم يكن فينا من الآن من بدلي لانه اهلك ذاته يربوك يقولوا ليه ديلة الاسياء وانت لازم تكون تابع عشان كده هم ذاتهم ظنوا في نفسهم انه هم دحق لهم انه يكونوا اسياء يشاركوا مع انجلاب لانه زي فضل لبر مناصر ده مش ما يكون رئيس حزب ده المفروض يقتل ويشرق ويعدم ليه لانه كتل مواطنين السودانيين في الضعين وما في راجزاته فجاب سلت الجريمة دي عشان كده بيبحث عن مبررات للبرهان والحماية ولغيرهم من العسكر يمنعهم من الجريمة ابو حريرة مواقفه معروفة ما ابو حريرة بس وبرضه في وزير كان اسمه بكر عديل لاحظة الوزر ده كلهم من حزب الامة لم يكونوا عبيد منازل بكر عديل ده كان وزير التربية والتعليم حتى هو يجعليه الشارع لانه ده تصدل الصادق المهدي لم يعتبروه سيدا ولم ينصع له امسا فضل الله بور مناصر والدكتور ابراهيم الامين اللي يحترف بلسانه قال حزب الامة ده بنفس اجندة ما عنده علاقة بالسودان لا استغال لا في زر حاسب لا هنا يكرمه وقام معاه الوزير ادم موسى ما دبه ده كان يشغل منصب وزير الطاعة ده كانوا رجال وطنيين تصدوا للانحرافات وتصدوا لتعاون الصادق المهدي مع الجبهة الاسلامية القومية حين ذاك تفهموا الكلام ده قويس يا جماعة لازم ان احنا نفهم القصة ونفهم السودان ده ماشي كيف حاضر اديت مداخلة بس نقطتين طيب تعال شوف يا جماعة الحصل للشعب السوداني شنو في الفترة دي حتى الاسرة السودانية مشت للانهياط والمجتمع السوداني ضرب في عز ما يملك اخلاقه قيمه وطبعا عندنا ناس كانوا حريصين ومستعجلين سيداؤ دي ما كان عشان يطبقوها عشان حقوق ولا كده عشان ان المجتمع السوداني ده الحل عشان كده حمدوك كان دي مهمة الاساسية وهو معاو خالد سينيك وغيره لان الناس لا عندهم اخلاق لا عندهم مروة لا عندهم كرامة لا عندهم رجالة لا عندهم وطنية ده معروف الكلام ده وياسر عرمان بعدين في حاجة غريبة يعني اعظم سياسي سوداني يا جماعة جونقران جونقران ده ربنا ابتلزعته يعني خطى اتباعه اتباعه كلهم خونا تمسك ياسر عرمان تمسك مالك عقار تمسك معارف منه كلهم خونا عشان كده حمدتي لمن في خطابه الاخير بتاع الجيش وانا قلت لابتي كلها سنيوهات بتاعه حركة اسلامية وبتاع الكيزان لانه يا جماعة المحاور والمجتمع الدولي لن يجد افضل من الكيزان او عبيد منازلهم عشان استثمرهم ويشتغل بهم الشغل بتاعه ده حمدتي فجأة عشان نورد ذاته السياسيين السودانيين ده الاخب يا كيف والعمل والخونا مثلا الناس ياسر عرمان لمن جا حمدتي في خطابه الاخير بخاطف في غواته ويس بتاعت الدعم السريع يقول لهم قاشنو الجيش ده احنا ما عندنا مشكلة كانت داك كم كف بيجاي في اليمن ادي الشمال طبعا الكلام ده ما بيكون جو لانه حمدتي ذاته ما بيعرف المسيح عليه السلام لكن لانه حمدتي معاه يا جماعة اسمه شنو دا يا خير الراجل اللا 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 كان مع سيدنا عيسى اللي واحد من حواري الندير اللي هو الاسخريوطي اللي سلم سيدنا عيسى لليهود ما هم دا سلموا جونقارنك دا للموت تسليمهالي فياسر عرمانا الآن بلعب دورا الاسخريوطي ومفهم حمدتي انه هو المسيح او يتخلق باخلاق المسيح لانه حمدتسع ذاته لو سألوا المسيح دا ما بيكون عارفه هدى شنو ذاته ما بيكون عارفه لكن لانه بلقى خوانا البلد مليئنا بخوانا وعملا دا يخدموا الشيطان دا الشياطين الانسا القاعدين وفتنا ان احنا كشعب سوداني ودالا بيحطموا وبيدمروا في الدولة السودانية فياسر عرمان ومبارك اردور وكل السياسين دا بلعبوا الدور بتاع الاسخريوطي الاسخريوطي دا اكتر حوار او حواري لسيدنا عيسى عليه السلام يحفظ مغولات سيدنا عيسى واتخيل السودان الفضيحة بعد هذه الثورة العظيمة لانه يوري السودان دا دولة منحطة ودولة متحطمة في مؤتمر خاص بالمرأة مشى شارك فيه وكوز حتى مرته معودال في امريكا والتقريبتل في امريكا وما في صوت والمرأة بالذات السودانية دي تم قهرها في عهد الإنقاذ وإزلالة والنساء دا يا اخي ربنا كرمهم ربنا كرمهم يا اخي ربنا كرم المرأة في كل الديانات المرأة دي مكرمة ومقدسة يجي يمشي يمثل بعد ثورة عظيمة زي دي شوف الناس دي اللي بعمل يمثل واحد كوز وما في صوت ولا سمعنا حزب احتجة ولا سمعنا طلع بيان ولا سمعنا من يتحدثون باسم المرأة ذاته اتكلموا في الحتة دي يمثلوا مقوز قاتل مجرم واجه على الكيزان دا لانه قريب جبريل ولانه السياسة في السودان بتمارس كيف انا عندي حزب اتلحظ تحصل لي حاجة الحزب دا ما هو اسسه طوالي اجيب اخي اود عمي دا دمرنا انحنا وخلانا يسيطر علينا عصابات اسرية تمام فالاسخريوتي اللي باح سيدنا عيسى دا اسر بيلعب دوره هنا منه ياصر عرمان بيلعب دوره مدني عباس مدني مبارك اردول فيصل محمد الفاكيس الامان وكل الموجودين في المشهدين وانا بقول لكم كثير من اصدغاء ورفاق الشهداء يتحدثوا الينا وحالفين قسم وجايبين لي قال شنو داك بتاع حزب الامة اللي كان بتاع وزير الاقتصاد اللي قال بلمعوه واحد كاتب عنه مقال بشير عمر ولا عمر بشير دا كان وزير الاقتصاد في عهد الصادق المادي قال جايبين له رئيس وزراء يا راجل يا شعب يا سوداني يا المسألة واضحة ايه تنازل حيقعدوا تجيك مريم الصادق المهدي ما بهم تقول لك قال حكومة تسيير اعمال بالله حكومة تسيير اعمال دي السياسة يا مريم انا قلت لك حتى ابو كان بمارسة بفهم بحرفنا ما بمارسة بانبطاح زي الانبطاح اللي سي اتي بتمارسيو شوفوا يا شعب يا سوداني حقك ما بترجع ما بيجي بليك ديمقراطية حماتيك حماتيك قال لهم انتم بتسنوا لينا في سكاكين في سكاكينكم ودهريننا نمشي السكرات الليلة واحد يجي زي عبد الرحيم دقلوا شوف السودان ده بيقه هامل كيف يقول لهم قال سلموا على السلطة للمدنيين شوف المدنيين السفل الخوانة الذين عندهم استعداد الواحد يقدم امه ولا زوجته لحماتيك وغسما بالله ده على السياسيين السودانيين بتاعيننا في سبيل انه يرضي اه اه او يتحصل له عن المنصب ما يستحقه هم من خلال المنصب يسرقوا ايدم من في الدولة السودانية عرفنا الجيش ده ما شفنا لهم اي رجالة وما عارفين انهم ما رجالة لانه تربوا هؤلاء المؤسسة العسكرية تربوا على انهم هم الفوق هم العليم وقالوا بنهبوا اسأل من بيشوف التجريف بتاع الغابات ده ما جيش السوداني كان بيسرق الغابات في الجنوب ويجو يستثمر وعملوا مقالق ورش نجارة عشان كده ما بتلقى فيهم راجل ما بتلقى فيهم راجل راجل ما بتلقى فيهم عرفتها والمشهل تبع عبو بلد كيزا طلعوا لك قال البرهان جاء تصد يا جماعة زي البرهان دي دي الشياطين الانس ما بي ما بتصيبهم حاجة زي دي ما راجل عنده إحساس عشان تجي أزمة غلبية تفضل يا تفضل تفضل يا سيمة تجي أزمة غلبية تفضل يا تفضل تفضل طيب كويس فالبرهان ما الرجل ما راجل عشان تجي أزمة غلبية تفضل يا عائل تفضل عليكم السلام الله يبارك فيك عائل القصة باختصار شريط مش الاتكالب نعم الاتكالب للإمارات ومصر على السودان مش الاتكالب على الاتكالب تمام تمام نحنا نحنا كصوار وكشعب سوداني يلا زي كلام ايوه نكفي لفوق تهدي نكفي لبردي فوق مش عملت احصار يتقفل السودان ويتقفل باشنو بين ظاهرات ولو حتى يطرد أن تستعمل السلاح والعوب يلا بعد ذا خلي الدهب يطلع بالرجالة خلي بعد ذا يطلع بالرجالة يلا بعد ذا شفتوا الدولة هيامة الشروط هيعملوا عملت الحصار خلات خمص ودي ثورة ثورة شعر خمسة وربعين مليون كلنا هنمشي ونحصل للشوارع فوق تحي وحريقة تحريقة الشاحنات يلا الحياة الحياة حصل شنو بعد ذا كده يتفهم والله قدسون بالله كلهم حيخضعوا أول حاجة يعني إنا قلنا الترس ما بد من الحدود الترس بيبد من أي مكان من أي مكان الترس ما شرط من الحدود الكلام دا قلنا أمس يا أبراعيم قلنا أمس إنت في أي مكان في السودان دا شايف لك نشاط غير عالي في المناجم في نهر النيل في الشمالية في جبال النوبة في دارفور طوال الشعب يتصدلها شفت دي التروس تبدأ كده ما بس لمن الحدود ما هم بيسرقوا عندهم وسائلهم لكن لو أن إحنا خلقنا الترس دا شلينا البلد زي ما قلنا لو اتشلت خمسناشر يوم بس الشعب السوداني دا ترس وعمل السودان قفل هالكلام دا بننبح فيه لنا سنتين ثلاثة سنة بنتكلم يا جماعة أكفل فوق تحي السودان دا والله في خلال سنتين لو اتقفل والله الجنية بتاعه دا يساوي ثلاثة دولار أقلش بمين لأنه عندنا عندنا السروا لكن أن إحنا قاعدين نتعامل مع سياسيين شفت زي ما أسع واحد بقول المخترعات كلها نحفر الشوارع دي أصل الشعب السوداني ما أعايش ميت ميت بالحية مقهور مكسور عشان كده أقول نحنا مكسورين نحنا عرفت كل الكرس دا من الجزيرة يا بتاع ناس كسنة وان ما أشوفناهم ناس القضارف وان أي مشاريع بتاع الاستثمار تجيب ما أنت عندك الجيش بيقتلك عشان يحمل ناهبين أنت يبقى ما في جهة حال غير تجفل البلد دي مش البنية بتحتية دي عاملة واحد بيقول وش أم ولا أبو دهق الشعب السوداني أكسر الشوارع دي يعني دي وسائل اتكلمنا في الوسائل وشرحنا وقلنا أو أي حاجة لكن في الشعب السوداني قاعد تفرج خلي اللولاتين بيموتوا ولولاتين في خوانة وعملة عملي لهم تنسيقيات وما عارف مليونيات وجدوى الياناير وجدوى الفبراير وجدوى المايو ويمدد في العقوبات والعقوبات دي وسيلة المجتمع الدولي لنحب سروات الدول ينهب سوريا بالطريقة دي ينهب مغدلات الدول بالطريقة دي وشوف حميات من المصائب طيب انه قبل ما هناك نحن ايطاليا دي ما عندنا معاها على مشاق الاجازة في ايطاليا وتاني قابل رئيس المخابرات التركية شوف كورتريقية دي ربنا سبحانه وتعالى وقح فيها زلزال ما عارفين لو كان ما وقح فيها الزلزال حميات تدمش تركيا قابل رئيس المخابرات بتاع التركيا او رئيس المخابرات التركية جزاله في السودان لشنوب مع انه المخابرات التركية او الاستخبارات التركية هي اللي ودت لعمر البشير المشاهد بتاعة خيانة طاه عثمان الحسين القواب اللي كان مسيطر على الدولة السودانية من الفين واربعتاشر لحد عثمان وطممتاشر طاه عثمان الحسين المشاهد للسياسيين ده لسه البجر الامارات والمثبت حمياتي وخاتي عرفته وعبد الغفار الشريف وغيره وده يجي يقول لك قال والله الدعم السريع قال يساعدنا قال على الانتغال الديمقراطي ومحاربة الكيزان لانهما ما رجال لانهما قبلها ما في حاجة يسمى والله الدعم السريع ده تكون بغانون يتكون في عهد النبي غانون تكون في عهد البشير الشعب السوداني ده اصغط النظام ده السورة دي اللي انحضر بمساره هم السياسيين والاحجار السياسية لانه الشعب السوداني برضو اصغط بنعف في 24 ساعة ويصغط البرؤان يطال علينا بو ابن عام الشيخ القضاب ده اللي هحزبه الامارات ادته اموال يشتروا دور في جميع الرحال السودان وراجين ديمقراطية تحطب بقى لهم دولة زي الامارات واصل اتفضل شفت بعد الحاصل ده الشعب السوداني السوار الاحرار سعروا انه في دول اتكلمت علينا بعد الحاصل ده بحصار هم وصوت الحصار والله والله العظيم اي سوداني ما يطلع تاني يوم يترس ويعمل ويعمل مليونية مليونية شو يعمل انتفاضة في كل الولايات السودان الثمنتاشر والله اللي احنا ما نبقى رجال ولا نستحق نعيش في سودان دولة اسمها سودان بعد الحصار ده خلي من مطار مروي وبعد الكلام اللي اتعمل علينا بعض سرواتنا حصار عشان يمر المواد عن طريق مصر والله ما نبقى رجال والله وانحنا ما رجال والله ما نبقى احس عن احنا الرجال الكلام ده قلت يا زول ولمس انحنا كضابين انا لاي كم اسع كم بتوفي وشي كل يوم الصباح كضابين انحنا نسوار في مصر وفي كل الدول انحنا لايجيين في جميع هالدول قسروات ناس من قارج السودان يجي يسيطر على يا بني حتى السعودية اهل قاعدين في السعودية السعودية غيرت لك العمر والحج الا بتعشيرة سياحية لو انت مغيم مئة سنة خمص فضل هلا طبعا طبعا ما هو ما هو ما هو الكلام نحنا قلناه مادام ما في لسه كيزان ومادام ما في ناس لسه بيقول لك شكرا حمدوق وشكرا قاحت الناس واجي صالح مادام ما لسه فيه نازل انا كلمتك عبدالغفار قلتك النازل اخطر على المجتمع السوداني من القاحات والجنجويد انفسهم والله العظيم ديل فيهم السياسيين وفيهم شنوف الناس اللي بتقول لسه شكرا حمدوق والناس اللي لسه بتشكر في العمد وناس تيريك وديل ديل قلت لك اخطر اخطر من ناس تيريك بطريقة معينة ومعروفة انه ديل قيادات ما زي ما قيادات منكسرة ما زي جحفر حسن ولا محمد الفاقي سليمان ولا ياسر عمان ولا حمدوق ولا البدوي ولا وجي صالح ولا غيره ولا غيره ويجيك واحد زي عمنا اللي هو احمد جريس يقول لك اللي وجي صالح ده اشرف سوداني يا خير بالله انا كان شوف الراجل يعني مرات انا عشان تدعرف تالجيش السوداني ده ما رجال منكسرين عميد يا اخي اختصبوه ناس اللي انقاذ وين دفعت وين اخوان تاني عملوا لهم شنو العميد محمد ومحمد الريح وجاء طمر فرصة والناس اللي اختصبوه ليه هالسعية هم قاعدين حايمين وغياداتهم قاعدة ولش سعب يتحركوا بيحركوا في البلد دي ناس نافر عشد دي لكانوا المجرمين بعذبوا في الناس ياخي المرأة السودانية بعد ثورة عظيمة زي دي مشيب السلة واحد تافل من حرطة العدل والمساواة وكوز اتخيل ما شفنا اي زوزات ونا في جاء نتكلم سمحت لك بيان طلع حزي بيتكلم ويقل بس الثورة بييجي بعد يقول لك بعد الثورة العظيمة وهنا بتاع الاعلام بتاعنا ما اعلام حر اعلام الاعلاميين بتاعنا تسعة وتسعين في المية منه اشترتهم دول المحاور عملت لهم وكالات بتاع كده يجيبوا اخبار عشان كده ما فيهم راجل بيبقى حر ما بتكلم عن طهريب الدهب ما بتكلم عن اي حاجة عرفت ده الاعلام بتاعنا يا احمد قال ليا عبدالغفار البرهان عايز ينهي الجيش لصالح المليشيا ان نفرض القرآن عايز ينهي الجيش لديه مخنسين والله المخنسين في الجيش الامريكي بدابوا عن امريكا برجالة ما فيه رجالة يجد لسه بغلة الداحجين ياخذ الجنج عسكري من الجنجوي ما قتلوا ده لنحنا هنرجى منهم خير انا لو عمل الجيش من الكندارة بيكون اوضل اكرم من هؤلاء خيالا طيب عبدالغفار اخر نقطة اذا افترضنا افتراضا السلالة بعواربعين مليون تمام الجنجوي الجنجوي كويس وكتائبهم وميليشياتهم قول اتنين مليون قول اتنين مليون احزاب الاحزاب الريمم الناس الديمقراطي وناس ما بعد في الشويع وناس السيم قول ده الاتنين مليون تلاتة مليون كويس الحركات المسلحة اديهم اربعة مليون تمام الفضل كمل الشعب السوداني ادي عجائز غطفالي عبدالغفار عشرة مليون عجائز غطفال لانه انت عارف كويس والناس عارف كويس انه معظم الشعب السوداني شباب كوة شوابية طيب تمام قول الفضل خمستاشر مليون من الاربعة واربعين مع انه ده احصائية كده تخديرية تمام كل عشرين عشرين مليون دلال عبدالغفار والله يقلبوا ياخي المسألة مسألة ارادة ان احنا ولا شوارع بس تتريس تتريسوا عصيان مدني يا اخي انت كده السعانة ده رسألة السودانيين اللي بيقول لك ماشي الشغل ما هو انت بتصيروك كيف انا اتحدى كي سوداني شكال بي مرتب ما هيتوا بتمسكوا خمسة يوم انت بتعيش بقى بالشعر ده كيف بتعيشوا كيف يا سودانيين بتعيشوا كيف ما هو دي اتبضربوا بقى المتمع السوداني عشان كده الشعب السوداني كله بيقى سماسرة ويسرخ بعضه البعض انت لايه حتى تتجاعد قدامك ناس بتجي مقطع من الخلق تبقى بقى سرياء وانت قاعد تتزلى وتتهاد ممكن بنتك تتحارس تأكلك مرتك تنحارس عشان انت تأكل انت راجل تاني ان احنا الحصار اللينا ده سببه شنو ما سببه السكات الشعين ده قاعدين كان معشرين الشغل كان بيترس وبتكفل لانا تعطلوا مصالح الناس يا اخي مصالح انت عندك مصلحة انت ما عايش مع الناس العق وغم وقاوم حقك تقاول تقلع حقك ما بتحنس ما بترجع يدليك حرامي او قاتل او يدليك مستعمد عشان كده ان احنا قلنا يا جماعة سودانين قلنا ها نرجع قلنا كده هبت رجل واحد جنجوي شريح والله عليه القسم بمولوتوف بس ما في جنجوي دي ما عندهم دي العقيدة عقيدة ارتزاق عقيدة ارتزاق ما عندهم عقيدة وطنية الجيش نفسه عقيدة بتاع ارتزاق الشرطة نفسه عقيدة بتاع الارتزاق اقتل ان احنا بنحميك اسرك زور بيع الرغم الوطن دي الدولة تؤجرم الدولة يسيطر علىنا من تؤجرم قلنا ترس السودان الشامل الكامل خطة السودان قفل اللي قلناها واتكلمنا عنها لكن في خوانة وفي عملة وللأسف الشديد ما عندنا اعلام حر الاعلامي ذات منبطحين عشان كده غنات الجزيرة تقعد تلمع لك في عصير عرمان مرة صادق المهدي مرة صديقة صادق المهدي مرة ما عارق عشر مرة زعيد مرة معيد ياخي عليك الله السودان يجو يتقدمون لصوص دي ها ناس من ناس ما عارس منه وغا عارس فاكي منجا ياخي معقولة ولسه عمصرين اسيا قاعدين في الامارات ياخي ما عملوا حركة يعني ما بيعرفوا سياسة ممكن يلوي ذا الامارات دي الوفد لكن ما فيهم راجل بيطلع بيمرو قسافر لانه خلاص قراره ما في يده دي كل القصة القصة على الشعب السوداني كله الشعب السوداني تعظن العسيان المدني الشامل والتتريسة الكامل شوفوا التواساسع بيعملوا في شنو ياخي انحنا الشعوب بتتعلم مننا ليه نجي نتخسلوا من كسر يكسرون ناس كالزابين واحد زي خالد سلك دا عشان تعرفوا تافل وخاين يجي يقول ليه والله يجنجويك انتهم قوة 150 ألف ما في تكافؤ هو قوم ليس انت ذاتك ربيب شو عد يا خالد سلك خالد جمال الوالدة دمر السكة حديد وسرق ونهب مع الكيسار وكان بيحمي أمثالك وانت لانه ماذا خالدك اتحاكم وده كلامك قلت كان بيحميك وبيطلعك من المحتغلات جايك يقول لينا تخويفنا ان احنا الجنجويك بالله يقول ليه لا استهان بها 150 ألف زي يقول ليه زي ودي صالح ها 2014 يبعد يقول لك الجنجويك لما كانوا بيسترزقوا وساقينا الشعب السوداني بانخال انهم مناضلين لما انتجي السورة يقول لك والله جول الجنجويك لك رائقة العمليات وتشيروا حقوق الشعب السوداني ها انها بالكيزان تدوها للمرتزقة انتقلوا وجايك تقولوا لينا الدول يجيبوا لينا دمقراطية ان احنا في السودان تعلمنا ان احنا الامارات الديمقراطية ولا تعلمنا ان احنا السعودية الديمقراطية انتم ما بتخجلوا ولا تعلمنا ان احنا تشار ولا مورتانيا ولا جيبوتي ولا الاتحاد الافريغي ما بتخجلوا انتم انتم مارجا فعشان كده لما بنقول الشعب السوداني يقوم ها ويا شعب يا سوداني والله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان فيه ناس بيتشكك وبتحاول تعمل تشويش عادانة كتار المطبلات دي بتاع العسكر كتار والعسكر نفسهم الخاشين بصفحات بتاع البنات اه وبيخشوا وينبزوا وهاجموا يهاجموا في البوستات اللي انا قاعد انزله كتار عشان كده بيحاولوا يضلوا لالناس وفيه ناس بيتصدق يخشوا ليه كم نفر في الخاص بيقول ليه انا براهيم محمد مصطفى عمر صفحة الثانية بكثرة البلاغات تم تعطيلها يكفلوا صفحة بنفتح صفحة عسى قريبا انا ورام ورام اصدقوا هايب تقليني ارفع منهم ماف مااشي دغري دا والله يا حبيبي واجيلك فيه راسي دا انت مااشي دغري دا لكن انت عايش على جبل مواطن ها راكب عربية وامورك مااشا تشقال رشاوي وغلاب جبل مواطن دا انا طوالي بشتغلك صد ما عندي لك حاجة والله لو بيقيت شفت اخوي شقيقي ما برفع منك بل الدمك بس ما عندي حاجة لزول انا لحد الان فاضح اكتر من سبعمائة واربعتاشر وسبعمائة وخمائة في عدد دا يعني فاضح من ضباط ليه افراد ما عندي حاجة لزول لقعد اخاف من زول ولا عندي شغال في يزول مهما كانت ردبتك في عالم الوزيرة الداخلية ها اللي هون الكلب عنان دا برضو جبت زيت وتكلمت عنه فانت عسكري والله ضايب الصغير دا حتى تشوف شغلتك وشغل جايب نتيجة جايب نتيجة الناس كتار اللي بلينا منها يتبلوا من الشرطة نفسها كتار يا خلق نقالوك من المكان اللي انت فيها بس انت تبليت دا غير انه يا اخوانا يعني الناس بتعرف حاجة تجارك بعرفك انك انت حرامي كويس نسابتك بعرف انك انت حرامي عيالك في البيت يعرف انك انت حرامي اصلا قصدي نشهر بك بس ما ما في دولة دولة حاكمنا عصابات حاكمة زي البرهان دا قضاء تافي كويس نيابة تافى ما في دولة عشان كده نبلكنا في الميديا دي بس ومش تمشي تفتح بلاغ في المعلوماتية تصفي المعلوماتية نفسها اذا كان الوكيل اعلن يابت المعلوماتية هذا انا بليته وما عندي له حاية وقلت متحرجه لسه بقول عليهم متحرج اسمه منه مولانا اشنه الصعلق دا عبد المنعم الحافز تفتح بلاغ ما بهمني من ارض ما يزل معننا نحية لا يزل مش انت لبسة الكاكده اموص الكاكده وامشي معننا معك شغلة لكن لا يبس كاكده ضابط فرد زفت والله بنردم اكون بالك ما عندي لك اي حاية واعلى ما في خيلك اركو اعلى ما في خيلك اركو اي زول اتكلمني عنه وقع في مصيبة قبل فترة اتكلمت عن الرائدة اسمه ريفا بتاع شمالدارفور اللي بعزب الناس اللقب نفسه بالجزارة دي لكم كاتروليم زول الان في السجن بتاع شاله قتار النجلام ما بتنبس هنا ولا بتكتب لك تعليق مخالف هنا الا اذا انت من الناس اللي انا هبشتهم او هبشت ابوك ولا هبشت اخوك ولا هبشت المهم تابعنا المرتشن دل شير شير اللايب باز عشان ما يطش اللايب بنزل اصلا البلاغات اكتر عليه منزل بلد وصخانة يا سنهوري بلد وصخانة اول حاجة عندك القضاء تافي ها وعندك النيابة تافى وعندك الشرطة ادفع التوافي قضاء مرتشين متحرشين عيالاتية بتاع العيال كويس عندك النيابة برضو متحرشين ومرتشين اه وعيالاتية وكلهم بتاع انجيكسي اه يا الصادق عارفهم تسلم يا سعد ما لدينا مشكلة معاك اتا كويس بنكرمك كتار اتكرمناهم في الصفحة القديمة ديكو عمالالهم تقدير اه وكلامنا في محله ما في زول كتبنا عنه من الناس الكويسين دل يعني في زول كده نزل او اعترض في المنشور على انه اتا زول كويسة بنجيبك وبندك حقك اما زول واسخان ده بنردمك وبنقول لك حرامي في عينك واعلم افقلك الكب وانا القاك عديل علن اقول لك حرامي والله ما تقرأت اعمل اي حال كلامك صاحي عز الدين والله اغلب القداد العيالاتية مقسم بالله العظيم قداد عيالاتية بتاع العيالة باستخدامك اقرب قداد عيالة واسخة امامه والله تعبت معي اي حالة اعمالك شنو انت ازول على من البشير انا البشير شخصية ردمته بالكاكل ها زول بيطلع عديل كده في لايف بقول للبشير ارحل ويتفاسد وقت داك في منول بقدر يفكر ساكد ها يتكلم وقت الانغازة كان ماسك البلد دي كان قبضة بي قبضة حديدة منول كان بيتكلم وانا طرحة اتكلمت في البشير دي طي انت بي نجمة ولا نجمتين ولا عقيد ولا عميد ولا ليو ولا زفت ها لا تشرحني ما بتشرح لك انا انت تتشرح مني بنار دمي زول يا زول الله العظيم شفت تمشي شمال ده نجيبك هنا بس نفضحك بس اصلا سلاح غير الميدي دي ما عندنا قنعانين من قضاء قنعانين من نيابة قنعانين شفتها من شرطة قنعانين من اي نردي مكبس اعلى ما في غيرك اركوب يودوا لك بلاغة نيابة تدفع يتحروا لك تدفع معقولة شغلة بقت قوال عديل تقول لك المتحرق يده بس يخلف رجل ويقول لك بناخد في البلاغ ده كده تيتكلم لي عن قانون انت؟ تصبي عنان زاته انت العسكري ده ولا هنا شنو يعني؟ خلاص يا اخوان نوقف اللايف ده وان شاء الله بنرجع مرة تانية تحية لكم جميعا هقول باختصار شديد حول قرار مجلس الامن الاخير اللي هو مدد فيه العقوبات على السودان لمدة سنة والقرار صدر في جلسة لمجلس الامن في نيويورك تحدث عنه في تمديد العقوبات للسودان لعام واحد وده يتبن القرار رقم ستة وعشرين ستة وسبعين لعام الفين وثلاثة وعشرين والقرار ده بمدد للجنة الخبراء التاب على الامم المتحدة فترة اللي هي اللجنة دي معينة بموجب القرار الف وخمسمية وواحد تسعين لسنة الفين وخمسة مدد لها ولايتها لحد اتناشر مارس الفين واربعة وعشرين القرار حصل عليه تأييد تلتاشر دولة من خمستاشر دولة في دولتين اللي هو الصين وروسيا امتنوا عن التصويد وفي دول صوتت لتمديد فترة العقوبات اللي هي زي الامارات ودول تانية الناس بدون ما يرجعوا يقروا التفاصيل الحاصل في حشنو بقوشن هجوم عنيف كدا ان الدول دي خانت السودان ومفروض تدعم السودان والان صوتت في القرار بتاع تمديد العقوبات على الدولة السودانية وده في ناس بحاول يعزفوا على ان الناس ما قروا القرار والناس ما راجعوا للقرار الحاصل فيه شنو القرار ده هو استند على قرار مجلس الامن اللي هو الصادر سنة الفين وخمسة وقرار الف وخمسمية واحد وتسعين القرار ده لما صدر من مجلس الامن عنده ثلاثة نقاط اساسية عشان الناس يركزوا عليه لما انت تعرف ان القرار الف وخمسمية وواحد تسعين قاصدين بوشنو لجنة من الخبراء تابعة للام المتحدة كانت مختصة بالوضع الحاصل على مستوى الدولة السودانية خاصة المنطقة بتاع الدارفورن القرار ده عنده ثلاثة جزئيات الجزئية الاولى هي مسألة حظر الاسلحة وده جاب طلب من جميع الدول ذاته بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الكيانات العاملة في دارفورن بالاسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الانواع وايضا بالتدريب والمساعدة وده طبعا خاص بالمسألة بتاعت الناس الشقالين في الجانب بتاع الحروب في دارفورن والاسلحة والمعدات الموجودة هناك وده المواطن السوداني برضو ما عنده علاقة به وفي حد ذاته قرار لمنع الحرب نفسه القرار الثاني خاص بمسألة حظر السفر وده بطلب من جميع الدول باتخاذ التدابير الضرورية لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة 3 جيم من القرار 1591 لسنة 2005 من دخول أراضيها أو عبورها وديليا هم نفس الناس برضو اللي متورطين في المسألة بتاعت النزاع في دارفورن إذا كان ناس تابعين للنظام البائد أو ناس متورطين في المسألة بتاعت الحرب وده برضو المواطن السوداني ما مستفيدين منهم حاجة الجزئية الثالثة هي تجميد الأصول وده برضو تحدث عن تجميد جميع الدول الأموال والأصول المالية والمواردة الاقتصادية اللي بمتلكها وبتحكم فيها أشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة 3 جيم من القرار 1591 لسنة 2005 وده برضو الناس المتورطين في الحرف في دارفورن هم في الغالب قيادات في النظام البائد يعني نحن برضو ما مستفيدين منهم حاجة عشان نقول الناس ده يفكوا تجميد أصولهم أو يفكوا حظر السفر حقهم أو يفكوا الحظر بتاع الأسلحة في البند الأول فبالتالي دي نقاط أساسية اللجنة دي ذاتة هي بتضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمستاشر وبتتخذ قرارات بالتوافق توافق الآراء كلهم والرئيس اللي كان الحالي اللي هو للجنة للفترة المنتهية ويلايته في 31 ديسمبر 2022 واللجنة بتضع تقارير سنوية عن أنشطته وعن المبادئ والتوجيهات اللي هي بتسير أعماله وده بعلن عنه في جلسات رسمية وغير رسمية اللي بتنعقد اللجنة في يومية في الأمم المتحدة ويدعم عمل اللجنة فريق الخبراء المعني بالسودان اللي هو ذا الفريق بتاع الخبراء الموجود في السودان اللي كان برضو طلعوا تقارير عن الوضع في دارفور قبل فترة لو أنتوا بتذكروا التقارير بتاع الخبراء ذا النقاط الأساسية اللي هو الخاصة بالتدابير اللي بتقوم بها اللجنة ذاته اللي هي بتحدد الأفراد والكيانات الناس اللي استوفوا معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة والنظر في تقرير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة والنظر في التقارير التي يقدمها فريق الخبراء المعني والعمل على تقديم بطريقة رئيس اللجنة تقريرا إلى مجلس الأمن عن عملها كل تزعي اليوم ووضع تحديث مبادئها التوجيهية والاطلاع بأنشطة اتصال بما في ذلك مع الدول الأعضاء وبخاصة الدول الأعضاء في المنطقة اللجنة دي انشئت اللي هي من قبل مجلس الأمن عملا بحكام القرار 1591 لسنة 2005 خاصة بالسودان ووضعية السودان في 29 مارس 2005 عشان ترصد التدابير والجزاءات ذات الصلة والاطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة ثلاثة واحد من القرار نفسه فبالتالي القرار نفسه هو مبني بل مسألة بتاع تحضر الأسلحة والمسألة بتاع الجهات المستهدفة اللي هو المسألة بتاع تحضر الأشخاص والمسألة الثانية بتاع تجميد الأصول في النهاية خلاصة الموضوع ده كله إنه عشان الناس ما ياخدوا الموضوع من طرفه الكلام ده كله مستند على الحرب في دارفور والوضع الدائر في دارفور وكون المجلس الأمني يمدد للجنة دي تاني لحد 2024 ده أنا في رأيه واحد من المؤشرات اللي بتقول إن الوضع في دارفور ليس بخير رغم إنه الناس وقعوا اتفاقية بتاعات سلام جبه إلا إنه ده مؤشر واضح لأنه الوضع في دارفور ما ماشي كويس الأسباب اللي أدت إلى الحرب في دارفور واللي كانت دائرة بشأن الاستيراد الأسلحة والإبادات الجماعية وغير من الحاجات لسه ما زالت بخصوص القرار نفسه فبالتالي في ضرورة لأن القرار يستمر بشكله الحالي غير القيادات بتاع النظام البائد القرار ده برضو بشمل المجموعات بتاعت الجنجاويد وبعض المجموعات المسلحة اللي موجودة فبالتالي لسه لا تزال اللعنة بتاعت الحرب بالطارد المجموعات اللي هي موجودة خاصة الجنجاويد بقية النظام البائد عشان كده الناس قبل ما يقوموا ويجوتوا بخصوص التعاطف مع الجهات اللي هي معنية بالقرار حقه يدرس القرار كويس ويرجع للقرار خمستاشر واحد وتزعين لأنه بديك المؤشر الحقيقي ليصدر القرار ده في الوقت داك تحديدا ومؤشرات الواقع الموجود اللي اتفاقية سلام جوبة ما جابت فيه نتيجة والوضع الحالي ما بيبشر بأن يكون فيه نتيجة فبالتالي بدل ما الناس يلطموا الخدود ويشقوا الجيوب حقه يقعد في الوطن ويشوفوا ليه هم ما قدروا يتخلصوا من الأسباب دراك من أن النظام البائد سقط الحركات المسلحة خاصة ننوقع على اتفاقية سلام جوبة اللي لسه حريصة على انه تتمسك باتفاقية سلام جوبة وطرف التعديله فبالتالي طالما انه هو ذات نفس الاتفاق دا فشل في انه يجاوب على الأسباب اللي خلط القرار خمسطاشر واحد تسعين دا زاتو يصدر والأسباب اللي أدت إلى استمرار الحرف في دارفور مسألة بتاعة بيع الأسلحة والمتاجرة بها وكذا الناس حقوا يقعد يراجعوا حساباتهم بدل ما يلطموا الخدود ويشقوا جيوب ساكت شكرا جزيلا ولكم تحياتي دوما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أروضاني المشاهدين فاروق فاروق بسم الله الرحمن الرحيم في شنازل فكني فيهم خلينا أطلع أنا أحرق البلد دي باللي فيه تحرق شنازل دقيقة على النبي تحرق شنو القصة ما محتاج إلى أحرق هي البلد فيها شنو يتحرق نعم لكن النار مرات هيل بتخمد النار نحن في موقف الآن عبد الرحيم دقله بيهدد البرهان بيقول له يجب التوقف عن قتل المتظاهرين وأنت قاعد تقعد تسكت هنا ما أنا عايز أتكلم عن حقوق اللاجئين قضايا اللاجئين هم اللاجئين طالعين لأنهم بيكتلون في بلدهم ما هو المشكلة إنه الكل بيتكتل في كل مكان يعني عاجبك اللي حاصل دية هسه هما ما بيتكتله في كل مكان ما في زول في السودان هسه مقتنع إنه يقعد في السودان خليك عايز ترجع ناس السودان ما لكن لو كلنا فضلنا نطلع من السودان هو حيفضل منه يعني ما هو ما حيفضل سودان أساساً يا أخي هما في السودان ما معترفين بديل أساساً سودانيين شوف التعليقات على المقاطع البترسيلة باقترح إنك تخليني أطلع أفصل عليهم نولع من أول الآخرة نبدأ ثورة جديدة ما بيكتلي ثورة الآن ولا دولة ثورة لأنه ما في قائد طيب مدامك عارف إنهم محتاجين قائد مدامك عارف يا سيادة المستشار يا بتاع الإدارة عارف كل الاحتياجات ليه ما تقدم لهم أقدم لهم شنوه أنا في يدي شنو أعمله هم ذاتهم ما عارفين روحهم يا سوداني يعني شنوه هم ذاتهم ما عارفين روحهم هم جايين من وين يعني شنوه إنك ما بتتكلم هاللهجة أفصل عليهم يا زول هول هول غضب ده محتاج لهجة يا زول انت عايز رباً يحاسبني أنا على كل كلمة بقولها ربك يا حاسبك إنه زول ما عايز لا يتحاسب ولا هم يحزنون الله هيحاسبك إنك انت بتقدر تعمل حاجة وما عملتها أنا ما بقدر عمل شي النيات هي اللي بتحكم الصح شنوه الغلط شنوه منه اللي بحدد ما في زول بحدد غير هي حقيقة نيتك في داخلك اللي ما بعرفها غير ربك ده جبن خايف من شنو يعني انت خايف إنك تبقى في موقع حكم ولا موقع مسؤولية أنا ما أنفع لي حكم أساساً ولا لمسؤولية أساساً أنا فقير أكون غني بالشعب غني بالشعب كيف الشعب هو اللي بيوفر لك كل الانجاج الشعب ما لاقي يأكل الشعب هو الجهة اللي بتدي السلطة بتدي الثروة بتدي المسؤولية الشعب ما عارف حبوبك ما عارف هو ذاته المطلوب منه شنوه جهلوا الشعب غبوا الشعب خلوا الناس ما تحب بعض ما قادرة تسمع من بعض الناس هتكتل بعض الناس بتدور على سبب عشان تكتل بعض أنا ما عايز أدخل في المجزرة ديت ما عايز أدخل نفسي أنا في القتال ديت أنا ليه ربنا يحاسبني على أي شي أنا أعمله ليه أنا أدخل نفسي أنا أمشي حساب لكن في يوم حطلع يا أخوان نحن ماشينا على طريق من اتنين يا إما نبني بلد حقيقية وطن حقيقي بدون أي هزار بدون أي لف ودوران يا إما يتجسم إن تقاتل الكل يكتل بعض يا أخوان في ناس كتير حينتهوا النهاية دي في ناس كتير حيبقوا لاجئين في ناس كتير حيترموا كده ما تفتكروا المسألة ديت لا علاقة بالسودان فقط ما تفتكر إنك إنت لما تطمن روحك تقول ديل ما سودانيين دا معناها إنك إنت بخير أو إنت في معزل قيادات البلد اللي إنت فيها قاعدين يهددوا بعض في كل منحنى في كل شارع في كل مناسبة ما في صوت عقل واحد قاعد يطلع ممكن كلنا نجن ممكن كلنا نعمل زي ما قال التنين أو ممكن نهدى ممكن نتفق ما ممكن نمشي ولا خطوة لقدام لغاية ما نتفق منه قائد المسيرة ديت وماشي بيها على وين ما ممكن تبدأ ثورة ما ممكن تبدأ صراع ما ممكن تسقط البرهان أو تسقط حمدتي من غير ما يكون عندك بديل نفس الكلام بقوله من أيام ما كنت لابس الجلابية السودة إلى الليلة شابة لحيتي وأنا لسه بقول نفس الكلام الشعب لازم يتفق الشعب لازم يتفق من اللي يمثله الشعب لازم يطرد كل قوى أجنبية الشعب لازم يحاسب كل مجرم كل قاتل لازم يقتل وإلا ما حنقدر نمشي القدام ذلك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شعب الشعب مهارا فأنت نبه لنا وشاه دوره مكتوب علىه عديد فليو أخذ السفاة فليو أخذ السفاة فليو أخذ السفاة فليو أخذ السفاة مساء الخير للجميع في ذلك نبحني قال لي لأينترنت في السودان ضعيف والمهم غالي وكذا نبدأ سريع سريع لأن الناس الموجودين في السودان على الانترنت قالي والانترنت سبب الرجل والدحمة التي تقومون بها الانترنت مفروض يكون بـ 20-30-50 جنيه سوداني فقط فالمهم تحياتنا والشركات دي كلها انشاء الله تلطلت في المستقبل نبدأ طوالي نقش في الموضوع لكن الله يبدأ ضئيف ضئيف خالق لأننا سأسأل السودان بالنسبة للانترنت وما عند لكم الانترنت فالناس تأسر الله يبدأ الله يبدأ ضئيف 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 مرة 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 واحد طبعا مبارح نحن اتكلمنا في موضوع بتاعة الناس الشالون من دارفور والدوم جنيد وحمدتي الجنجويتي الرباطي تمام؟ فالليلة ربيع تعرفوا ربيع نصف قوس ونصف جنجويتي ونصف رباطي ونصف بريطانيا ده في لندن ده ربيع تعرفوا كلكم ربيع نتكلم عن موساهلان انه في اشتباك بين موساهلان وحمدتي لكن الجيش ما عنده مشكلة مع حمدتي وانا اكت له انه من الجيش موساهلان ده واحد اثنين في واحد جاني وقداني مقاطع صودي من بيته الكلاوي خلينا شمعوا كلنا بكل شنو بعدك نمشي قدعم طيب عشان نربط المواضية كلها مع بعض نستعمل لنا شير بقدر ما تقدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الشعب الكريم كيف حالكم الحقيقة يا احمد كسلة انا بغيب الموضوع طوالي موضوع التنمية والتنمية والشعر الدرفور الضائدة اول حاجة بالحقيقة شعر اثناش الفات جو ضباط من الشمالية وحدين من الجيش ووحدين تعبين للدعم وحدين للاستغبارات واجهوا للإدارات الاحلية بتالدارفور كل كل الخبائي تمام معاك انا نازل شوفتم في خرب دارفور نازل كل مشمالي من عرب دارفور ده راهي من النماء كل نازل الضباطة كل مشمالي ولن الشعب ده قالوا دارين كذا 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 المهم بشوف حسب قبلتك حسب كتراتكم المساليت قالوا ندوكم ستتمية ستتمية قلبو متاد خاصة ناسكر أسنان but enfant reass Cars من الأداة الطاز الضباطة كم تولتمية من السرية جابل قلبونا بتوكم مية وخمسين العلوطرييا قلبونا بتوكم مية وحاج مية فلا confront my salute جمر قلبونا بتوكم مية وخمسين بعد كتل منهم المئة ويجري عندك الأولاد مانا الدوم تمانين مارك الدروق الدوم خمسين عندك المراسة الدوم تمانين أولاد مانا الدوم سوئين يعني جميع جميع الخبائل كل الخبائل كان مصوى كان الزوغة أما أرب زي ما يسمون الموجودين في في فقرب دارقور جميع كل مداراتهم الأحلية باعون باعوا الشعب طيب انت عارف القضية كل تكمن في ولاية قرب دارفور دمها للنتانة والأفانة والنتالة والوساخة هناك على رأسهم السلطان وعلى رأسهم الإدارة الأحلية رفتك الأمين فهذا الموضوع يمكن في ناس ما فهموا اللغة دي شوية كده أنا وضحها لكم مراحة كده يقول لك إنه جزء ضباط من أبناء الشمال وجوب قالوا نعطيكم كيف مثلا نعطيكم منكم كده نفر ويقفوا يا مسالي او بقيم 600 لكن نعطيكم 200 لكي كان جنة الناس والدم نكرر المكالم السودية ويقفوا ثلاثة 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 النقطة دي مهمة جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الشعب الكريم بالحقيقة يا أحمد كسر أنا أبغي بالموضوع طوالي موضوع التنمية والتنمية والشعر الدارفور الضائدة أول حاجة بالحقيقة الشعر 12 الفات ضباط من الشمالية وحدين من الجيش ووحدين تعبين للدعم وحدين للإستوبارات ويجوا للإدارات الأحيية وحدين للدارفور كل الخبائي تمام معك أنا نازل شوفهم في خرب دارفور كل شيء مشمالي من عرب دارفور ذو راحي من المال كل نازل الضباط كل شيء مشمالي ولن الشعب قالوا دارين كذا 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 المهم يرى حسب قبيلتك حسب قترتكم المساليات قالوا ندوكم 600 600 600 خاص لنا سكرريني بس بعد كتل منهم مئتين التامة قللنا ندوكم تلتمية من سيريا جبل قللنا ندوكم مئة وخمسين الوطرية قللنا ندوكم مئة محادي مئة قمر قللنا ندوكم مئة وخمسين بعد كتل منهم المئة وعشرين أموماً دي كل القبائل هنا قلت لك جولي إذا رفور كلهم طيب نسبت النقطة صحيحة وليس عشان نخش في المقالمات الصوتية التانية يهوداء لكي نسبت النقطة هل ترون التجنيد؟ هل ترون أنه ليس ضابط؟ شمالي أو لا شمالي عسكري أو لا اسكري جيش أو لا جيش هل ترون الغجر وقفين صف في ذل الشجرة ويسجل فيه معه اسمه منوبة التيخ طماطم كاركدة أقول الطرف هل ترون التجنيد؟ صحيحة ولمصها نمشي قدامه نربطكم المواضيع الله وديني وإيمالي لأننا نشغل قصما بالله قصما بالله هذه الدورة تقضخل تعرفوا تقضخل والله كالزع كالزع لا تتبكي لا تتبكي أسكت وسمع وقفل قدامه لا تتعليق بشوتك المهم بعد ذلك كان لديهم في قانون الكاردرات التجمع بعض المواضيع في الجنين في جنين وقال يومنا دارين زيادة وقال يومنا أقابة خرب 3 ألف أمر 7 ألف 7 ألف خمام ودوم الكاردرات لدينا لا تتبكي نشوتك لا تتبكي لا تتبكي ما لك يا ذو؟ ودوم الشمالي ودوم كبوم في الشمالي هنا أقبل وطانا صفهم بجايا بجايا شئ داك ما طويل داك ما شنو داك قصير ومين فكذا المهم صفهم ومالهم شنو شنو شهر وخمس عالي الاثنين لدينا فشوم كل الاثنين لدينا هناك محلوم يا ريط رجوم دارفور زاد شوفوا الوزر داك يعني شوف ألقى الشمالي هنينة الحقيقية السيجادة لكن الوزر الحقيقية يصبح من الشمالية كبوم هناك داك قاموا عاطوا دك السيارات وكيف المهم شعب قال حلما بقالوا أحسن نودوم كبوم في القرطوم في السوق الشاب نطلبونه خموم مودوم السوق الشاب كبوم لنا سالبساط هناك أشان الناس سالبساط يستفيدوا منه شوف البيت سالبساط 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 مودوم السوق الشاب والله لا يوجد كل صالح للناس المطايم والناس البساط وهناك المجلوب تاني دارفور مودوم مودوم دارفور هناك سالبساط يطالب بخمساطاشر أف أي نادي خمساطاشر أف سالبساط سالبساط المجلوب والفاشر لتدرغ في حرص الحدود حرص الحدود مرجع تاني شوف الشمالين يتبعون يتدار الحقيقة بكثلا حتى الناس نهسلوا لك أعرب دارفور الناس يقولون نتاشا ساكت جميع بس يعني الضباط الشختم الذين اختاروا لك الناس من الجنين و من الفاشر و من كده و من كده كله شمالين لا علاق لهم بأرب دارفور نهائي سعفين يا ماء شفت الليب ده قولات كيف جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا فشوف شوف الليب شوف اللفو الدارام ده ذاته بيجي يفهم قال أنا أكا جنجويت لشنو بيجي يفهم بيجي يقول إنه طايوق قال موسيحيلات دي خمستاشر ألف صاح نربط لك الكلام ده سمعتو لنكرروا تاني جوا ها أكتبوا لي نكرروا عشان دير نربط لك محال خمستاشر ألف نكرر عشان نربطوا بكلام بتات ربيء اسمه هنا ماشين دارفور يعني هسي بيرجى دارفور موسيحيلات هناك هسي قاعد بيطالب بخمستاشر ألف أينا بس خمستاشر ألف هسي تاني؟ طيب خمستاشر ألف نربطوا بكلام ده بتات ما كلام بتات ربيء أمسي أمسي الآن في مشكلة بالموسيحيلات بالدعم السريح وأنا أنتهز الفرصة دي برضو ونقول لها موسيحيلات الكلام بتعمل روضة ما سهي الأهم موسيحيلات برضو لأنه برضو في جزء من الاستخبارات العسكرية شغالة مع الموسيحيلات والفرنسيين شغالين معه بتنسيق مع مصر الآن موسيحيلات حسب المعلومة الأمنية عندي إنه الآن بيجمع لأكثر من خمستاشر مقاتل في جنوب دارفور أكثر من خمستاشر مقاتل هو قاعد يجمعهم بسورة سرية وعندهم عتاب أكثر من اثنين ألف عربية تاتشا في ليبيا بسلاحها وعتاب المفروض تجي خاشا ودين نفس الاستخبارات لا يضروا بهم الدعم السريح وحسب آخر تنوير تم إحاطة قدم الدعم السريع لجنوده كان بالقصة وآخر تقرير القدم بتاع استخبارات كان بالكلام عن القصة إنه الآن موسيحيلات عنده أكثر من خمستاشر حلف مقاتل هنا هذا السبب الخلا الآن الدعم السريع العربات الاتشافين هذه لا جاي اقتصاهم لا حاجة هذه الناس جايين عديل كذا وناس جايبين من النيل النزرق فينا جايبين من دارفور فينا جايبين من كردفا فينا جايبين من الشمال فينا جايبين من الوسط كله كله بالقانون كله بالقانون ما في حاجة ساكل ودين جايين ويبقى العلم المؤسسة والحسكرية الآن دخلوا معسكرات في المعسكر فيه عشر عالف في المعسكر فيه خمستاشر في المعسكر فيه أربع عالف ده كل ما في الأمر لا في مشكلة بين الجيش ولا في مشكلة بين الدعم السريع الناس جايبين عسر علي السمي بالله يا رابيه رابيه طبعا قبل اليوم وقد اختلفهم في القولوم مع جوز الصعاليك جوز من الصعاليك من الشمال المجدودين هنا في أمريكا وفي أوروبا في إختلف مع مقلّمنا بسرعة الدعم السريع لأنه قل ... لا يوجد مشكلة بين الجيش ولكن الحجم لا يوجد مشكلة بين الجيش المجيش موسهلال نشوف موسهلال مع موسهلال نشوف المجيش منه سأمسك المجيش موسهلال كأنه موسهلال تقول له من المجيش تجعل ذلك موسهلال كشف المسهلال من المجيش وكشف هذا المسهلال قائد ما منه لا قائد محببتي كشف كشف اللي بدا كشف وين بمناسبة شهر رمضان الكريم شوف المجيش موسهلال منه و الوداكي نجم كشف نكرر تاني كشف اللي بدا كيف اللي بدا غلاد يا صحبي اللي بدا كبار جدا يا صحبي وجيش الجيش يا عمك يا الجيش الجيش وده كلام طيب انا ماضي ده الفكرة كون الجيش يدي سلاح لموسهلال ده كلام حلو يدوب لهمتين سكر تحتهم في نحرهم لكن قسمان بالله اي ذول دارفون او من جبار النوبة نحن له بالمرساط لا يمكن ان يدخلوك في الدعم السريع عشان بعدين انتو يدخلوكم في الدعم السريع ويجندوكم يضروكم بقروش وموسهلال كمان يجيب ناس من هناك وحمدتي يجيب بجايا ايضا يمكن ان يدخلوكم في الدعم السريع ويجيب ان يدخلوكم في الدعم السريع ويصدون او من أولاد أمام ويطحضروا مثل موسى هلام مثل او من حمدتي سجن موسى هلام وفي النهاي يطلو يطحضنوا خلال دعمي وما لشه انا اسف وموضو انتهى لقد قلت لكم منكم؟ قلت لكم منكم؟ منكم منكم؟ قلت لكم جدودكم كما العراضي لقد قلت لكم كما تشعرونكم مثل امريكا قتلت الهنود الهمور جابت الافارغة استعبطتهم وحسن الناس الهجمين في امريكا البيض وليس نفس البيض؟ اه اعجبوا صح صحيح وقلوا فوريا ونوباوي مشايد الجنة تبعا غجر نحن نزعته اول حاجة بنفضحك بنجيب صورك اتنين نتمنى موتها قليلة ببال ببرة لانه يتزول ويسخ ومت مسلنا شفت اللي يبدأ كيف؟ قلت لك ربي قلت شنو؟ قلت لك ما عندهم مع الجيش مشكلة؟ قدنا نجيب نكرر كلام الربيدة اه كشير؟ الام مسائلان حسب المعلومة الامنية الانه الام بيجمع في اكثر من 15 مقاتل في جنوب دارفون اكثر من 15 مقاتل هو جاعد يجمعهم بصورة سرية وعنده عتاد اكثر من اتنين انف عربية تاتشر في ليبيا بذلك العمل والسلاحة 이� необходимо علي فتدي командو في الصدرات من استغباران انقروا لا ي pea من الدعم الس stato نظرت الاستغبارات ؟ هو ي看 نظرت استغبارة you. لا اقر استغبارات موجه من القوات ملت jet're massive امير يا جيش يا قبخ القطب توضعت تنويرٌ ما هو الجيش؟ داري خموة نبقى الغلق الاخر تنوير تمت بتاع إحاطة قدموا الدعم السريع لجنوده كان بالقصة واخر تقرير قدم بتاع استخبارات كان بالكلام على القصة انه الآن مسهلان عنده أكثر من خمستاجر حلف مقاتل هنا هذا السبب الدعم السريع العربات الاتشافين هذه لا جاية تصاوم لا حاجة برضو الأجهزة بتاعت المخابرات كانت الخرطوم عارفة كل جهة والدعم السريع برضو عارف كل جهة لكي تكونوا عائلين لكي لا يقوموا بكم لكي لا يقوموا بكم لكي لا يقوموا بكم السراع انا سبيلت زماني لأجب ان يصاروا كيدهم في نحرهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين لكي انا اكرت لك انه جزء من أبناء الشمال السفلة لكن ليس الناس الطيبين وكما هناك في دائفورما عندنا الناس سفلة ويسقين وكما شوكت كلاما كما تكون لدينا ثلاثة من المخابرات وكما هناك مخابرات وكما هناك مخابرات وكما هناك مخابرات وكما تكون لدينا ثلاثة كما هناك مخابرات مخابرات مشاكلة من المخابرات مخابرات احداثة الاخيرة ولكن في قصور وهذا القصور طيب منوش جاب لموسى هلال في اه الداوة الحق يتكلم في قناة الجزيرة وهو مطلوب للمحكم الجناية الدولية ده منوما كان لما يجي يتكلم في موضوع بتاة كيرينك ونسه اباد الناس ابادة وده يجي يتكلم في ناس كيرينك انه والله وفي قصور وما مفروض كان يحصل زي ده وال mashingنا السبب تغيره وخو seule انهاotzdem كانتك لآليك هو مالك يبدو الثانون التباع بعد ذلك التي تدخل إلى كل هذه النهائة بعد ذلك هو حليف القديم فحليف القديم من المساح وال كان لطرب الهام كان هرب القديم من المساح والثير وافطحناها وottoحناها ودواب ويجرحنا فهذا ما علينا نحن. الدور الجيدة بيكون أكعب من ذلك. هناك موضوع مفروغ من ذلك. هناك الكثير جدا. كثير خارس خارس. اتكلموا. أنا طبعا أجيب المؤتمر الصحفي. بعد ذلك أرجع لحميتي قبل اليوم لما اتكلمت لموسا حلال. اتكلمت ضد موسا حلال. وقال يا أخي هزا توضح. قال موسا حلال هذا هو المجرم. وانتحك حق المواطنين. فيديوهات قديمة نكررها فقط لنثبت هذا الكلام. لأن الناس تنسى ذاكرتها ذاكرتها سماكية. قال نحن الزلد مجرم. والعرب الموجودين في دارفور بواسطة موسا حلال يجرروا الناس بالنص. كان هناك الناس نكروا الكلام ده كان طبعا. صالح بطاة عبد الواحد كان نكروا الكلام ده. قال ما في زول قادة يزرع بالنص. نجيب لك هميتيزات وفيديو. فيديو مباشر قال الكلام ده. قال موسا حلال اهلوا ويجرروا الناس بالنص. مليونه ثقب قال قال بيديوهند ولم كنت تنكروا برو? كنت ترغب؟ قال لك همنا في ورادة فرض المستنقعة. يا أخوين الآلم هذا أصبح قرفة صغيرة يا بابا. ما في زرت، زرت، طول زيت من جيبه. لأن عرب القربات كلها في يتي. دائرة وكد مزاجئ حكمة بفكة بفكة انت موضعك بيت تمشي دغري النصر بمشي دغريين لحسين اننا لدينا مشكلة اننا لدينا مشكلة اننا لدينا مشكلة الحبائبنا اللزم هو اننا لدينا البرنامج يتعدى لدينا واحد اثنين ثلاثة فيه كورتو كورتو جاه الكورتو دا بيختلف من الكورتو بيتعزم عن دكت ددك نضافة زي النضافة هرية سلام وعدالة ضعب من طرف تتلفت القرقبتك معابي تتلفت اضنينك بفرق كورواتك تتلفت تبشي عب كرنك دا دكت دخم نضافة روّعنا بعدك الامور بتثبت لو كحالوك بشطة قالك اختلص شوف طيور واحد ولا دوران ما بتختلص لو قالك اتكلم انا الانصرية مابتقى انصري تعني موضوب منتهي السينيجالي والمالي والجزائر والمغرب والتونس يعيشين في فرنسا وامريكا وبتاع معافز يجل ادبه على الثاني قطعنا شفنا بل موضوع مفروق منه ما في ثاني ما في مليشة بتحكم دولة وما في كيان يحكم دولة وما في قبيلة بتحكم دولة قدر ما انت تتصلق موضوع انتهر يجيب مسحلال بجاي يدقوا بحميتي يرجي لحميتي ومسحلال يجيشهم ضد الحركات المسلة الحركات المسلة يرجوهم بجاي يجيشهم بجاي وانديما يعمل اتفاق اطاري بجاي ينطل الانتفاق الاطاري يجيشهم بجاي يجيشهم بجاي يعمل مصفوفة من جديد الحركات المسلة انتعرف نعرف نعرف مؤتمر الصاحب اسمين مئركم من نابو هذا الزوج شوف تتعرفوا الزوج عندما يذكر بأرجي يقصر الأرجي والبيرة والأنشة والشري والكونيان ما حدث؟ يعني يجيش في حوله نفسه لو نعيم الاطم تقرأ بالسرير تقول ما عليك سرير اللى في بيت صب لا ترون رحل عمي من السرير ما عليك سرير اللى طاير انتوا هي ناس فمن ني بالك اتكلم كفيون وعرقي وحانيشة وداغوستا وشري وكنياك وبيرا المهم الأخوة كسروا كله وكبلوا آيس كمان في النصر يجروا بعضانهم جاي يجيبوا واتفقوا ما وصفوا فيها يجروا بعضانهم جاي يجيبوا المجلسة العسكرية تشخيل الحمي يقولوا لا لا أنا جبتكم أنا الناتج الرسم بيسمكم جبتكم وانتم كاما جون في ليبيا يجروا بعضانهم جاي يجيبوا إغادي على نحرية والتغيير يجروا بعضانهم جاي يدوية تغيير يعني أصبحوا كذلك يا أخي أخصم بالله أكبر شراب أصبحوا لعبة مثل الطيرة في الشعفي طبعا الشعفي عمره 3-4 سنوات طيرة في الخير يكررحة اليوم التي ترى في الدنيا نمشي قدام شوية نجيب المعطبرة الصحفي حقهم سكراني ساقد ما يدو موضو مما أدى إلى تحول الصراع المدني المدني على السلطة الانتقالية إلى صراع عسكري عسكري يهدد أمن وسلامة السودان التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي تدعو إلى ضرورة تماسك مكونات الدولة السودانية المدنية والعسكرية وانتهاج مبدأ الحوار الجاد بغية الوصول إلى حلول دائمة وآمنة تعزز الاستغرار السياسي العام وتفضي إلى انتقال مدني ديمقراطي مستدامة التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي تراقب بقلق تصاعد الخلاف داخل المكون العسكري وتناشد إلى ضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية في هذا الضرق الوطني الدقيق إن القضايا الخاصة بضرورة الوصول إلى جيش وطني واحد لا تعني العسكريين فحسب بل هي قضية وطنية سياسية في المقام الأول وعسكرية من الناحية الفنية ترتبط بالإصلاحات الكلية في هيكل الدولة السودانية وتمتد إلى ما بعد الفترة الانتقالية كما أن قضية السلام هي قضية محورية ومن شعارات الثورة السودانية وأولى أولويات الحكومة العمل على تنفيذ اتفاق جبا لسلام السودان واستكمال السلام إن إصرار مجموعة المجلس المركزي على احتكار العملية السياسية ورفضها التوافد على تشكيل سلطة انتقالية تديها البلاد أدى إلى التدهور الاقتصادي والضيء في المعاشر نناشد المجتمع الدولي والإقليمي الفاعل في الأزمة السودانية أن يتحلى بالحيادية وأن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية السودانية والمدنية وأن إصرار بعض الآليات الدولية والإقليمية بالانحياذ لمجموعة سياسية دون الأخرى يمثل تشجيع للإقصاء مما أصبح مهددا أمنيا لاستغرار السودان إن هذا الوضع يتطلب إحياء العملية السياسية والدعوة إلى التوافق وطني عريض يؤسس إلى تشكيل حكومة التوافق وطني تلبي طموحات الشعب السوداني التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي الخرطوم العاشر من مارس العام 2023 خرجها مني خرجها مني خرجها مني فرصة للأخوة الأخوات السعقية خضر أنا محمد عمد من القراتي الجزيرة مباشرة ذكرت بأن لكم وخلقون إزاق تصاعد التبالينات بين المتونات العسكرية هل لديكم معلومات بشأن حدوث أي مواجهات لا سمحتوا غضو الأيام المقبلة لا لم نشاهد حشود أسكرية حقيقة في الشارع لم نشاهد حشود أسكرية في الشارع نعم حشود أسكرية عادة لم تكن في الشوارع إلا في ساعات السفر ويا ربنا ما يجيبوا ساعات السفر الشيطاني الحشود الأسكرية ماشية وجمع الناس المقاتلين سواء كان من الولايات والأقاليم إلى العاصمة ماشية وبالتالي نحن الأنباء من هناك الخلافات هذا الأنباء تواطر ما بين كل الناس من الشارع السوداني وشارع السياسي وحتى الاجتماعي ولذلك إن كان هذا صحيح يجب أن يتحلوا بالصفر هذا ما قلناه وكانت مجرد مناشدة للأطراف الأمنية والأسكرية طيب نفني هذا الموضوع واحد واحد الذين سألوا الصحفي قالوا يا أخي لم نرى حشود في الشارع لم نرى جيش في الشارع وكان يرى يضب جناع قالوا لا لا هذه المهمة بسعروا إلا ساعات السفر والله ما يجيبوا والحشود ماشيين العجد ماشي الموضوع مفروغ منه فهمتوا؟ نمشي جدا شوية فضل فضل قالوا أنت غالب الوساطات وهذه الغولة السياسية سواء كان أنت أو أخرى لحل هذا الخلافة وإن هذا الخلاف مهدد؟ نحن بصدر لتكوين الوساطة إذا أكرت لنا أو أكرت لنا الطرف من الأطراف بأن هذا الصراع هو صحيح وسوف نلتقي بهم لتأكيد ذلك يلا منطبرا صاحبي الصحفين يسألوا طبعا الصوت ضعيف بتاع الصحفين مفتسموا ولكن أنا مسمع مفروغ تدموا التأكيد بأن الفجوة الموجودة ما بين العيس المكونة فقط بل الفجوة التي تكونت من خلال الإقصاء هي التي قادت البلاد إلى هذه المرحلة التي ضاقت الأيش وكذلك البلاد ضاقت فيه حتى الأجهزة العمنية انقسمت إلى أقصام أخرى فلذلك الإقصاء هو الأساسي وما هي مشكلة السودان أصلا؟ عنوان مشكلة السودان موزو استغلال هو الإقصاء نعم يلا هناك واحد هناك في أقصار جولي من قائد الجيش يصبت أن تشكيل حكومة تصريب عمال في الأيام القادمة؟ في أقلية تشكيل حكومة تصريب عمال لم نستشفعت لكن الموضوع ما دائر الحلول جزئية الموضوع دائر حلول كاملة في إطار الحوار وطني السوداني السوداني حناثوا إن هناك موطة موطة مرصاف دائرة ليلة يا جماعة موطة مرصاف دائرة ليلة موطة مرصاف دائرة ليلة وطني السوداني 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 سوال طبعاً نتجر الإنساد إنسان الوفغة السياسي الذي يشهده السودان منذ أكثر من عام المهم في النهاية وصلنا للنتيجة ذاك لما سأل سؤال قال قرص مني في إضاعه وقال لازم سؤال كبير عبيت كذا شوية عشان ما تقول تعص تعفص لنا في الطين ساقد قرص ويظهر كذا جوفتها هايدا وناس التبجي وناس الكركدي وناس الموز والبتين الله يا شبتها؟ يعني زعلانين غضبانين غضب إلهي لأنه شاب من الريحة ومن تابع المناسبة؟ وزول ما أحبل لأنه قبل كذلك كان كبير مساعدير الجمهورية وعرفه قبل كذلك خلش القصر وعرفه مداخل والمخارج وعرفه فنرى الحجد حميدتي والحجد الجيش دعم لموسى حلال وانا دي معلومة ولكن أنا طبعا اتكلمت مع شخص من أبناء الشمال وقرأني عن موسى حلال الكلام قبل كم شهر وقرأني عن موسى حلال وتجيش موسى حلال في ليبيا وبتاوى التفاصيل وقرأني عن موسى حلال وأنا ما سجل لهم موسى حلال ولكن لا أعرف أسمه ولا أعرف أكثر ولكن كمانه موسى حلال لأنه حمي ما حمدته هذا كلام طيب لكن انتوا يعرفون أبقى أسكيع السماء في واحد فوقكم وبالذات نكرر المقالمة الصوتية بتاعته خلاص كفاك ما خلاص المنطورة الصحبة ده تفالسوس طيب نكرر الله بعدين ولا في تيهد كده تسجيل صوت تيهد أنا أعجيبه لكم يعودا السبب الخل يرجو حرص الحدود شنو؟ لأنه الدعم السريلا خلاص موضوع انت ليه؟ لأنه بده مقروح يعني انت في الدعم السريلا إذا كنت صالع ما أخير صالح مقروح مقروح البكرة قالوا ان احنا إلا مركي حرص الحدود الزمان تمام معك؟ عشان كلم هنا كشعب دارفور ما يكون التاجر ويدمنا جميعا صح في التشاهدين دي هكايك ما نقدر ننكر كل قلوب وانا كنت فيه تمام معك؟ أما بالنسبة للعرب الجمال كنت جادين؟ فيما يتجاهوا؟ حس إذا ماشي ممورنا وماشي جنينة فالناخل التربة والظلطة كلهم تشاهدين وهو حقائق وهو حقائق أنا نابتك؟ في الشعب السودان والعاصلة هم شعب دارفور الناس الناس اللهم بكاتلوا لأن النوبة كم سنين في الجبال إن النوبة يبريت معارضهم هم شعب دارفور لا يوجد الشمال يوم بكاتر الشماليون كان هناك ضباط ومحاولة هنا هل رأيت تزويل الشرس؟ أرمي الناقب هذا يعمل نقيب خلق يعمل رفيل خلق ويعمل هذا يوم يوم بكاتر هذا هو موضوع الموضوع في مكانة صوتية كان في حركة ميني لكن المكان مكتب هنا لا أعرف عندما نصل في المحل كانت بكاتر يشعر بشيء معي انا ارجع بعدين في صفحته اذا اقرب اليوم عندما اصبح في live ايضا بيكارر لكم النقطة وممكن ان يكونوا يدقلوني اصجليه المكالمة التالية الناس القبائلون من معانا كلهم يعني الرؤية كده وضحة ودير اجيب همتي حتى اربط الموضوذة اجيب همتي جيجاوية الرباطي اتكلم قال الناس في دارفور موسى حلال ده طبعا مجرم والقاتل على حسب كلامه وهو طبعا من اول هم عدر يفكوا عشان الكلام ده طيب نسمع ليهم همتي زعت الجنجوية فيديو قديم لكن نربطه نربطه بس نربطه ايقول لهم يا احيان انا مايش بشبه العربية دي حصل لها شنو وبردلوكم انتم عتمشوا مستريحة انتم كده فطوالي زعف في الحتة دي اتسحب ونقدرهم اتحركوا بطريقة سلسة جدا طوالي وقف الكمين الشباب الذين اتضربوا حوالي 14 نفر 35 شهيد ومن ضمنه اخونا معاو 13 شهيد بعد ذلك اتحركت القوات وطارت الناد حسمة الموظف وقفضوا اسمه مسهلال وقفضوا مع اولاده اتنير وادخوه ومعاوه واحد اسمه عدم خاطل انا اربط لكم الموضوع ودير اجيب لكم محل الناس قاعدين يزروا بالنصدوين بس النقطة دي بس مهم جدا بديو قديم لكن دير ارتبط الاهداس مع بعض مهم جدا بدينا في بيوتنا وبيصلنا ولكن عارفين انه عنده اتصالات بمشي مصير عارفين عنده اتصالات لكن افتكرناه انه ياخذ ذول ده يعني ذول ممكن يكون يعني وسيط خير وكده لكن للأذبة الشديدة اتضعها الان انه هو الان بوينده جيدة وبدارب مع موسى هلاب فاتحسمت المسألة استشبب بعد استشهاد ناسنا ديل تم القبض مبارع علي موسى اولاده زي ما قلت لك واتقبض دمخاطر واخرين حوالي خمسين الان موجودين في مستريحة وبعد ذاك انا ما اجيب خبر انا ذات اضربوا ليه ناس مستريحة وانا باني قال اخي الحاصل كذا وكذا وقلت له جماس شيء عارفوا انا انه عربية واحدة ضربتوها وما معروف ناس سحيين ولا ميتين وبرضو في النهاية الامور بتمشي ان شاء الله لكن الوقت ذاك ابدو رغم شهيتهم ما عارفين انه ما ورغوني فبعد ذاك حصلت الاتصالات صحابته زي ما بتعامل الاسير في الحروب ان احنا هنعمل الاسير يعني في النهاية نوسى مهما يعني صحيح ان احنا فقتنا قل ما عندنا ولكن ان احنا عندنا اخلاق وان احنا اتعمل باخلاقنا خلاص تم اله والتلوم دخلهم جوا العربات كلهم مدخلهم هو اولاده بالذات دخلهم جوا بجول العربات كدة جوا ولغايت ما الحمد الله الضيارات مشت جابتهم والآن الحمد لله جبناهم سلمناهم الغانون يعني الآن إحنا دارين حقنا بالغانون إن شاء الله وتستمر إن شاء الله المسيرة إن شاء الله ما حتقيب استشهد الضرخين وأخوانه استشهد الدعم السريع والدعم السريع كله عبد الرحيم دعم السريع كله جندي وضابطه دعم كله الضرخين فإن إحنا مستمرين يا صادق يا طاهر في المسيرة وما حنتوقف وما بهمنا كلام المرجفين والوصاب والكذابين الحاصل في دارفورو بالذات في المناطق دي طبعا كانت فيه فرازات كثيرة جدا كانوا المواطنين مستعمرين يعني الزول بيزرع زرعوا ويجي الإنسان التاع القبائل العربية بيجي بقول لي يا أخي أنا باكسر معاك النص عشان أحميك والكلام ده طبعا الناس قالوا في الاحتفال يعني موجود اتنين يعني الزول يجي يضرب مثلا حرام يجي يقتل وينهى ويفتح الدكان يشيل يعني لو احتدوا علوه ودربوه وكتلوه ولا حصلت مشكلة حيدفعوا ديهم مغلظة والذات موسى يعني موسى رقيت الأمير بتاعتامة قالنا دافع مليار ومئتين قبل كم سنة المليار ومئتين قبل كم سنة قروش فأبتزاهم واستغلاهم ودفوحهم ديات التاعتامة قال لي يا أخي أنا والله بيحتع ربيتاش أنا سجد القروش كويس المرارات كثيرة جدا يا طاهر نعم هذا القديم وشهد شهد من أهلها شهد شهد من أهل من أهلها نكروا جزء صعالي التاميل لابد الواحد قال لا 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 بزاد الواحد أدخل أدخل قائس في السودية قال ليس هناك قائد يزرع بالنص وقال ليس هناك قائد قال لي نطف في موسى هلال وقال موسى هلال مجرم أدخل الواحد لإنسان أبودية في دار فور أنا أردت هذا هو احمدت احمدت مساهلات أصبحت سأحصل لكم فاناك قائد أنت مصير لقد أكبر لك أنا أبودية حقنا بالغاية إن شاء الله وتستمر إن شاء الله المسيرة إن شاء الله ما حتى يجيب استشهد الضرخين وأخوانه استشهد الدعم السريع والدعم السريع كله عبد الرحيم دعم السريع كله جنديه وضابطه دعمه كله عبد الرحيم فانحنا مستمرين يا صادق يا طاهر في المسيرة وما حنتوقف وما بهمنا كلام المرجفين والوصاب والكذابين الحاصل في دارفور وبالذات في المناطق دي طبعا كانت فيه فرازات كثيرة جدا كان المواطنين مستعمرين يعني الزول بيزرع زرعه ويجي الإنسان التاع القبائل العربية بيجي بقول لي أخي أنا باقسم معاك النص عشان أحميك والكلام ده طبعا الناس قالوه في الاحتفال يعني موجود الزول يجي يضرب مثلا حرام يجي يقتل ويذهب يفتح الدكان يشيل يعني لو يحتدع له وضربه وكتلهه ولا حصلت مشكلة حيدفعوا ديهم مغلظة والذات موسى يعني موسى رقيت الأمير بتاعة التامة قالنا دافع مليار ومئتين قبل كم سنة المليار ومئتين قبل كم سنة قروش فيعني أبتزاهم واستغلاهم ودفعهم ديات التاعة التامة قال لي يا أخي أنا والله بيحطة عربية عشان أسجد القروش كويس المرارات كثيرة جدا يا الطاهر ونحنا منمشي في مرار دار فور المرارات كثيرة جدا والحكاية جائطة والخلط الحابل بالنابل طيب عندهم قتلة أنا ما عارفها الآن صبتنا اللقطة دي ولا ما صبتناها صبتناها عشان هذا الشعب السوداني ذاكرته ذاكرة سمكية ففيديوهات دي قديمة كلها نرتبها اتصام بتاع البديوهات القديمة كلها بديوهات زي البديوهات بتاعة هتلر كلها مرتبة في اليوتيوب وفي الإرشيفات نحنا نربط المواضي شهد شاهد من أهلها شهد شاهد من أهلها نصيهم يتذاره طريق في شنه يتذاره عزبط انه القبائل العربية بمشوا بيزره وأهلها بالنف وبدجوه وبيكسروا الدقاقين وبيشيروا نفس قواتوا برضه قبل اليوم فاتوا للداجع كسروا ونهبوا نفس الشيء أموما كيدهم في نهرهم والضرب جائد ضربة قوية جدا طعطة جدا نهر مع السلامة بلا كيزان بلا أفل بلا رجلية بلا دعمة هذا الإعلام موجود الكاميرا موجودة يتسرب أي شيء نضرب دقية نضرب دقية نضرب 16 سنة نضرب 16 سنة نضرب جغل جغل كتل ذلك الله يفرض لا تقول له الكيزان والجنجويد في 60 بعد دا يروحه في 60 طيب في ذول دار دعوة هنا نضرب دعوة شفت الليب دا كيف في شماشة صعاليك كده قال لا الكلام دا ماصر صعاليك كده تعبيل عبد راعي قال الكلام دا ماصر ماصر حمدتي لما دار يثبت الجريمة ثبتها في المساهلات وحس الجيش يهدى مشكلة الداجو هذه الداجوة تعديد في الفيديو يا جزلة يا حبيبنا يا بابك الله انترنت ما عندك انترنت انترنتك تعبان الشبكة تعباني جهيد الله كيف اخبارك وصحتك بخير الله دير ساعدين جدا جدا بلوهاك الله ورسلنا لكم دعوه ما استقبلتنا كيف اخبارك انترنتك بالموضوع الزمن الزمن هلو الشبكة طيب شبكة تعباني ايضا شبكته كويسة انا هديده او طواري مرحبتين 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 الله أحمد كان اول هاد انا عنده الف لايف الف قربت واثبا اذا يمية كدة ولا خمسين اخيبا أليف يوميا بمبح دين كالب اقول الناس ماذا يتكلم بي سمعه ياه ماء عبد الكريم من امريكا فضل كيف اخبارك وصحتك ولا هافية فضل فضل خش في الموضوع واه المهم انا عملت لك دعوات كتير ولا مرة ما عملت صحيحياتك جماعة يا جماعة الذون ما يجي يقول لي انا والله ولكنت قلش في الموضوع انا والله وكنت واندي سنة وقدمت لك داوة وانت باقي فإنت في 2 ألف 3 ألف قدي داوة اللي منوة لحد لي مؤمن رفها رخ صاكت دقيقة انه يشري الفاغ اثناء هذا الشباب انه تفهم الشباب انه يشعر انه يشعر هل يعمل الفاغ اثناء انه يشعر هل يجب أن يشتري سماده أكثر من سماده؟ هذا كل سماده لا يتكلم بسماده لا يتكلم بسماده أردتون يا أفضل أكبر وطفاناً طيب الدعوة مفتوخة ورين الناس سبوة ألف مرة لا يتكلم بسماده يتكلم بطرفون العدي يتكلم بطرفون العدي الصوت نظيف وطار الضريف وممور مرده طيب الدعوة مفتوخة عشان كده أنا أتكلم براي بذلك المجنور ويقفر الله المفوت طيب 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 ما شايف دول هنا مقدم دعوة الناس الجبال قدموا دعوة دعوة ديلة وكرروا دعوة جديدة ما شايف ما شايف أي دعوة ما شايف أول تظهر لك أي دعوة هنا أهد دواحي تظهر لك هنا طيب الشمب تضغط أول تضغط أول تضغط يا دوت يا ضبخ الشماعي السلام عليكم مرحب بك أنا أحمد كسر اللي كيف حقالك وانطر ان شاء الله بيه والله يخليكم أنا قادر أقول الموضوع شنو الموضوع دا في في يعني تين جسام بين الغادات بتاع بتاعنا الجيش بين الغادات بتاعنا الشعقية والجعلية الموضوع الموضوع إنه يعني بدأ من اه اختلاف اختلاف مع صلاح عقوش مم أوكي فهزي حاليا أنا اختلاف بين الضباط الشعقية والجعلية أيوة في الجيش الغاد المسلح تقريبا مم فحاليا فحاليا تحركت تيموسيا سهلال فترة الفاتحة تزيله ولا حصة مشا على الشمال والشارك ولفة أوكي وحاليا تقريبا هو مع شنو مع مع الجيش مع 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 الشوائق مم فهو استخدمه عسي حاليا على حسب على حسب دولة المهري والبحري مستعملين مستخدم إنه عسي حاليا على إنه يضغط حمد دي مم أوكي فدو نقطة النقطة التانية النقطة التانية التحالفات الدولية حسي حاليا في اختلاف بين السعودية والإمارات مم والسعودية حسي حاليا مختلفة برضو مع مصر مم كويس بحست لو لاحظت ناس دولة النهري والبحري بيقولوا شنو إنهم ينضموا لمصر لاحظت للحاجة يقول مصر دي مصر دي نحن بيناتنا وبينه وبينه التاريخ وبينه ويجارتنا وعمغنا الاستراتيجي وكده فده برضو ده برضو نقطة بتوضيه لك إنه في تحالف خفي بين مصر ودولة النهري والبحري أول الشوائجة اللي هم الشوائجة الشوائجة وغاية الشوائجة وقالوا قبل فترة إنه فصل كمية كبيرة جدا أنا سمعت عمسير بيتكلم في انه فصل كمية من غادات الجيش من الشوائجة مم وبالي حمدتي أصلا عنده مشكلة جدا خايف خور شديد جدا من العنين الغادة بتاعنا الشوائجة في الجيش مم ففصل كمية كبيرة جدا طيب إذن أنا نفهم من كلامهم إنه الجيش جعلية كوائدة لا أنا ما الجيش جعلية شوائجة الجيش في مقونات كبيرة جدا هس حاليا 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 انت قلت في خلاف ضباط الشوائجة وضباط الجيش إذن معناته هم المقسمين المعصفة دي أيوة في شد جزء في الموضوع اجعلية حاسي موقفهم وين مع منهم مع الشعب اجعلية اجعلية حاسي حاليا هم هم إنه البرهان السيح حاليا البرهان السيح حاليا أنا بعتقد إنه البرهان مع حمايته ويس ولكن غادة غادة الجيش ما عايزين حمايته فهو برهان واستخدم حمايته للشغل شنو للشغل للشغل الديرتي ما بيقدر استخدم الجيش لمحاربة شنو لمحاربة الشوائجة في امدة حمايته برهان مصلحته ووهو يدوا يدوا مع الجيش في دا حياة يدّو مع حمايتية في دا حياة الجيش غادة الجيش inno معطبرين حمايتي د دا مليشيا ناسكباشي ومعظم غادة الجيش معطبرين إنه حمايتية مليشيا لكن في نفس الوقت في نفس الوقت في نفس الوقت فرهان ما بيقدر cui قال حمايتي لأن حمايت دي ساعد عليه الان بتما له شغل اي شغل. قس حاليا اصطراع بين الغاضي بتاع الجيالية والجيش. الفي او الشوائجة في الجيش. اللي هو بس بل اصح كده بين البرهان. بين ال بين ال بين اه بين جوش والبرهان. وده من بدري. يعني من بدري اللي لاحظت الخلاف بتاع جوش وحماد دي. وحتى بوهان ده لما لما قالوا ليه يجي المؤسسة العسكرية يستلم من بدل بدل ابن عوف. اللي ما انا لازم يكون معي. صح الله ما صح. ايوة. يلا ده التحالف ده. طيب مسهلاء المستخدمين يعني اه منوم. المستخدمين مسهلاء. مسهلاء المكان خارج 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 المشهد. خارج المشهد. لما فكو. فترة الفترة الفترة تحرغات دي لفة ليت لشوف اللفة اللفة وين? مش على وين? فترة الفترة دي. مم. فترة انتجاه قسر. لفة الشمالية دي كلها. لفة الشمالية دي كلها. مم. انا بيتبت. انه يعني هو ما عمل تحالفات مع شنو مع مصرين ومع شنو ومع الشوايقه. مم. ما هاتي هو ربيدك مرة خوص ومرة جنجويتي مبارده بتكلم انه. اا. اا. من موسهلال. اا. ما هي بيتنخين نصر الان. يعني. نبين موسهلال وتدعم السري. اعم. وانا عن تجزى الفرصة الصديق بردو. اقول لنا اسم مسهلاء. الآكلام بتعمل في عودة ماصحية. العام مسهلال برضو. لانه برضو في جزء من الاسخبارات العسكرية الشغالة مع موسهلال. وانو الفرنسيين شغالين معه. بيتنسيق مع مصر. حسب المعلومة الامنية عندي انه الام بيجمع في اكثر من خمستاشر مقاتل في جون بارفون. اكثر من خمستاشر مقاتل. هو جعل يجمعهم بصورة سرية. وعنده اكثر من اثنان انشاء. طيب في واحد اه في يمكن تلاتة او اربعة معلقين هنا. قلقوا في الناي كومين هنا في اللايب. قال الذول اللي بتكلم ده ما عنده موضوع. طيب فلنفترض انه ذول اللي بتكلم ده ما عنده موضوع. انا احنا مع سودان وعارفين السودان ده. من من نيميري. انا من زمن نيميري كنت قاعد. كنت طفل لكن اعظم نيميري وصادق المحدي وبعد ذاك البشير. اللي قاعد فترة البشير ده جاء. احا طيب انا احنا برضو خلت ذول ده. فلنفترض انه ذول ده كانت. يعني انا افترض انا برضو يا حاميد كثلة. بفتر بفتر تقول له مثلا انه ما عندي موضوع. لكن هل الخلاف الخلاف بين بين حمايتين وقورش حقيقي ولا ما حقيقي وحصل الله ما حصل. حصل صح الله ما صح. يلا الاداعم الاداعم حمايتين منه في المسلس العسكرية. الدائم حمايتين يا البرهان? البرهان صح. في فصل لغيادات في فصل لغيادات الجيش كمية كبيرة من غيادات الجيش فط فصلهم ولا ما فصلهم. فصلهم. بزاة اللي حتى لو الاسم ممكن اللغاء. اسم ممكن الكلام بتاع بتاع ما سيبت ممكن لو فتشت لو فتشت في كلوب هاوس بتلقوك. في موضوع منه في اليوتيوب. نعم. انه قال يا اخي شو انه حمايتين عنده يعني جن جن من الغيادة بتاعنا شنو بتاعنا شائقة في الجيش. بيقى بشك في اي شائكة في الجيش. وبقول له وراه نفسهم. غيلا قال فصل كمية كبيرة. ودل دل مشكلة. الكلام ده انا سمعته بالجديد يعني. ده الفصل اول خلاني دات انا خلاني. طيب اول حاجة اه يمكن اه جزء كبير شريحة كبيرة من جبال النوب والنير الأذرک و Behind the地方 موجودين في الشمال فالإنفصال النوبة دي النوبة دي لاصلا بهمين النوبة دي لاصلا بهمين فهمهم السودان قبل جايهم ما خلاص إنت لو دارة طايلة تفصل انت ما ممكن تفصل مع النوبة هم كلهم نوبة لكن في ذول ب物يك عشان لوله جدا شlere نجيب على النوبة يوادي ونوبة ضبطي على ملك فلي خلينا نكمل الفكرة يقول لك أننا نوبيين وناس جبال النوبة النوبة داريني شيء النوبة والنوبين معام ولا أصل الانفصار ضد أهل دار قور الانفصار بدأت أمان سعيب دار نهر والبحر النهر والبحر النهر نغطيك في اللايز النهر والبحر النهر والبحر أوكي تمام خلاص نغطيكي بأمان أوكي تمام أستكدف اللايز مباشر استمع للزول ده أفضل كمل النهر والبحر البحر قدسطهم قضيتهم أصلا مع الحركات المسلحة هم هم الحركات المسلحة الحركات المسلحة دائرة تشارك في السلطة لو الحركات المسلحة المسلحة دي شاركت في السلطة إنه بتتزف يعني حتى لو كونوا لو اتحدت وكونت حزب سياسي بجت يعني المكون المكون اللي هو من غرب السودان مكون يعني يعني فيه ديموغرافي يعني المكون الديموغرافي كبير جدا يعني لو أي يعني حزب كده شد حيله كده وقام كده بك عام غير بخشة انتخابات يعني بجت يعني بجت ديموغرافي حقيقي بيتهدد بيتهدد الحتة دي لو يعني الغربي يعني أمريكا أمريكا لو دعمت التحول الديموغرافي لو دعمت التحول الديموغرافي وجه حزب قوي ولما كان بتاع غرب السودان ده كله في في روية غومية للسودان وخشة انتخابات أكيد حيفوز طيب يلا إنت يلا شايف إنه أمسيح أشان لو الحركات المسلعين انسحبوا انسحبوا قالوا غراسي ان احنا ماشيين هذول لا ديرين اتفاق لا جوبة لا ملكان فاكوا الانفصال حقكم هيغلو طبعا صب؟ لا 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 ما هيغلو чтоб هيغلو ما ما هايغ ل обсلوه ما ما يعني لو أقل السلطة مثلا خلو السلطة يعني قال مداري شارك في السلطة يا كلامي الله يرضى عليك وركز واحدة واحدة الصوت تاني قال لي ما قد يوصل لك كلامي كويس انت ما فاهمني انا معك الناس النهر والبحر اذا الحركات فاتوا كده بس يختفوا كده الوطن كده صد بلعتهم بخلوا الانفصال ولا لسه بنادبهم ما في ذول ما في المشأة نيعي الله يصول الانفصال ما هو قوله دارينه لا الله يرضى عليك معناتهم اصدر ما دارين المشاركة بتاع الحركات المسلحة او الدارين قموما ما دارين مشاركته بسلطة ده السبب الخلابين يقولوا دارين ده يصبح هدفهم اعناتهم نكمل عالماتهم الاساسية اصدر اصدر حتى الكيكل اه بقضوا ضد الحركات المسلحة مثلا يمكن في ختاب يقولك يا اخي ان احنا الدرع ده قائم قائم اذا الحركات المسلحة انضمت والدعم السريع انضم في الجيش ان احنا بعدها حتى شنو نضم لو ما كده الدرع قائم هذا واحد امسك الضابط القابليكي اسمه هنو كبار الكيكل اسمه هنو كبار الكيكل السوارمي ايوه خليد السوارمي اصدروا والموجودين في الضواحي بتاع الخرطوم وموجودين في الشمالية البعيدة هناك الأطبرة وضواحي أطبرة وحلفة وكسلة وبرصودات داري ورطوا الناس المساكين والغلابة لكن نحن تعرف لكن الله يربع عليك تعرف أضمحوت نحن أضمحوت لا بنبلع الأنفوت كده زي دبعا هذا الجنوبين نحن لوائق جدا الجنوبين دلك ممكن آي والله يا أخي تم إصام وارحنا داتوا الدار فورين شلنا وأنه بسلاح كالتلا ومتا وزهجوا وأغلبية هم مسيحين وكده وبتاو يا أخي الناس ديال الدار فورين والشمالين كلهم مسلمين وقالنا أمل لنبقى في رأسنا خير ندخارج المهم نقدر على حسب القوانين بتاع المناطق المكفولة وزهجوا بعضهم لكن نحن مسلمين تنقى مسلم أنا مسلم تنقى يهودي أنا بقى يهودي تنقى أفلاطون أنا بقى كده تنقى منافق أنا منافق يعني أنا كده العيوك أعوذي بالله يعني من كلام الحسي أنا قلت لكننا نحن لوائي جدا ما ما نتفكر يا قوي وقو المجرم فينا يتحقق أسر بس الناس الطالبة بالإنفصال ديال الناس الطالبة بالإنفصال ديال هم الناس المجرمين ديال هم الناس القتل نعم نحن ما نقبل ولم نرضى بأن الحركات المخلحة تكون بشكلها الحالي هل هم تعارفهم هنا يا أحمد قسلة ديال هم هنا ديال شفت اللي هم يعني شفت الروس الأموال الروس الأموال المتحكمة في السياسيين والمتحكمة في الأحزاب ديال هم أنا تبيع طبيعهم ديال الكونوا النواة والبجرة الأساسية اللي جنوا لدولة النهر والبحر طيب خاطئ وهم لو لاحظوا دولة النهر والبحر ديال في مكالمة في مكالمة دير أشيلك بره وأجيبك نظيف عشان كده أنا وبعدين استعجلت أفضل إنت أوكي دير أقول لك يعني كلام الأخذ ده كلام صحيح منطي في بعض الأحيات كده لربطين مع بعض زي هسي عندك درع الشمال طبعا ديري يقول له جعلين في شك بين الجعلين والشوايقة درع الشمال لما نيجي يطرد ويقول له نحنا عايزين نسلح ما قاعد يذكر الجنجويد قاعد يقول حركات المسلحة فده بيدل علي انه فعلا هما والناس مرهان لسه مستغنى عن حمدته فعلا في شك بين وبين الشوايقة والشوايقة دعونه تابعين لصلاح قوش هرفته والله يستر انه قونه مثلا يعني يقول له نحنا تابعين اللي مصر اللي يتحانفوا في مصر اللي مع مصر فده شيء بيجيب ضرر كبير اذا كان اللي مصر ولا الامارات والسعودية ولا غيره دي الناس كلهم اللي للسودان بيضيف ونضيف في النهاية دارين مصالحهم والدليل انه اللي للامارات آآ صوتت بانه لازم السودان يكون فيها حصر ليه انه لو فكوا الحصر وبيجا فيها شركات وبيجا فيها استثمار طبعا الامارات حتضيع حقها من السودان فهيك الامارات دي لو بيوموا رابع انه لازم تكون فيه السودان يكون فيها حصر ما فيها اي وسيلة لأي دولة تيجي تعمل استثمار غيرها هي طبعا هي تهلط طريقة عشوائية زي مصر والسعودية يعني انا ما اعرف تهوزات السودان دي حق منه حق الامارات ولا حق مصر ولا حق السعودية بتيجي نفوس من بره بتتحكم في السودان طيب اللينا نقول اللقب بتاع الموسى هلال ونقول اللقب بتاع برهان واللي حميتي ولا داي جايش ولا داي سوي وقوم اللو ما رجل المقاطع في زول كتبليك التعليق هنا شاندرين نربط الكلام كله مع بعضه وقالليك درع الشمال بطاهين وشكريا ما رجل عليها برضو الموسيقى احمد كثلا في فيكر بين درع الشمال وفكر بين شنو بين دولة النهر والبحر طائب درب Middle Max موسيقى ديرع الشمال دريع الشمال تغريبا انا اشاكيا ان يكون مرضو برهان ما اولا ممكن في لصة الدولة يا تكقى بعار تمام مشو موسيقى دراكن في حركة عسكرية دولة النهر والبحر حركة فكرية ودولات أول والدرع والدرع حركة أسكرية حركة أسكرية ما بيخلوك أنك إذا ضد البرحام ولا ضد عجي ولا تخلوك تقوم الدرع هناك إلا أنت تكون مدوم ولا تكون زيال حركات المسلعة تقود في جبل مول جبل مرة ما أعرف المهمة جبال النوبة تمشي سلسلة بتاع جبال البحر الأحمر تتقدت في محلها وبقتك تأكل باللي إلا في تلك ساكة في النص زيال ما بيخلوك لو ما أنت مدوم يعني يعني إحنا ما نسعبه يعني كملي انتظار إلا ما بدري هنا ما بدت حميتي إنت ما لاحظت دايما في معتمراتهم وفي كلامهم اجتماعياتهم بيقولوا شنو دايما بيحكوا عن الحركات المسلحة ما بيحكوا عن حميتي خالص ولا بيقولوا الغجر دايما مركزين مع جبلين ومناول أكتر حاجة قريبت كيف وأي غوات الليلة بتاعت حميتي عاملة فوضى بيقوم وشنو بيخدوا التهمة في عواد بتاعت مني وجبرين فده ما معناته أنا بقوم مثلا بدافع مني وجبرين إن شاء الله يضغطوا كله ربا يتقيدهم في نهرهم وكله في بعضهم لكن الأهمة في الموضوع المهمة في الموضوع اللي ما حيرني يا أحمد الشعب السوداني يعني الشعب السوداني خارج بلده هو كمواطن سوداني زكي هو كمواطن سوداني لو هيبته شخصيته نور فروسيته نور رجولته يعني أنا ما أعرف هل الناس بتقبل له عشان هو يكون عد لكل الدول خديم بفكرته وعدلته وزكاوته وأنه هو أصلا الشداء بخلام بيله بلده فيارد الشعب السوداني كافة يركز ما يركز مع القرآن مع نفس المجاطع ما في حاجة اسمه صحيح والله إن إحنا شعب لكن بعض بعض جبيلة جبيلة أي جبيلة إنه خمسة قومة الجبيلة الوحدة خمسة قومة كمان كده كمان زي الأتامة ما أيوة ما في اتفاق وإيّ دول بيشوف إنه الجحر الداخل فيه ده صحيح وفي النهاية الموضوذة بتفجر بتفجر لي الوريثة بلدنا ؟ إحنا منتبر جبيلة يا انتصار لو لاحصت السوداني ما بحزب الوطني إلا لما نطلع بره البلد لما نكون ج olha البلد بيكون غبلي يطلع بره البلد يبقى يبقى سوداني واي سوداني بره البلد أخوه والدم والدبو لكن يجي يدخل يدخل السودان بيكون غبلي وليه انا ما عارف الحيطة دي. بره ذات. حتى بره ذاتي ما بيتفقوا بمنافئة. بره ذاتي الشدارية يبقى ما بيتفقوا. بلك انتفرقوا السياسة لكن لكن كل ما اجتماعيا اجتماعيا السودانيين بره مطرطين. لا والله حتى الاجتماعيات ما في اتفاقية. دليل انا اقول لك رجل كلنا في غربة وعارفين ما في اتفاقية. السودانيين بره للغربة الواحد من الغريب بيبقى كريم. وبيبقى خطين. كويس? وبيبقى شهر. وبيبقى كله رجولية. لكن كده يجيب لزوله. والله غير الخصاصة والقطيع والحقد والحسادة. ها? ما عنده اشي. والكلام ده انا بقوله في اللايفة احمد 2003 الف وصوية. ها? بقوله ما اي جلده عند در هنا. غير الحسادة والحقد والمدالة والخباصة والعزانة ما عنده اشي. ما يلا الكلام ده جابه. اه واحدة واحدة. اول حاجة. اشان نشخص المواضي. اه طيب. الكلام ده جابه شنو? نمسك رقع 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 جقرا فيه. يمكن الناس الوحيدين الما عندهم الكلام ده. عندهم لكن انا ما ببرر انهم بصيب شوية كده. ناس جبال النبو والنيل الازرق. فيه لكن بصيب كده. ما كثير. في دارفور قسمتهم الحركات بعد الضرق. قسمتهم الحركات. قسمتهم الحركات خطبتهم. ما دقيقة لاحظة. الله يديك الصبر شوية. نشخص المواضي والعزمة. قسمتهم الحركات. القبائل الموجودة هناك. الكراهية متين. متين جاعة الكراهية. جابهوا الكيد. بعد جندهم وسهلان. وهميتين. وخلقوا الصراع. لكن نحن ذات يتقسمنا كده كيامات كيامات. دقسمونا الحركات المسلحة. لأنه نحن طير. لأنه نحن بحايم. لأنه نحن ما قادر نقوم. دا نقطة. وعي ذول عربي الساكم معنا هناك في دارفور بيقين ما نسخيه. على حسب الإجرام التمى من أهلهم. وما في ذول ناصرنا. التهيئة لكي ينتين ناصرطينه أكثر إنسانا. ويدقولك المضحكة تعالى رقبتك. دا نقطة. نمشي للرقعة الجغرافية في الشمال. الشمال دايما أخونا. الجعلية والشوائقة. مش كل القبيلة. جزء من الجعلية. جزء من الشوائقة. هم اللي السيطرة في السلطة على خيارة تاريخ الليلة. بكل الموارف. يعطون القروش في لندن في سويسرا في أمريكا في مصير وبيتاو. دخل الناس دا في. لكن تعالي. دا السبب الخلاق. إنه مرضو برضو ربط الموضوع بالأروبا. لكن الآن ناصر الجزيرة سوف تطبيقون ، الجزء من الشمالي. فكاننا جازقوا والنوبة هنا. 이게 مرضو بيكون. الجعلية والشركائر عليه في اللذ Marshallانات. وي دا المبيهون العدر من خلال البعط.ology العود. سه disgraceين أيضاot في الكلمة. متين راجوة. ونتين top 320 رجوة. جزء منه مش كله. متين. foi ل built pastoring هستج throw aside في كل واحدة طبقة وصف الزين كلمة دا 100 يجعلون. ماتين. وهو الرجوة ماتين. وغيرون كليين كده ميتين. لو مالك يدان ينتحوا. وهي ميتين ينتحوا. ورؤى سعر حركات المسلحة دير ينتحوا. ماتوا عديد. الله قلتصهم يلواطة. ما ينتهي. وبعد ذاته. في الدواخل ده. انا ذاتي على رأسهم. انا لازم انا اتجدانك احمد ده. لو طيب ولا عفل. انا لازم اموت. انا لازم اموت. لان الحكومات الدول الشعيفة. اللي قاتل في اوروبا في انايلين. الدول دي. الناس اللي كانوا هم الاعربة في البلد دي ماتوا. حسي المباني بتاع فرنسا وعلمانيا وبريطانيا ده. الناس اللي بنوا ماتوا. لعن نعيزوا الحضرة الحربي ده ما نعفل. ده واي همفة. ده إلا يفوت. طفله وطفل طفله. بيكون مسطر في التاريخ قاعد. زي بتاع فرون. قاعد. لعنكي شنو. الناس اللي لا يمشوا. يعني بعد عشرة بعد خمسين سنة بعد ستين سنة. ما هو. ما هو. ما هو. ما ده الشغل الجاب الغلم في غروب الناس. حسي عبنا الشمال الخمون بالخلق لقوا شنو. جزو منه اللي بشنو. ما لقوا شنو. ما لقوا شنو. ما لقوا شنو. احمد انا دار سألق سؤال. انا دار سألق سؤال. طيب هسي حاليا اذا حصل طراع بين حمدتي بمسهلات. موقع الحرب حيكون في الغرب عندنا ولا في الشمال. اولا. الرقعة. او حرثت عن خرطوم اللي بيحدده. ولا في الخرطوم لا لا. شوف الرقعة الجوحر في الأكبر اللي بيحددوه. وطبعا يمكن هم الناس القاديمة من في ليبيا اكيد بجو بي فوق. فوق دا بعد دا كتا حدد بالخرطوم. خسو بعمدرمان ولا بوين ولا بجيلة ولا بيتاع. لانه حمدتي موجود قاس و الخرطوم. وموساهي لان لازم يذوق حمدتي في الخرطوم اشان يطلو المعركة تقون دوا الخرطوم. الحركات المسنح والجيش وموسى هلال وحميتي يندقوا جوا الخطو يندقوا في دارفور يندقوا في جبل مرة يندقوا في جبل موم ما في حالة الناس كلها جهة الحركات سيكون موقفة مع حميتي ولا محايدين ولا مع موسى هلال بجعوبك بعدين خلي انتصار نديه لكي تاني عشان وصلت للمجابة سؤالك ده خلينا نرجع لأورا شوية نرجع لكي نتقل عدم الكفاف بالزودان الأسباب لتخلي جبال النوبة يكونوا مترابطين جبال النوبة الداخل الجبال مترابطين مغردون لبعضهم أما اللي توزعوا في الغالين براء أو اللي توزعوا خارج الجبال في بعضهم منهم متواصلين مع هل وفي بعضهم منهم ما انهم شغلة بالآخرين ده اللي جاموا نسوا أهاليهم ونسوا مبادئهم وثقافاتهم وخلاصهم يعني نطوع على انهم ناس خارطهم وناس ثقافاتهم وكده طيب البخار للأسباب إنه كل إنسان أناني شنو بترجع اللي أجدادنا أو لابهاتنا هنا جبال النوبة بعلموهم يعني في وسط جبال النوبة بعلموهم أنت لازم أنت أخوك بحامل اللي ودعمت أنت ودعمت عامل ودخالتك أنت لازم تكونوا حاجة واحدة يحاولوا دائماً بيعيشوا عيامة واسية ما بيقردوا وما بيقبلوا وقاموا على يديهم دي ما بيقردوا بيكون أحسن من الثاني نهاية مموعة الشيدة في جبال النوبة ما في إنسان بيكون شنو مغرور أو متكبر أو شايف نفسه أو مكلل شعن الآخرين يع ده مبدأ جميل جداً ودي عقليات تربيتهم حلو جداً تعالنا مسكينا ناس دارفور ناس دارفور هنا عددنا الزمان علموهم الحام يعني الواحد نما يلقى زول في الطرف الثاني بتع تربيه هنا بدأ المعبو يقول لهم مش أخد حقك أو ما تتنازل يقول لهم خليه خليلي يا الله خليه كان ضربك زرته ما تربيه كان نبزه ما تقول له خلاص إن زرعت فيه إن الواحد ما يدافع عن نفسه وما يدافع عن يعني عينك لأخوه بيتضرب بيتسوى بالنهان الدليل بيعين مهسي حالياً أقول للمستعربين إنما ما نمشى حارجوا غرية الناس دي ما بيكون لازلين من السماء فوق بيجي من غرية لغرية إنت لو أصلاً بالتفكين قابوا لا إسم والغرية المقصودة والغرية الجبالة كان ممكن استعظم استعظموا صحي الكلام ده في لما رجعنا شنو عوضهم على إنه وربهم على إنه خلي حاجة بعدين بيتلديوها من غيامة تجابة اللي أنا والزلة والضرب وأتمنى الواحد يدافع عن نفسه ويحمي أخوه ويحمي أدعمه ويحمي الحاجة دي هنا بيجي تشنو الشغلة بيجي تشنو في بعض حتى في كبائل في بعض كبيلة واحدة في بعض ومام التفكين في بعض إلا والله في البيت الواحد أخوك أنا وأخويا أنا وأدعمني وأنا وأدعمني على الغريب دل ما أشنبه تعال نمسك الشمالين الشمالين هنا لو جوا يساعدوك ويعمل لك حاجة ما بيعمل لك لو أشي الله رغم إنه حرموا على يبطنك وكفوا ماكينة مية في الداخل شنو بيخدونا بيقول لك عشان بعدين أنا بلقاك ما بيقول أنا بأخدمك حصل ليه حاجة بل ده واقف معي أنت طالما خطيت النية دي معنات إنت عملتها باشنو بالمغابل فده الربكة دي كلها ونرجع لعدادنا الزمان واضحاتنا الزمان ما علمونا الترابط ما علمونا الوطنية الحقيقية ما علمونا الخافة على قردنا وعلى وطننا أنا الماسي جيلة لكم نتعرفين إنه وطن غيرت الوطن وبنحب الوطن لكنت أنا مساعدتنا الزمان ما عندنا الكلام ده تمام ما عندنا الشرق باش يجاب الخلاف وده يجاب الهد بعد يقول لك تعرفت يا أخوة نضي فرص نضي فرص طيب أنت سعدني على الحركات المسلع بوقفها شنو صرع صح؟ أيضا أوكي أنت ما شفت الختاب بتعطي مني كده أنت حسي براك كده بوجهة نظرك كده مني هو بكون تعطي مني وجبرين وطير حجر وخميس دكير والله ياسي عادة الهندة دي شايفه قاعدة برد المديدة لكن ما عارفه شايد على وين بالضبط كده لا ما عارفه ياسي داير داير قول أطلع مني بجملة مفيدة ما فيهنده ما هو اللي تفعل بتاع الجوبة داك يتلغى والمجلس العسكري قال لكباشي يمشي وقف المصفوف الجديدة في الجوبة إذا معناته مني تتابع للمجلس العسكري لكن ما دير خراء بين حميدتي وبين العسكر يعني أنت لما تجد كل موسهلات معناته العسكر معناته العسكر هم الدعمين للموسهلات أنا ما قلت لك لا تقول لي درع الشمال ولا تقول لي خالد الصوارمي ولا تقول لي موسهلات على التلاتة قصبر بالله لو هم ضد حميدتي وضد المرحان ضد المؤسسة ودري حذبهم إنهم فضلوا يتصاموا قتلوا سواء قصة من بالله يدقوهم اللي نبقى البقرة الناس الشرفاء هم الناس الشرفاء هم الناس الذين في الغيادة العامة ضربهم ليه ضربهم لأنه ضدهم دري غيروا عديل الوضع دري غيروا جملة التفصيلة إذا عيزوا القاعد هناك إلا لو في سلسلة تالجبال البحر الأحمر ما عليش معارضة كده يزور بتاع أنهم ممكن ممكن في حدود إيرتريا هناك بيغادي يمقسل وممكن يكون عندهم علاقات هناك في أسوبية أو إيرتريا يخشوا بيغادي ما عليش لكن هم قاعدين في النص وفي بقاس بيوت وبشر شراحهم زياد قاعدين في الحفلة والدولة خلتهم كذلك يبقى الكلام دحوله داركور أنهنا ما عندنا الشراح لماذا قاعدين نمرقوا بره زيش يمالي ما يبردمون على الليلة قبال بره إلا قاعدين نخط جواب بيوت يوم واتكثبت بنحمي بيونا في السن ما بنقدر نمرقوا حتى الهركات المسلحة ده ما يقدر نمرقوا سلاهم ده إلا بعد يعمل الاتفاقية وش يوم ما عندنا هماية ما عندنا هماية إذن أي ذول ما يجي يقول لي دراع الشمال ده نظيف خالي بره من المرحان ولا من الضباط وهنا هنا ذكر نقطة مهمة جدا إنه فيه خلاف لكن الخلاف ده دايما وابدا هو يتعالج لكن الموضوع هسي ده أول حاجة الدول اللي قال في الخرطوم ما تجري ده نصيح ده نصيح خرطوم اشتروا الدخم واشتروا العيش اللي أخبطوا ده واحد ما عندنا أي سلاح لا ده ملوئ إذا كذلك قد أخدت لي إذا أحل لك ما عندنا سلاح شفتوا إنت طيب ده واحد المعركة الناس في الخرطوم اشتروا الدخم واشتروا العيش لأنه إنت لو أنت بلت دخم ده بتاكله وبيصبرك لأن السوق بكون مكفول والمعركة ما فهدت ثلاثة يوم يوم الأول يوم الثالث يوم الثالث بدأت تطرق ما تخاف الناس يوجد بيقابلوا في بيتلقاش إنت إنت بون أخر الطلقة بتاع الكراش ومجم ثلاثة وما بيجده والرشاية 40 ما بيجده وتعملوا شفتها الشوالات بتاع التراب تملو وتقبوه الطلقة بتخطط جوا بتنتهي اشترو شوال وتلقيش دار دمو شنو يعني المعركة المعركة بدأت 84 أكعد من المعركة بتاع السلاح لأن المعركة بدأت 84 كان معركة بتاع الجو نحن هضرناه 84 سنة الجفاف الرئيس آنذاك كان اسمه ريقان جاب لنا إيش ريقان المقودة الغلاطة ما في زلما أكله درشناه لك شفت الحمير ذات ما بيأكله زيادة والله أنا كنت تغير لكن كناو طيب دواعي أخواننا الفاتو نريد جند مع الجيش ولا مع حميدتي ولا مع سبتطين دين عليكم لو هضروا 84 80 حسي شبابا حسي دين الوهضر 84 80 كان بضبروا قصر من بالله أمي بتشد البليلة بنفطه ومن الغدى والعشب يشدوا لنا حجار أسالي والكلام هذا حتى يشدوا الحجار كده لكن الكل ما بالحق المطر وقفت في سودان سنتين ولا ترد حصلت مجاعة عارمة البحايم مات الناس واحدين ممشوا بيجيبوا الجلد الجلد بتاعت بحيمة ميت فطيصة مهلا تجاعد صاحبهم بيخطوه في الموهي يتبلو بيخطوه بكرشو حتى ما أعرف وليت قال لأنه والله وظروفية تابان ونحن جعانين عشان 18 مليون ولا عشان مريار ولا الزفتطين تمشي يجندوكم وتقونوا عطب نار لا عليكم يشوفوا الناس اللي ممجد الله يجيب 84 ثاني عشان تشوفوا الوجع كيف وانحنا كنا يتحمل والله العظيم والموضوع ده كله سياسة سياسة في غار الناس عشان يحتاجوا واليحتاجوا للقروش ما يلقوا إلا بل تجنيد والدخول في الجيشة أنا طرف 84 ما في قدرة ما في بصر ما في زيت هرى عربة ما في حاجة في السودان المطر وقف المطر وقف إلا الأمريكاني اللي حقونا بأيش مجد حسي الحياة فيه العكين قانية برضو زول بياكل كم بأيش نظر الناس تصبر وتحارب ده مرق الوسر لا 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 أنا شمالي دير أقيف ما دولي أدول هوا عليها طلاق هرمنا دولي ده بأقيف ما دولي دقيت ما دولي كنت أجتبك الجنوب الناش كلها تتمين في قتلة واحدة قتلة واحدة الناس ما بيتجمو وإنه ما نتمين في قتلة واحدة ولا في بيت واحدة كلنا لما ضد أدونا بس ضد أدونا إذن خليننا قبوعة أربعة كمان كمان لكن أي قوم يكون ضد الأدو أدونا منه أدونا الأول والأخير هما الكزان أدونا الأول والأخير هما الأحزاب دل أعدانا بعد داخل الحركات الفاتحة انبطحها حميلتي كده معهم بقفهم كده عرفت كلامين لكن دل لنا مساحة أبنى الشمال السودان فيه مليارات الضرارات من أراضي شاسا واسا ومن مواشي ومن جلود ومن خيرات الدحق واليوراني والفضة وكده والرملة بالتدباع في اتحاد الأوروبي وبتاله ده كل الخيرات ده هم جون في اتحاد الأوروبي في أمريكا شافوا هنا الكلام ده ما موجود هنا في اتحاد الأوروبي ليه هم ما ديرين التحول الديمقراطي وما ديرين المشاركة ده من مصلحاتهم من مصلحاتهم والله أنا كنت قاعد في برسودان آخر نقطة عشان نديكم فرصة أنا كنت قاعد في برسودان برسودان ده والله لو جيت المطعم الزبع والله لو أكلت لك سمك ولا دجاج ولا حاجة تفرخ طاهر إيه الزمن رجاء أنا كنت قاعد في برسودان الضبط برسودان يزربوا لك تاحير إيه لأ صاهر مساء النفايات بتتشار الكهرباء بيكون مية مية الطرق بيكون سمحة إنت لأي تقف أنا والله لو أبوي ضد النظم مفروض يقتل أبوي وأمي عشان الشعب السوداني ده إيش بيه القليلة ما به المشكلة إنسي ما ده أموران والله جاء الحديثة لو جيت في إتحاد العرب هنا أمور بسطة الطرق الكهرب الموية الناس مرتهين موضوع بالأكل ده يتخو منه يعني ده مبروغ منه الناس في الرفاهيات بتاع ليه العكيف ولا قبيلتي ولا قياني ولا أنا عربي ولا بيتي ولا أنا زرقاء ولا زفتطين عشان مسالح أنا في الله يبدأ والله يدوك أحلي وقسم الله يطلق وضرد الإزارة الأحلية ما أروف أنا شريك الله يستغل عليك ترك ميري ترك ميري بتاع سيوم يا بابا ترك ده وقسم يا أنا في الشريك الله يرضى عليكم إنتوا هاسي جاءانين ومشالحاتين وقاعدين في الكيوك أنا مشاهد برصدان مشاهد برصدان وكتانائيك ودبالاويت ومشاهد الموهي اللي تجيكم بالجاش حتى تستعمو ما يتلقى وهالكم طارق تجروا الموهي بالحبل ياخي ما طارق ده مرض تطلقها ذاته فهي خوص هالكم مالو فهي فارق ساك فضل شعب السوداني شعب السوداني إنه بساك مع أي شيء مع أي حاجة هو بساك قالينا الشعب ده كله ما طم على اللغة طم الرأسه وحاول هو براه يمتج بلده أو يحافظ على بلده يحافظ لكن كل فريقه شما مستمين برهان مستمين كباسي مستمين حميتي مستمين منناوي مستمين تاكي ضربه وده بيليم في قوات وده بنجلد وده بيشتري وده بيسوي بس ده يعني إنتو شعبي في النهاية البلد حددتكم إنتو دايه كلهم ملقاتوا دايه كلهم مجرمين دايه كلهم مطالبين في حبل المشنجة يبقوا إنتو حرسين شنو خلاص همفترض كشمالين مفترض كل الناس اللي قاعدين بره كشمالين يقعوا عليهم المتشردين اللي قاعدين البسطاء اللي ما لاجهين حاجة ما ينظروا للحكومة بني لهم مدرسة ولا يستنوا الحكومة بتعلان بوالدك ولا يستنوا الحكومة جيب لهم طرق القاعدين بره اللي يقعون الملايين القاعدين بره يكتر من الناس القاعدين في السودان لو كان أي واحد مثلا ناس الشمال كشمالية كغرقعة شمالية كل الشمالين اللي قاعدين بره يتبقوا إن كل الشمالية يتبقوا على حاجة واحدة تتبني المدارسة القخمة تتبري الشوارع تتبني ويشوفوا يكون عندهم منظمة خاصة من الناس اللي قاعدين بره كل شهر خليك من جميع لجميع بس لو بيدفع نيس جميع اللي اللي قاعدين بره كرقعة الشمالية يعملوا مستشفريات ويساعدوا المرضى ويساعدوا كده بكون شنو ما حتاجوا لحكومة فارغة نخلل الحكومة هي اللي قاعدين بقوصهم ويجي يصيروا للطريقة ويجي يشحون الشهد عشان يصوطونه بنفس الطريقة دي رقعة التار فارغة ما فرض تكون كده الرقعة الجنوب تكون كده يعني كله كرقعة الناس 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 اللي قاعدين بره توفر الاشياء دي ولكن احنا نخلي الخباسة لمنون ونخلي الطمع والبسع لمنون طب الناس من العتصانة يوم وفينا سمشهورين ورغم انهم قاعدين بره اكروا اموال النس المساكين قاعدين دي بتاني احنا نعطيه بطميرنا طول ما نحنا بالوساخة دي والله ما حنامش لكتاو وطول ما نحنا بسوقونا زي الغنم المسؤولين طالي يجي اشترون بباكات عشان يبقى عسكري وطالي يجي اشترون بباكات عشان يبقى اللي حزب وطالي عشان عشان يبقى الابارة الاهلية ما حنمش لغتام طول حياة تشترون حجارة من المصري وتبقى انتصار انتصار نشكركم عشان ندخل تعمل اوكي تمام شكرا شكرا وفضل تكمل قول كلامك تصار انا كان بقول الله انه شفت من 56 لو كان لو كان الحكومات بالمناسبة الشعب السوداني ده شعبي بسيط جدا عمره ما كان شعبي نهم عنده النزع بتاعت انه اي نزع بتاعت السلطة دي السلطوية دي لو كان بس السلطة دي لو كان اصلا الشمال من زمن اشتروا من الانجليز لو كان هم يستروا وهم كده يتمكنوا في السلطة وكان ما عمل السياسات بتاعت افغار للاغالم واقصاء للاغالم وعدم تنمية للاغالم والله هيكون هم في السلطة والشعب السوداني كان مرتاح وما في بаться لدي في السلطة زي السعودية السعوديين دي السعودية لي خلي حكمين حاكمين السعودية صح او الله ما صح? لكن مريحين شعبهم. هم حاكمين الشعب السعوداني ده كان كده لكن السبب كله انه السياسات. السياسات انه تدمير تدمير الغاليم وتحريب تحريب تحريب. مكون ضد مكون. وسياسات وشغل الوصخان ده ده الشي اللي السعودان يعني بيجد. لو كان هم اصلا لو كان كده بس يعني هم لو كان السلطة دي. السلطة دي الاداروها بحكمة اداروها بحكمة كان كان ده مدلهم الله يجد. تمام. يلا انا قلت لك جبالك ما نرجع ليه ورا. لهم رجعنا لي ورا. قلنا اباهاتنا اتدادنا علمونا. ربونا على العنصرية. تمام? ربونا على العنصرية وربونا على الانانية. ما نرجع على ورا. نحن افتح صباح الجديد اللي كده. اذا نحن قلنا عصلا رجعنا ليه. طيب اللايف حجموه ايما. اللايف اتحجم. اللايف اتحجم. الناس اللي قالوا ديرين فرصة مع انتصار ممكن يقدموا لي دعوة. جزء من ابناء الشمال الناس الجبال في اللايف اللي قالوا ديرين دعوة. اللايف انحجم. الزمن ذاته ساركنا. الساعة تسعة ونص. باقي لنا النص صاعة. بكرة اطلع. اوكي. طبق دقيقة لحظة. اللايف كده شغال يا جماعة. واملنا غربو مئة نفر. تحياتنا. اي زون دير الفرصة مع انتصار. عشان بعدين ما يقول لي. انا ممكن كان ما انا. ما ارجع لله. ايبدأني. لكن عشان الناس ما يقولوا ان احنا ظلمتنا وما ادينا الفرصة. نناقش مع انتصار. فلو ما في زون مقدم دعوة جزء من ابناء الشمال. عشان دري نناقش الانتصار. اه ممكن انا امسح اللايف دعو. اللايف الفرق. انا ممكن امسح. ولو فوق نقاش انا ممكن اخليه في الصفحة. عملنا 550. ماشي قويس. ماشي قويس. ماشي قويس اي لكن الناس دارين دارين فرصة ما ينتصار. الناس دارين فرصة ما ينتصار قد مدعوة. اوكي. تمام. اي انت بي لاي. مباشي. که انا كاؤلاث مراحل. احنا في النهاية البندل دلدنا بكلمة يعني اي احنا كشعب وكأينا كأولاد نباينين خيديهم اللي حيكول ورانا. ان احنا مانا قولت نركز مع الراس. دير ناس في بعضهم. معاوا التسجيل ناس في بعضهم دارين الكرسي وناس في بعضهم بيقفوا في بعضهم وغفوا نرد كيتهم بنعرف. هنحن كشعب خلينا نحافظ على بلدنا. كيف نحافظ على بلدنا? اول حالة الشي اللي بيخلي ان السودان دي توشل الجدار. الشي اللي بيخلي انه الدول ما تتخلقينه ان احن ما نخلي مواجهنا بيتطلع بره. والناس اللي بره. الناس اللي بره. بل خاصة الناس اللي جاعدين في الكندا وامريكا ده الناس اللي الزمان يكون محاضرين. الناس اللي الزمان يكون احسن من اوروبا. والله يا اخي انا دار الناس اللي بيكون مغاطع. البلد. حس في في المانيا او في فرنسا. اه خير الضرائب. في زول بيدفع حاجة عشان يعمل بونا تحتية. ما الضرائب الضرائب. الضرائب. الزور الشغال. لحظة. يعني الناس اللي بره. يعني الناس اللي بره. لكن شليل. مازي من الناس اللي بره. بخليك حور تشتغل زي ما انت عايز. لا. لان اووبا انت تشتغل برمزاجه. بس. رغم انك وتشتغل بس ساعات وفي الميجال انت دايده لكن برضو برمزاجه وطرائبه. ما بتخليه لك حاجة. صراحة يعني. ايه لكن لو دير تفتح. مثلا دير تفتح عاجة خاصة. بتفتح وتدفع ضريبة. تشتري الدكار اللي انت دير تشتريه مسلا. فتفتح قهوة. تفتح اه مطعم. تفتح اه مواتة ومينية. تفتح ايشي. لكن دا دير بيزنس. ودير وكل. ودير شغل. ودير تنتيق. ايه لكن ايه نحن ما محتاجين. ايه نحن ما محتاجين. يعني اه المرهان قل لدي ودي الدحبة دير ودي لدي مصر. يا جماعة لو بينا الرمل بس. لو بينا الجلود بس. لو بينا اللبن بس. لا ما محتاج. انحن والله ما. والله اه انتظام احنا مش نحن. ما محتاج. ما محتاج. الربونة التحتية ما محتاجين محتاجين الفكرة محتاجين الفكرة محتاجين المعزيمة ان نقدر نتحدى بها اي تاجر حرامي ولا اي دولة تتبقى في بلدنا محتاجين العجلية ان تقدر تستيطر على مواردنا المطقى الليها بطلع بره وإلا دي مزادنا رواندا رواندا هاسما ما فيه فساد تمام؟ ما فيه فساد رواندا اتحسمت كيف؟ اندربوا فرنسا اسالي اي فرنسي اسالي اي فرنسي واسعني فيه بلدك القعدة فيه عن فرنسا فرنسا اقولوا بيلي اقولوا قصطير اندقوا خمسة مرات خمسة طورات ايوه انت شوف اي ارصاب بتاع الحلول ما بحي المشكلة لانه فيه ناس عاملين متعريس المتعريس ده الفجار اللي راسمنا في الشارع لا يمكن العربية ده يتمط فإلا تزيح الحجار ده والحجار ده دير شغل 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 جدا عشان تزيله وعشان تزيل ده فيه جزء من الناس مقاعدين وحارسين المتعريس ده وبموتوا معاك في المتعريس ده ولما يموت ولا ينجرح ما بيعرفوا ذاته مات ليش يعني الليلة الليلة جزء من عمنا الشمال بيقولوا ان السلطة ده ما تمشي مننا وهو في نفس الله سهل ومشهد بيته هو ذاته جعان لا قادر يشتريه حسير رمضان جاي والله ما يأكل زي الناس الزون المتشدد ومتمسجده فيه زون فيه دارتور واقف مع عبد الواحد أول حاجة بانطلونه مشروط وبيته مشلحة وفي رمضان ذاته مويته مسيغة ويترشب الموية يا الله عميل حتى الرمضان ده يا الله عميل ممكن يفقه ذاته يعانه قرنب يموت تمام؟ وفي نفس اللحظة عبد الواحد ذاته تلقى ما سعيد ذاته ناعم سيكون تجيه سميله وباكل شعوره ما لما نتخنط بالله الزون ده ما يكون ذاته البليش وذور غريش كم الموافذة فتن المهور نتخنط فتن يتخنط حتى لما نتخنط ممع اساسي اللحن الانتخنت بيهة دارتور وهم ما اعتقرين دارتور تستغر له لانه هم تعتين وعاكلوا لانه تتخنطوا يستغرت وهم ما انضمش فحي ما هو حش اعتقبتوا تستموا وانه تتكلم عن دارتور ولا جابوا وخبر الناس المناطق اللي تحرقوها هذا من ناو بمشي بيعمل حفل التطريم لنقل الصحافية وبيتبرع في كاس العالم خرفان وما عاد طيب انت عندك ناس في معسكرات انت قولي جيبتها من ما كله من عربة المساكين اللي قاعدين في المعسكرات داي يانا هنا داي هما ما دارين يحلوا قدير ما دي الأنانية المتدمر السودان دي الأنانية فعشان كده قبل اليوم انا قلت قصه شفت السودان دي اي زول فوق للخمسة واربعين سنة مفترض ما يدو فرصة يتنفذ في السودان اصلا ولا يخلوه يتدقل في اي موضوع سياسي رفت اخير انا ساعد قلت الناس تعمل عزيمة الناس البر تدعم تدعم في شنو الليل يا يا احمد السودان دي له دائرة تبشي لكتام والسودان دي له دائرة تحسن علاقاتها مع الدول والله بس مواردنا دي ما تطلع بره ما تطلع بره شو تطلع شفت السعودية مستغيبة جنوده لحوم مصر ما خلص شفت اللي انا الصعب اللي المصر غاشلو دال انحن عندنا البطاطس الاراضي كلها تبنى وما عندنا ما نزرع فيه فكرنا نزرع في السودان نودي مزارية سعيدة ومشي اجرع البطاطس في السودان مو صوت انتصار ما واضح صوت انتصار ما واضح 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 طيب واضح طيب طيب الناس اللي قالوا داري رجوا قبيل اجماعة معهوم انحنا وصلنا لخواطم اللايف وانا لو ما في مشاركة تحياتنا والله انا احسي تميت قبل تميت بيت الساعة تمانية تسعة ساعتين اللي قريبتي احمد كسرنا اه قبل ستة في نقطة ذكرتها ومرض على سريع كده لانك التامس كنت منفعل شديد اللي هي انه الجيش طلع من دارفور احمد المقطة ذكرتها وسلم وسلم الامن للحركات المقطة ذكرتها الناس يستفيد من الموضوع تضغط على الحركات على انها تفرد الامن والناس ترجع لحتة ذا يعني هم ما اخدهم اهلهم في الحتة دي سانا اخدمهم متان يعني هم هم انت والله قاعد تشكر لير را كبير الخريف انت اه انت انت قاعد تشكر لير را شوف الزور اه الزور الما عنده خير لأهل ما عنده خير للناس فا فا الامه عريانا ما بكسي مرض عبوه والناس تضغطوها احمد كسر ما تضغطوها نكمل الخريفة الليل من بشايرو بينا الخريف ظاهر من شواجيرو الزور الما عنده خدا عليك الله ما يعني ما مني ده قبل اليوم مش خزاة ذاته خلى الناس لو انا ذول انت يدرر لاتموك قاعد مع مني مش ده يقول مني ذاته ولا واحد بجبعه ولا عقوه مش ده خزاة جلق البشير باعت قتل الناس بالطيرانه ده قامه وشاردهم خلى الناس في الماسكراته جاعد يقصر ضحر البشير ويعمل لهم مقامتات في كوريانه ولا دمامه يعني بالله عليك يعني ما هو ده ايش انا ما عارف ده انا والله بل الضغط بجيبه ازاي يعني انت لو ضغطهم كلكم كده وكل كل الموسطة كل الموسطة ضغطهم وعر وعرعتهم جدام الناس هيضطروا هيضطروا طبعا مع الضغط يلا اسمعني يا اخي الفضيل وليحنا قاعدين نقول الحقان ده كلهم كلهم زبالة كلهم وليحنا ما نستنعهم وما نرجى منهم لو اخضر كين ناس قاعدين فوق بيلوموا في بيلوموا في ميليشيات وبيلوموا في قوات ناس بيتحاولوا بعض في مصالحهم الخاصة وليحنا اللي نستمع لهم لنرجى منهم جهاز عندك مثلا اضرب لك مثل في المظاورات قلت انعثروا تضرب السعير والمسكنة في انه اصحاب الشهيد يمشوا بيفتحوا ببلاعك يعني انت بس انا ما قادرتها ما دي انت هو الغانون المحتمد عليهم يبنى القديمة مان يكتن انت كنش تفتع بلاغ على ايها اساس يا جماعة ازول ازول مدقيق انتصار عشان الصوتك ما هو واضح ازول المعيش والله انا صوت واضح ولا ما هو واضح صوت واضح صوت واضح انا ساني واضح بلغط شل هو واضح ما ذا يحال ليه ناس لا 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 ما عارف ما عارف هنا كنش بكتن معارف لكن هناك شعب كدة كشربات كدخطان من الجامعات. كان أطبّة، كان أسازة، كان دارسين غانون، كان اقتصاد، كان إعلام، كان أي حاجة. مش لكيشباء كيفة بس؟ هم بس بحي السودان دانما نجيفهم يتبقوا مع بعضهم. يتبطوا الجهوية والعنصرية ويتبقوا هم اللي في اللي بلد. لكن هم لسا قاعدين راجئين الناس اللي قاعدين الحقامة بسارع في بعضهم دان. إن شلو لن قضية يا هاي السودان منها لا استلام. زي ما قلت أنا، السود وحيدة بسدّة السودان الموارد ما تطلع برّه وما تتنازل يا أي دولة وما تقبل لا أي دولة دي دامة. السوداء ما يتوقف الترس دا على الشمار برّد. ويقف الشعب السوداني طوحة. فزا الحكومة. فزا الحكومة. هنحن نلقّس الموضوع دا كله في المتاريس. في متاريس متاريس غبلي، متاريس بتاع حكم، متاريس بتاع اهداف، متاريس بتاع عركات متسلّباتية، متاريس. فالمتاريز ده زي ما قاله بس أصلاً يعني انت شادي تضيف حل لك إذا أنا دائماً بضرب المسأل بيقرب المسائل عشان عباوتي في الركوبة تفهموا فلو انت شادي لك حل بتاع تقصيدة وقبالي وفور كبيري فيه ودقيك أنا متأكد لو ولاتي فيه وشفت شوحنا بتاع تقصدتاني ما حينجر أنه خلاص ده إلا تكشحيه تقصيدة لحاجة جديدة فالكلام اللي قلت تيدي وكله معلم المتاريز ده إن شاء الله ما في طريقة والمتاريز ده بيمشو ناس ما هو الجنوب ده عشان ينفصل باته يتنمي دي وان ما هو رواد ده عشان تقصد بلد معته برضه ما هسي هسي يا خلا يدينا أسوبيا عشان ده بتعمل السادة حقا ده أبي أحمد أدين اللي بيزبزة أسكرية أدين وخل البدن والكرفيتة وال ونزل في الأرض يعني جيش بتعطيك وانت قرد وفرش العاصر لكن علينا ما رجعه فيه محله محل جه ومتل البلد لأنه الجيش التمرد بتاع تيقري ده كان دائمين لهم المصريين حكومة المصرية فدعمين لهم عشان شفتها ودعمين بري شنقون عشان السادة ما يقوم السادة قام المليئة الأول والتالي وده من مصلحة سنة كسودانين لأنه السادة لمن يكون مليئا بدون الكهرباء ده واحد اثنين الموية تكون شغالة 24 سالين لنزرع طيبه خريف والطمي ذات والطمي ذات بجينا بريك في محلنا في سودان ومورنا بكون طيبة ما سمعتهم كعب مع مصر أنه نشيل 33 أسوبيا 33 مصر 33 كان بتجيب من أسوبيا المهمية في الميل أنه نشيل 33 ومصر بتجيل كم سبيل خليتهم والصور كل زهالتا ياخد حقه مصر ما حتخلينا مصر يا كسلة ما حتخلينا ما في رأسي حاليا حاليا ما عنده حل إلا يعني تعقل تشرف من السودان آي يلا ما حيقلونا ما حيقلونا ما حيقلونا كيف فرصة لازمتقال لنا جديد مرحب بك أنا ما عندي داعة بس أنا قد بشاير لك أنت دفتنبك جداً بس أنا قد بشاير بس أنت قلت الصوت مع وادة حشان جداً جداً لا أنا قلت لك صوت واحدة جداً كتب بانك وأنت عددين داعة تماماً تماماً ريت ندي داعة بس في ذلك الكتب 500 داعة بس دقة واحدة خليني يجيبوا ربما يمكن طبعاً في ناس كتير ديرين يردوا لبعض النقاف ونديم فرصة ببعض نديم فرصة عشر اللي وجانزة السيولي السلام عليكم السلام عليكم مرحب بيك يا مرحب بيك والله يا كزلا بي حضرت جلالك يطيب الجلوس نديك الصح والعام إن شاء الله ما فهمتك ما فهمتك بي حضرت جلالك يطيب الجلوس أنا أدي أنا أنا جيتها كده والله جماعة بس جيتها لقيتها اللايف والله يا خشيت والله العظيم ما استابعتكوا ذاتة بتتكلم عن شنو ذاتة يعني الصراحة والله ونتكلم ديرين نشير القصايات دي ونتدق المتاريز دي شد للأحزاب لحيميتي لعوضاء موسى هلال قاد دير يفجق حيميتي عشان يرجع في محله الأول نخش لنا من هنا تنليب لنا من موسى هلال دير يفجق حيميتي إذا انت رأيك شنو؟ أنا غا حيه هلال وحيه حيميتي وحيهم كلهم والله بصراحة ديرين ندقوا بقى بل تعييب داك ديرين ندقوا بقى يا رايك شنو ديرين ندقوا بقى ده القال الكلام ده منه ديرين ندقوا بقى ديرين ندقوا بقى ديرين ندقوا بقى انتزارة بانتزارة لا 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 والله العظيم لا لا خليك خليك معا بزول عليك يا أخي دقيقة أنا من الوقانية دقيقة أقوت أول قال لك أقوت على حين دقيقة انتزار الله يرضى عليك أول حاجة أقوت أنا قلت بيهل انت ما مفهمتك انت ما سوداني؟ ما سوداني شكوه كون شنو يعني؟ طيب الكلمة دي ما جاتك؟ بحضرة جلالك يطيب الجلوس مهزب أمامك يكون الكلام أيوة يا الله دقيقة أول حاجة أقوت اتنين اختر من التهديد هنا خليك انتك عدد مع المرأة بالتهديد لأن المرأة أمنا واختنا وخالتنا وحبوبتنا اختر من المرأة دقيقة كل المرأة على راستها لكن مش بزيها يعني زي دي المدولة دي المنزلة اللي ما عندها كرامة لها والله هناك كرامة وهنا الشرف وهنا الإنسان دقيقة ده انت لو اللي جيتها جدامك وقولها لكن في اللايف ده اتكلم معه بالمنطق وقول لا يا أخي انت واحد اثنين ثلاثة وتسكت وهي ترو وهي تسكت وهي تسكت وهي تسكت وهي تفضل أساء الله انت سهر الله السلام علي عليكم السلام بكله أدب لك والله يا مرأة حسيحة كيفك تمام اه كيف اخبارك تمام تمام عليش ممكن تقوم تقعد عليش اقعد شايفاك قال ليك اقعد اقعد يا انت سارة انا ما فيه سؤال بأمرني بكون اقعد انا بتكلم يعني في النهاية بلفد باللسان حتى لو قعت ولا راقد ولا انا قاعد يا حسنا انا دقيقة انا ما سمعك كويس انت لما انتقل تمسك التلفون كويس بسمعك انا عايز اسمعك انا داع راقد ولا قاعد لكن لما تقل راقد انا ما بسمعك كويس احتراما للمشاهدين احتراما للمشاهدين ما مثلا امرو كل كده لكن الاحترام يعني الاحترام اهم حاجة يا امتصال اول حاجة اول حاجة انا رد لك يشوفي انا والله انا واحدة من الناس بتعة للسلمية بتعة للوحدة بتعة كالسودانيين يعني عمرها العنصرية ما قدمت ناس الناس اللي الدولة نحضت بسلام ونحضت بكلمة واحدة ونحضت بتوحي الصفوف واحدة كتجمعنا اربطنا حبل ويقطعنا سيف كسودانيين حلو حلو السبب البالسيعي فوقها يعني البالسيعي فوقها يعني الجنجوي تفاعله متارك ومتا تكوني شنو في النهاية اذا الجنجويدي ما كنتي بتل عمد رمضان داجو ولا دامنو نحنا ما عارفين كسالة وعارفين حقا بتكوني شنو يعني اه دائري تمشي من الجنجويديا حتى لو ومتا مهما يكون الجنجويديا تمشي منو مين هلا انت انقطع منو ما بشي بوديك من الجنجويديا والله لو ما كنتي الجنجويديا هم راسك وهم قعرك وهم أصلك وهم فصلك دائري تروح منو مين يعني تمو تمو كملتك الأول ايه بستيعي للجنجويدي وودي الجنجويدي فوقوا وتوحدوا بتوحدوا ضد منو انا دارس عليه سؤالي كملت كلامك كملت كلامك اسكوطي خليت ارد تمام ردي انت اسي زعلان كده منفعل انا مختصرات كلامك ده كله في كلمة واحدة بس حسن لانا اديك مثل اسمك محمد تمام اسمك محمد قلت قلت يا أخي انا مدتك مثل مثل تمام وقلت يا أخي اب بكر ده ذون حرامي اب بكر ده ذون مجرم اب بكر ده استعيكا استيجين انت بتزعل لي انت محمد او اب بكر انا انا محمد انا محمد و اب بكر كل ما اللي بتقولهم لا لا دقيقة انت فهمت كلامه او او اوصل لك كلامه قال لك يا أخي مثلا اسمك محمد وهي بتطعن في عدد بكر يعني ما لك ما للنائم سنت بيطينة طيب عجينة ده كلامة فضل انتطار كمل هي مطعنت في شخص واحد يا أخي طعنت في قولت ما عندك البلطة انت ما قادر تتحمل موهية ابريتة صدري بالليبون موهية ابريتة عندك قالت كمل فضل يا انتصار كل حاجة الشيوار دائما خجأ دائما في في بتواصل الاجتماعي قصة الملايين بيحترار انت راجل وانا مرة في النهاية انت عندك اقول وانا يوجد اذا انا غلطانة عليك ولا انت غلطانة علي مثلا ينطى معينة انت قلت انا بنبس انا ما خاصة بنبس للنزول ولا برضو زول ينبسني لكن انا كلمت حاج بقولك انا كلمت حاج بقولك اللي هو اي شو ما هيكمل انا ما يجبتك كلام من راسي غير الان عشت ولا انا شوكت بعاني عندك وانت جويت انت اصف تحضر لايفات شفت الفيديوهات ها بقولوا انا نحنا جاندوهيد تتابعين ملتي وعرقنا الغرق واختسق وفي كثيرين بيجي وسميتها الرسائل الصوتية وفي ناس بيخشوا هنا في اللايف وناس اختططوا اختططوا بنات ناس بقول اختصرنا له بنختصد وفي ناس خشوا معي انا في الشوار بيقولوا لو قتلوا مننا واحد بنتل مننا مية انت بيربيك شي دا وانت ياسي بتقول انا انا زول بادينا التوحيد انت بادينا التوحيد كيف وانت راجت لي في غرفة في سرير وفي ناس المعسكرات ما لكن غرفة في سرير اقسم بالله اقسم بالله العظيم وفي ناس المشاكل دا من بداية الراسة من البداية الراسة المشاكل دا انتصار لان من بداية الراسة والله انا العيشة واقعيا ووقعيا على الواقع مو بكلام ولا بالعفاة على الواقع انا كنت البداية المشاكل دا والله العظيم من 2003 لي حدنا ايدا حلو والناس اذا اذا مثلا اشاكلتها مع أجول مافي زول بوجعني اذا انا اشاكلتها ايه ايه Bryanג مافي حاجة تاني بقول ليه بوجعني كان معا na fruits shakika كنت شاكلتوا مافي حاجة بقول ليه بوجعني ايه زول دايرا البنصرة مافي زول بيدة لكن انتي قاعدة سيعي لا طرف واحد قاعدة سيعي لا طرف واحد اذا كزله دا بالعالة امكن في النهاية برجع بقول لك انا بردم الحركات وبردم مستق female خلينا ميداء إنتي في زمتك يوم واحد قلت يا أنا بكونه والله العظيم ما مركز إلي فيه بس إلا الجنجويز سوه والجنجويز ده إنتي أصلك وفصلك والله كانت تردمهم عشرة ما عندك يمفر منهم نهائيا والله طيب الطرف الرجماتي ده ظالم والمظلوم ما عندك كرامة واخص الفيالة عندك كرامة لأحل ذلك الله يفكي ده ما يمشي يا جماعة الله يرضى عليك عميبنا أنا أسجل لكم زمن ولا كيف كل ذلك دقيقتين وأي ذلك ما يقاضى الثاني والكلام مرر طبعا لكن يتحمله طيب تكمل كلامك وفيه دقيقتين بس عشان تدي فورتو عقلون دقيقة يا خينا أنا فاعد قمت وقلت جاه واحد أنا ما برضى الليلة أولادها لي إنجروا والرجال جاهل يشيّلوا السلاح وصهمهم إنكم إنتوا عرب أحرار ودي العبيد ويدين بكاسي ويدعمهم بالقروش فيه ناس مساكين محتاجين ملادين ونجروا وراء ناس زي دين ويشوفوا نفسهم والكل في القلب ويحد ينتظر يقول لك أنا عربي طابعا للرسول يعني بس أنا بطلنا وبطل بقول الناس تخدت السلاح وما تنجروا وراء زون وما تكون عابد لهم زون شويلوا الجلم أجروا اتعلموا وأصبحوا نفسكم مع الناس ومشان زمانة هنر ما داع يدخلوا في مشاكل الناس وما داعي زون يقروا من أعضانه ومشان زمانك ما عندنا هنف التوني جديد بالنسرح بيباعيننا كنا طيبين ونجي معشين دولة دولة جبيلة جبيلة بترحاوبين ولكن دخل الشعطان في وسطنا وزرع في عدليتنا وهم عرب أحرار ودولة عابد لازم يموتوا طيب ليه؟ خلينا وكتخطينا خلينا الرعاة ودينا دالة نخش مع الناس ما خلينا نتعلم ما ندرس مدرسة ما نشينا الكلام ما نبقى مهندسين نبقى سازة نبقى معلمين نبقى هذا دي نقطة واحدة نقطة واحدة طيب انا خليتوا اتكلم كتير انا خليتوا اتكلم كتير ما انا داعي اتكلم بس دقيقة ما انا خليتوا اتكلم بس دقيقة نقطة واحدة اتكلم بس دقيقة طيب هو بيقول لك طلع 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 انا ما عارف كتير ربما انا اتكلم بس دقيقة اتكلم بس دقيقة اتكلم بس دقيقة انه قال احمد كذلك بردي من حركات مرة ومرة بردي من كده ومرة بتجيح شريك وغريب لكن انت بالتحديث هو زل ده ما شاف القادة تردي من الحركات وتردي من الكزامة ما شو ما لكن برضو الكلام من طلع هو مركز جايبت واحدة ها مركزوا في حاجة واحدة بس الحاجة اللي بتمسه هو بس الرفضة يومبول هوا شو ما هم مركزين انا بيكتهم لا هم مركزين انا بيكتهم ليه مركز معاهم فالخلص اللبظة 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 ليه انا ما اجيب معاهم بس مركزين في الهتة دي لكن ما مركزين اقعوا يعني شيء عام مثلا فتا كيف دايما بياخدوا السيء ما عرفت شو في في شيء انا ما اعرف يا احمد كسلة لكن الموضوع الموضوع الناس موسية المشكلة بتاع الدارفور دي الناس اس فيهم يعني ما فهمنا لحد دي الان المشكلة ما هي كويس انه الاغاليم سودان مظلومة كويس لا فيها تنمية لا فيها كده في حركات قامت في الطالب بالتنمية صح؟ صح والله ما صح؟ مشاركة في السلطة ايوة فالحكومة قالت ليهم ان احنا ما بنعترف فيكم اللي هم الكيزان قالت ليهم احنا ما بنعترف فيكم نجيبوا حقكم بالسلاح صح؟ الناس ماشت خلاص قلوا ليهم مدام انتوا اصلا يا اخي ما بتعترفوا بين انا شيء للسلاح بس سلاح دان احنا قدروا وانتوا سوداني يعني مثلا شنو؟ يعني مثلا يعني باهددوه يعني مثلا بيتهدد وبتاع كلنا معروف الشعب السوداني ده طبيعوا كلها واحدة الناس دي ماشت اختارت السلاح انتوا يا اخي انتوا 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 مدام انتوا ناس معان في الأغالم ما تجيبوا شنو؟ ما تبقوا متعريس للناس شنو؟ للناس المعاكم في المنطقة صح؟ هلو؟ تامعين؟ الناس ما تبقوا ما تبقوا شنو متعريس للناس معاكم في المنطقة الشبكة يا جماعة والله انا فزرت انتظار لكن بس الله غالب الزور رجعته الشبكة كانت تعبانا انت النقطة اللي انا دير اقولها انت مركز انه ما شفت انتظار اليوم ردمت الاحزاب وردمت الكيزان وردمت الحركات المسلح وقبل شوية في اللايف انت كنت معانا جلدت لي مني ده لما ما خلت لي صفقة يا رجل لكن انتظاري بالتحديد بتقول شنو؟ بتقول بتردمكن انتو ليه مسلاك يعني انا زي انا هاتس مجالسة بني يلدتي وردمت الخميس و والسلطان وبتاع الليل السلطان لو لقاني بدي نطلق انا ذاتي جبالة جدا فده نقطة النقطة الثانية انت قلت ياخي ليه بس انتصار تتحدث يعني تتكلم فوقكم انت بس طيب انا زي انا سألك سؤال جزء من احدك اجرموا ولا ما اجرموا والله يا كسلا ما بقولك ما اجرموا اجرموا بس نقطة واحدة النقطة اجرموا دير بس انتصار تتكلم فيه من حقها ولا ما من حقها ياخي من حقها اذا اعرف شنو؟ بس اربت عن الناس كلها في الميديا مش تتكلم بس العنصرية همرا ما بتتكلم ناس همرا 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 والله يا كسلا نحن اذا قعدنا والله احلف ليك اخصم بالله نحن اذا كان قعدنا بس نشتري سلاح ونحمل نفسه وقعدنا بالكلامة التي قعدنا في فوقا اخصم بليه والله مدد منه والله لمية والله في سودان ده ما رح يتقدم نهاية والله نتكاتر طيب واحدة واحدة اتو اتو لحظة اتو عندكم سلاح ولا ما عندكم نحن نحن اذا ما عندك كان ما لو ما كان عندنا سلاح ما كنا موجودين لحد وانت انت بسعادكم سلاح خلال عليكم وخرافا علينا نحن مبرض اي دول اشيل سلاح لدولة منسلم لدولة بعدها مونو خلنا الناس نشيل السلاح نحن كنا بنشيل سلاح نحن إننا بنحموا بها لنا والله منذفنا بالخالة ومنتجوا نجد اجبوا المعروحة ما شاعلين نقل بها أحد ما شاعلين والله العظيما جاء واخصي بالله فيناس زرعة شهده جبرت الناس علي شهده نحن كنا متعاشين وبيت في البيت ما هو أصلاً لو ما في مجرمين ما كان الناس يتكلموا و يتكلموا و ذاته أنه ممكن كان نتكلموا و تقولي أخي يجيب الاسباك دليلك شنو لكن حاسي بيقوا يصوروا عديل فيديوهات عديل نجيبه و نحط حاسي في اليوتيوب خمسة دقيقة مصر ولا ممتاجم و مالياتك شاهد بالدقة و مباشر و على الواقع و أي حاج صح جداً أنا ما بقول لك الكلام دا ما موجود يا كسلة بس هنا كسلة في الناس ساعي للموضوع دا و أنت والله العظيم مصالح مصالح شخصية من ورا الموضوع دا من ورا الموضوع دا لكن أنا بكانسة منتقد انتصار دا منتقتها والله الصراحة أنا متمنى كان ترفعني بس عشان أروط عليها الانتصار بس مركزي بس الجنجاويد و قلتوا معكم و شولوا سلاح و أحمل نفسكم و شولوا يعلموا حاج ما عاج تقوليه و صريح و صريح و صريح أنا أتلا في الانتصرية أنا ما منكم فيكم من جلداتكم لكن أنا ما بحب الظلم ما بحب الظلم والشكلة يانتصارا نحن كنا نكونوا ظالمين يعني كل العرب دا نكونوا ظالمين يعني في نظر كيف تكونوا ظالمين أنا ما قلت لكم موقعين تكون لكم أشياء زادية ما بيكون منكم ما بيكون لكم أنا قاعد ألاهم الناس بغلطوا فقط أنا موش بدافع لا زي الكلام كنتي قاعدة والله بتتكلم خلاق يعني أنا بنتقضيك والله لعنى ما بكل العرب مجرمين ما بكل العرب مجرمين يا أستاذ ما بقولت كل العرب ما بقولت كل العرب إذا أنا بقولت كل العرب ليش؟ يا أخي تكلموا أتكلموا عنا الفونية تحتية أتكلموا عنا المجتشفات أتكلموا عنا الطرق ما إدونا سلاحوا إدونا أعرباتوا إدونا هنا وخلونا نكاتل بعضنا ولا منا الطرفين نحن كانت جمعنا كلمسولانين فقط إنت قد يجيب في كلامك كلمسولانين فقط يلا أس إنت إنت قد يجيب في كلامك أس إنت قد نحن بدأين البلد كنش على سلام تبدأ من عندكم إنت قد أتكلم عن المجرمين برتدوا جرائم همشي جيدين مع العمواتنا و قولوهم البصوه فوقه ده ما بيجيب الاستغرار في البلد ما بخلونا نتعايش البصوه فوقه ده بكرى أولادنا بيقولوا نفسهم زي زي السوقهم ده ما هيبعلموا يا أخي خدوا السلاح معها العمومات ما تجعين من سنترفري وإتشارة وميجر ومجين وميجر فهنا نجد أن تريده أن يتعاوز ومسهولك وانتاري يشير السلاح ويأمل فيها وقربك يرجع محلماته ونجتمعها لنسي المشاكل لنسي المدعين دقيقة انتصار دقيقة انتصار دقيقة انتصار دقيقة لحظة آه آه دقيقة انتصار دقيقة انتصار دقيقة يا الله شوف يعني انتظور لو في ذول معاملو معاملات لماذا رجب لك الفيديوات بتانا حريق بتانا بس نواحد شوف يعني غريب يعني انتو سبا نفر انتظور واحد بس يعني زول واحد زي دقيقة انتظور لو انت صحيح تاول عسكرية وبدو شكتو موبتا شوف 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 دقيقة لهم والله في الكل ماذا هو اللعيم في الكل يخصم بالله عمله في الكل وهرب مهاترنات وشنides ي 2012 ما في زور واحد شوف بشكل واحد ولم يصني معاه وقال لك الكلام دا عملوا في الكل ما عملوا في زور واحد يخصم بالله في الكل أنا بقول له أنا عملي عاجة الواقع واللهigi عمله في الكل منهمهم دين منهمهم العمل منهم لا تقول لهم corner النجل ناس كدير حكومة أساكر يا هم يأبيني شؤون يقولون الأساكر قبل ما أساكر يل يل يال 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 في دول هنا برضو صحيح كلامك من بني أمماتكم برضو عمله أنا برضو بجيب لك عشان يكون صادق برضو من بني أمماتكم برضو دان زنبو شمعت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والله لحم وراث أخصم بالله يا أحمد والله لحم وراث والله أي أخصم بالله طيب 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 أردون دقال أسمع يا عمي انت أول حاجة قبل انت مدلوب زي دا انت عايز تسلاشي نعمة تحيات جانت تشفت العدلية بتاع تراسك ودماغك والمحمع للناس بعدين بتعمل كتش أبدا دقال أنا ما باكملها قالت والله ماهما يكون يعني ماهما يمكن تنزق يعني ماهما يكونوا على كلهم يعني مجاربة يكونوا برامبة والكلام زيدة والله المدلوب زي دا والله ماهما هيا الأسف اسمان شكرا مولون طبري ساقطع هينئتي بقية وعنى الكاريش يا احمد في تصوير قبلي ده بداية مشكلة كيرانك ده طالعين في الحجر فوق الناس كيرانك ذاتهم بضربوا فوق الناس في المنجة تعج ليه ما بيجيبه؟ اه ده ده قاببنا الناس الفي الحجر ده ما جبتوا في لايف مباشر واللايف موجود لو ديروا بعد دقيقة لحظة والله يرضى لك ومشير في الميديا ذاته رفعوا دين في الميديا موجود والله انا باقول لك لحظة ديل من حقه من ادافه عن نفسه مقاديم في قرية موسى هلال اتكلم في الموضوضة اشهرك برا يمع ياخد دقيقة ياخد دقيقة موسى هلال اتكلم في الموضوضة موضوض بسيط جدا دقيقة الهدفة كلمانية طيب اه اخدلك اتيت ونسمعك الكلام ما عليك كيفا عليك كيفا انت طيب موسى هلال اتكلم في الموضوضة نجيبه هدفة موسى هلال موسى هلال اتكلم في موسى هلال اتكلم في موسى هلال قريبه نصيبه النوات اللي حضرك في تريني يعني كان من في كتل انو الناس تلافوه عدوه قبل ما تحصل هذه المشاكل منذ الحالي تتاول الذي يبقى الراحة بغياته لتريني شمه بعد عشر المفتاكل فال الناس يعني يلعدوا المسألة قبل وقعد احداثنا فيها. احد تلافوه النامانة. ولكن في قصور وهذه القصور. انا بنسبه في المقام الاول على منهم طائمين على قمرة الدولة. وفي المقام الثاني على منهم طائمين واعيان وزعامات. يعني الموطن اللي حصل في تريني يعني كان ممكن جدا انو الناس تلافوه عدوه قبل ما تحصل هذه المشاكل منذ الحادثة الاول. الذي راح ضغياته لتريني شمه بعد عشر. طيب طيب ده اتكلم في مشكلة اول راح ضغياتها اتنين. نفرين وانا قلت الكلام ده قلت يا اخي. قالوا ضربوا منكم نفرين رواية صاعد. اقرب ناس نفرين في كريني ما كانت الدولة اخيرة. دك دك خلصتوا حقهم. طيب تقتلوا ميتين نفر. قتلوا لكم ميتين. وانت صار رجالة. واحد جاء في اللايف. تكلمنا بمشكلة كريني. وانا لأيه ضربته قال له نحنا لو ضربوا فينا واحد بنقتل ميتين. بنقتل الف. تمام? فجقلوا الكلام ده. نتديك ابعد من كده. خليك معي هنا. نجيب لك موسى هلال ذاته. ما انا بجيب الكلام بربط من دك نفتله. انت لو دير تحاور. انا بديك الفرصة. ما بشيلك. لكن لو دير تتكلم كلام من عندك انت وماذا يبتدي فرصة ولا ليه. لو تفوروا طنجوا. نجلوا تطلقوا كده. بالتأكدين كله تمروا بنا. نتقول لك ما انا تجيب لول تاني. ما معروف تجاهه ذاته جاي من ميتة. طبيعه هو النسؤول الاول ولا قرعا من السلطان. والتطور عليه كله اختفاض السلطان. وكل الناس السلطان وعرباته. وكل في السلطان. عشان يجي يصوت في البلد دا ما هو دائر. دا ما عنده انتماء وطني ذاته. انتماء وطني للسلطان ما عنده. ما عنده معروفة حتى بالقضايا. ما عنده معروفة مكويلات دارقور ذاتة بالطريقة قويت. ما عنده تاريخ بشمدات. ايضا هنا حقيقة ما بتتبق معك. وعشان كده نحن نظر مختلفين مع النظام بطريقة الماشي كده. نعم. السيح مسيلال ذكرة وثال الاعلام وايضا بعد المتحدثين في مسيح الصحابين انه هناك مخطط لتغطية قوات الدعم السريع اه في الحدود اه السرودية مع اليمن. وخافة انه لا تلوح في الوفق لانه اه عاصمة الحزم اه ربما تنتهي في وقت قريبا. الكلام بتطلبوا منا من الضمان منا نحن ذاته طلبوه. نحن ربما هو. لكن خلا. ذي الناس نحن موصحهم مرتزرة ومعندهم علاقة حتى بالرديغات ولا تاريخ الرديغات. اولاد جارتهم غروف تضيحية من بلد مجاورة وجارتهم غروف معيشة مجاعات وجارتهم غروف بتاعة حروب في الدولة اللي جننة. وتاريخهم في السودان من تاريخ حديث وما عندهم قيم. وذيه ممكن استعملوا في برشوا على المواطنين المساكين. الاولاد الشباب الشفع دين الطائشين دين. وطوعهم يعني بالمال بغير وبغير. والدوم الدون جناسي الدون بغير وبشيطة. مدانة عبر الإذاعة بتاعتكم. واضح ولا ما واضح. دون موسى الحلال شاهدة 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 من أهلها شاهدة 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 من أهلها. أديك أبعد من كده. دقيقة أديك أبعد من كده. حسنا. السبب الخطلة يرجو حرس الحدود شمي. لأنه الدعم السريدة خلاس. موضوع انته. ليه؟ لأنه بده مكروح. يعني انت في الدعم السريدة إذا كنت صالح ما خير صالح. مكروح مكروح. الباب كلها قالوا إن إحنا إذا نرجي حرس الحدود الزمان. تمام معاك؟ عشان كذين إحنا كشعب داركور ويكوري التاجر ويدمونا. جميعا. صحيح فيت الشاهدين. دينا قايب ما بنقدر ننفره كله كله. وأنا كنت فيه. تمام معاك؟ أما بالنسبة للعرب الجمال. كيف تجاهدين. كيف تجاهدين. حس إذا ماشي ممورنا وماشي دينينا. الناس والطرق والظرطة كلهم تشاهدين. دي حقائق يعني. نفتر. البرنامج المعروف ومحسوم وبتاع. لكن انتظار إنت طبعا لما نقول لك كلمات حق. يعني إحنا بنجي نثبته. يعني إحنا بنجي نثبته. والكلام ده حقيقة قد قلتي بالفيديوهات بالصوتيات وبتاع. أيه. لكنهم مادريني بطبعها يفتيتيات التكاليينحو يعني اضناやって know that मامي يجب. انا بين نسب ما شكت upside 10 وphones حولهم أنت 10 و Mittash. ممم. هو Why it'd be 4.5. أبدوا بالنسبة لي ع 인터� y 19. انا ل burial and these prisoners countries. يردوا ما يردوا. انا كنتppings من الحد بقولها. فأيّوزوا منهم تلحق بقوله هم بالذات لأنه هم اللي دي عدين زمان ترى أغلبيةهم يتباعوا هم ذاتهم ونفسهم بيقى الدنيا بلقروشوا اشترانوا وشتعدتهم بدافهم للغجر دير ويقولوا والله ما يعني مرضو أنا ما فيش بخاوفني ولا بسكت على الكلوات بقوله كتير قاعدين يعددوني ويا ما بتصلوا عليه ويا ما نعطين شوف طمعين قلهم حاجة أنا تهياتنا الله هم اللي هم اللي دا بنتهي من الخالجني ما بيزول فيهم خالجني والكل ما دي بقوله لو عزارك بتي سيف ما اندي بقى شغلة نيادنا وليك يا عزارك تقول لكم كتير وليك دا انتيجا العزة وشوف اللي جدتة كمان وشوف اللي جدتة انت الرايب وإن شاء الله السودان تكون على زي يقولوا التايت المادارين دي إن شاء الله تقصل كله ما بتكتم عليهم حين يبطيه وانه وشولته كله مش الكلام ماذا يروني دا خلاص أنا دالي بخط عليهم عديل سمعين الشماليون يا كلنا السودانيون وبزاجي على النوبة اقتمع فيهم الغجر دا ما تخلوا فيهم على إنسان وتاعش مع تاعش اللي اتنان دا بس اللي جيتوا طريقة جيدة وتغلطون 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 في غفرة جيدة ها وما تقتلون تغلطينا الوقتات دا تغلطون جدام العالم وتشنغون ها أنا قولي لكم بالواضح 11-12 من اليوم دا ومتنوا يقوم بس 18-12 سمعين اللي في اللايف طاني زينا دا يقولش يمتنوا 11-12 شكرا لك يا أحمد تسلمي شكرا لك يا أختم 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 اللايف وأنا خلاص والله والله هسي اختلط الحابل بالنابل أحمد تسلم كويس و هسي كده حمالتي لفوا راسه راسه لا في أسه ما عارف حال حتضربه حتجوه من وين ما عارف بيجاي الجيش بيجاي بيجاي درع الشمال بيجاي وقل له منه درع الشمال ما بدقه كويس بيجاي وبيجاي موسى هيلان درع الشمال بدقه هو كده لو كده ما سيو هو لو كده ما سيو موسى ما درع الشمال و وهو الهيلان بندقه ما حمدتي والجيش بيكون من بيت بيشوف بس الزول الحباب النافئ واصلي طبعا الليلة الليلة السعودية السعودية وقعت اتفاق مع إيران ويس وقعت اتفاق حايدارين أن يمشي باتفاقية مع إيران ويس ودارين يقسم اليمن اليمن حيكون اتجاه للإمارات وفي اتجاه حيكون موالي للسعودية موسى خويت وهو كده لو كده ما تسيو كده أنا شايف إنه حيجوطه و وصحابي لمشي الإمارات موسى خاطلنا الديفل معاك ولو خدنا انتسار البطلة يا أحمد موسى موسى بس والله بسمح ليش نسمح بسمح بس هكلا من دقيقة بس أنا دائرة روت عليه عليه انتسار ديال بتقول اسمي لحظة عليك الله أحمد بس لحظة لحظة أنا ما بس يعني لحظة والله بالنزة ليك أنت سارد يكون حلم والله العظيم دياله كونه كابوس على رأسك لما تخيم الساعة عشان تكوني عادة وقير إيه تي أصلا قير أبوك ذاته مات موته حق ترخصه وموته حق برضه كتلة السمسرة دي كل دليل لو ما عنده أي كرامة دقيقة دقيقة ما موجوده ما موجوده يا رجل ما موجوده وبعدين المحلق على المحلق المحلق على المحلق مربوكنا في اللايف وما نحظرك وتكون قاعد وتكسب تستفاد تستفاد ترى إنت مخشوش أخونا أخونا إنت مخضور يا رجل إنت مخشوش دقيقة عشان مستربطنا يا رجل شوف حبوب لو إنت دير لو دير تتناقش أنا بديك أشرة دقائق يكون أشرة ونص إذا أشرة ونص سودان الناس ذات دائرة نوم ممكن الناس الناس القاعدين نحسي صاحيين دير كل من الاتحاد الأوروبي في السودان تتناموا لو دير تناقش أنا بجيب أما هي قاعدة هنا في الاتحاد الأوروبي وبعدين الوقت عندنا بدح شوية ما أنا فعشان تكسب اللايف وعشان تكسب الفرص وتعني يوميا صفح حقتك معروفة نجيبك وما نحضرك تتناقش بكل أريهية ما أنا بتعمل اللايف ممكن أشيرك بره والموضوع ينتهى ويقول أنت حركت وموضوعك ما وصل حسي يزيز بره من اللايف ممكن أجيبها ثاني بديكن عشر دقائب ولا باقي تسعة دقائب وبالموقع تكسب كده قدونا هي جوطة لكن لما تجي تسيق وكده وانت أبوك وكده وكده أول دقيقة الله يرضى الانتصار منو ما أعرف منو داجو في الجنين داك داك ما أبوها ديك البتة القادمة في غريطانيا كان أنا جبتها قبل سنتين أبوها القتلوا القتلوا الدعم السري ما أعلم ما أعلم داجو كده صح رمضان داجو دي ما بنت لا ديك قادمة في غريطانيا ديك أنا جبتها في لايف عبد لا لايف مخصوص ماذا فأنت ما تخليط الأمور صحي عفو رمضانيا إذا كدت طبعا جبتها في لايف مباشر ويتكلمت ودافعت أنا أبوها من حقها أما انتصار يعني هجاة خشت في الميديا بدري طبعا شديد في القلوب هاوس وقالت تتكلم فحسي هي ضد ضد حميتي وضد مساحلات وإيش ضد مساحلات وضد حميتي لو دايرة أسيب جيبة تتكلم ما بكل عريحية لأنه حتى هي الزور لما يكون ما موجود أنت لما تجي تتكلم فيه الطرف الثاني ما بيقبل يا انتصار جدا الزور دجا قاعد يسي وكده وكده وبالتالي يا خينتا لازم لو دير فرص أنا أديك فرص أكتر ما تتكلم ورا انتصار فانتصار هسي طلعت وأنا هسي بجيب عليك بجيكم تمانية دقائق باجة ثمانية دقائق عشان نخطم اللايف ولا سبع دقائق أجل بتتكلم عيبي احترام أنا ما عندي مشكلة تحور معهم يوبكر ما تيجب أن يتخور ويسي وتتكلم كلام فاضي معلش أحمد بعتزر طبعا طبعا أكيد أنا ذادي بكفر اللايف بس يعني كده بس بطلع من اللايف يا انتصار وخلاص أحمد أدينا تتكلم مع ديك أنا انتصار أي شيء ولا الإساعة أي شيء إنتي إذا عندك صح طريقة يعني عندك أي شيء بيلمك فوق الناس اللي بتقولي بين جلدتك أخسم بله مكان سيحتوم وقلت الغجر عرفت جنو لأن الكلام دا تكوني عارفت أماما والغجر والغجر اللي بتقولون دير والله اللي كان اللي كان لطيفوكم الله الخالي تشفت يا 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 أخذت أنا مباري أنا طرف ضائع لحظة الناس الرفوهم من الجنين والدوم الله يسمعون أنه ممكن أن يجربه قلت لابش أنت يا قجر يا كلاب يا كلاب وكلا نبستهم الله يسمعون جبت الفيديو بتالناس الرفوهم زي الغنم والدوم ضربت ضربت دين ما بين جلدتي دربت ضربت من هدي والحركات المسلة شوف النبس الكاد أن نبسه ما نفسي شيء زي انتصار برضو في من يلدتها غلطانين طوال بتضربهم حس عشان نختم اللايف باقي لنا كم باقي لنا ستة دقائق عشان نختم اللايف انتصار قالت ضد هميدي وضد موسى هلال انت معاه ولا ضد معاه معاه والله احمد كان قلت لك معاه والله كذا والله ما معاه طيب انت مع موسى هلال ولا ما هميدي انا بموسى هلال وحميدي دي اللي بنجل تزين فبتقول وديل قاداتي ما راح اقبل اي وديل ما راح اقبل فيهم نهائيا هم ام بمسهم والله ما بطل خطروا ظالمين قالك لا لا ما نهائيا حتى لو شقيقي ظالم ما نهائيا لكن حاليا الحوار الشعب السوداني كل حوار عنصري ما حوار اتماعي بكون بيجمع ناس كل انسان بيجبد للانسان انه تابع له انسان اذا دائق بنجلدي انا بحمو والله هذا هدف كل الشعب في الميديا بطلع يعني بطوف في اللايف والله كل شعب دقيقة واحدة انت سمعتني انا حركات دائق بنجلدتي ضربتهم وانا بطوف ضربتهم جدا ضربتهم من دابعك والله ضربتهم لان خليت زول صباح 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 جدا الله ارضى امتصار برضو قال زيل بنجلدتي اجيزوا منهم الخلطانين انا بدقهم بدقهم ضربهم ضربهم الشعب السوداني جدل ورفع سلاح قال داري يقتل حمدتي وموسا هلال يشيروا برا انت مع الشعب السوداني ولا ضربتهم انا وهم حمدتهم وموسا هلال شنهم يعني ما شعب ما سودانين يا احمد المهم الشعب السوداني في 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 امكم قال لكم تعالوا ندقوا ابوكم دا اقيد تقيد مع امكم ولا مع ابوكم صح فالشعب السوداني دا خمسة مليون عشرة مليون قال يا جماعة لا دارين كيزال لا دارين الهررية والتغيير لا دارين همدتي لا دارين البرهان دارين انت معاما الشعب السوداني انت كالسوداني ولا ضرب لا ما شعب السوداني كله الشعب السوداني كله مضد موسى هلاله ضد الميت يا احمد انا سألتك سؤال سألتك 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 عاصلنا الضارفور كلنا نحن 80% 80% نحن ضد الحركات الوقعت في اتفاقات جوبا وبيعت للواحد نحن ضده لأنه قادل عبارة يعني بايريكس في دولار ما جاء بلان عايش يعني ناس ضدهم ضدهم عديل كده هم بعرفون ان نحن ضدهم إلا لما يخدمونه الشعب السوداني كان كله كده قال يا اخي نحن ما دارين النازل ما دين عمر البشير نحن نتحدث نتحدث معه معنى تغيجر شوني يا أستاذ تزعل من كلمة تغيجر وغيجر زعته شنوه معنى شنو الكلام مغيجر عليك أنا قد ديني كلمة وتعمل كثير وما تكورج بس ما تكورج من حقي والله يتكلم معنى من حقي من حقي تكلم ورد كلمة تغيجر ده الإنسان تغيجر ده ما عنده يعني لا عنده إساس لا عنده رأس عرفتينون لا عنده شرف لا عنده ده كان قريك كلمة تغيجر ده النسب بلا الإنسان لا عنده حسب لا نسب لا عنده إرض لا عنده ده الغيجر طيب انتظار فخر الغيجر شنو قالتان والله طيب لما لغير يقول يا أخي ما تشكو تبتها معلك يا أخي يا أحمد قال لك خلال أنا شكو الزيجر ما يفهم معي يا أخي أنا أخذ لما ردي أنا ردي ساعم عكدار في نمال بخافة أنا لقد قلت لك عنده ردي 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 ماذا يا خطرية شوية عمر رتمالة جدا أسكت خليتها رتما أنا أخذر شوية أنا أخذر أنا أخذر درس أول حاجة تلما تغيجر اله ده 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 البدو عرفت خذ تلما تغيجر ده البدو البدو اللي بيكون ماشين على همك ما عندهم نظام ما بيعرفوا بيتكلموا بيسوي حاجة من راسه بتعرف ده الغجر لما أنا قلت ده الغجر معنات البدو يا أستاذ الغجر ده ما زي الغجر لك أبغوبا أنا قلت قالتالي والله قالتالي والله قالتالي قالتالي برم عليك أرم تخيار بروط عليك بحكمة والله بحكمة كمان بروط عليك تهياتنا أنا 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 طلعته أنا أنا طلعته طلعته تهياتنا تصارب عنه إبناء كان داري سيك عشان كده قلتها ما بخلي الله يفوض يسيك وإنتي بره من اللي عشان كده يبتك تهياتنا أسلم كثير شوفنا اللي يكي لكي لإحترام التغذير اللي في انتهى تهياتنا شكرا شكرا آآ كلكم قلتانين والله أنا أنا أعرف شكرا شكرا لكم يا جمال لك الدم تسلم نصبه على خير عشاء الموز شكرا 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 آآ اشتركوا في القناة 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 والله العظيمة الجيش ده ما فيه لكن عارف حميتي انه ما بيقدر يقوته من غير الجيش لانه الجيش زي له وقالوا ممكن يقورك مع جيشنا ده بكورك انت قائلوا جيشنا ده الجيش القوي بيقدر يقلع ما بيقدر ده زمان كان زمان قبل عمر البشير لكن مما جاء عمر البشير دمر الجيش السوداني عشان يضمن وجوده ده قاعدين ضباط سماس رسائي هما عارفين انه حميتي ممكن يغيروا المشهد بتاعه اللي هما يغزوا الشارع بينه زون جنجويدي غاتل مرتزق ده استعمار بعد شوه عارفين انه الشارع سيقوم على حميتي وحميتي بخاف من الشارع البرهان الكارتة التانية الماسك ولي هو قريب وعنان وماشك الشرطة دارين يبعدوا فيه مفاوضات تانية والمفاوضات حس شغالة هم هم كلهم كيزان تقول تلك سليمان صالح في درده معروف كوز يعني وده الكيزان مشروع بتاع الكيزانية ما تغير حاجة هم حيلمون مع بعض حيتفقوا على اساس ان القسمة تختلف سويا لكن هي ذاته نفس القسمة ونفس الاستبداد ونفس الاستعمار ونفس الغتل ما حيتغير يعني الزون اللي يفتكر انه بتغير يا مكتاب يعني حميتي حيدافع عنه حيناضل مكتابه وحميتي البكتول البرهان البكتول ديل ما بناضله ديل كلهم بيفتش في مصالحهم والاحزاب دي كلها بتفتش في مناصب ديل عندهم مصالح كبيرة طبعا وديل عندهم مناصب همهم كله ناس خالس سلي كالديقير كلهم بيصارعوا رئيس مجلس الوزر يكون منه رئيس مجلس السيادة منه نسوا الدماء ودارين اتناسوا الدماء ومريم الصادقة المهدي كمان كمان مريم الصادقة المهدي دي اخر من انا دا القلعة نحن دارين نشكل حكومة انا باستغرب اتو الشرعية اللي عندك وشنوه ما انت وقت تجي تقول انا داري شكل حكومة عندك شرعية يا امتل تبقى عسكري غاتل شايل بندقية ولا تكون عندك جمهور عندك شارع قالتنا ما عنده يعني النحزاب دي كلها كده بيرمتا لا تقدر تدعو موكب لا تقدر تطلع على الشارع لا تقدر تحدد عضوياتك مكذابة والله يحدد عضوتي ده كذاب ما عنده حزب ما في حزب عنده اعضاء ذاته كمية معينة معروفين الناس الصادقة المعلي ممكن يكونوا بيتين تلتمية نفر يا هم البصهروا دلوا معاونا المغيبين دل ذاته المغيبين دل يوم من اليوم لو جيت الانتخابات تسجيل ما بتلقاه سجلوا نفسه لانه اصلا مغيبين لا عنده انسهادة لا عنده انجلسية لا عنده اي ورق بس بنادون اللي يفتها جايبين لهم اللي يفتها جايبين لهم عندهم حولية جايبين عندهم حاجة دينية بلموهن واكلون يشربون ويفوتون لكن لا عندهم مستند في الدولة ولا عندهم صلة بالدولة ذاته ناس مساكين وبدل ديل يدلون وورون الطريقة الغويم طبعا ديل لو قاموا دلون يفتحوا بفتحوا لو فتحوا يبقى سيخسرون حسي غرب السودان ده كان يوم من اليوم كله دوائر مغلقة لحزب الامة حسي لو جات انتخابات حزب الامة ده بالقلة دائرة ما في غرب السودان في دارة المهدي ذاته في بيت المهدي بالقلة ودائرة ما بلقلون دائرة يقعد جاسمه في المناصب وينطط وفتش في المحاصصات وكذا ودي إشكالية خلاص الناس شبعت منها الكلام اللي بحصل ده يا جماعة الناس الدعم السريع والجيش السوداني الجيش السوداني انتهى والدعم السريع ده هو المستحوذ على السلطة الناس قبلت قبلت ما قبلت اطلع اطلع شوف اطلع اطلع خلي الجيش السوداني ده يحل الدعم السريع خلي يتكلم الكلام اللي بحصل ده قالوا نيابة عن الامارات شفت الصراع ده حسين الناس مش مواجهة عندها مشكلة في التيريس بتاع مصر مش صراع مصر التيريس بتاع مصر ده الغايدة الشغل ده ما حمدتي اي نعم نحن كلنا الناس كثيرين انغادت ورا الموضوع ده لكن الاصل بتاع القضية ده غايدة حمدتي لانه عنده مشاكل مع المصريين لانه المصريين ما دايرينه سايق التيريس ليه تيريزه ما قام معه تيريس بور سودان ليه دا ما قام كل التروس السودان ليه بس هو لانه داك بنهبوا براون طيب الاماراتين ما بنهبوا الاماراتين دي البالون صغار النهب البنهب فوق الاماراتين والسعودين واحتلاله للمواني اقل من مصر لانه داك 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 مجموعة حمدتي ودال مجموعة البرهان ضعيفة البرهان مدهزب البرهان دا ما قلت لك كونبارس خاتينه انهزب حس يجي يقعدوه ويتبقوا معه ووصلوا معه ليه حلود لكن في النهاية المزايدة بتاعته عمله هول كوراك بتاعه دا الكوراك دا زي ما قالوا الناس كوراكت والناس فرحت والناس ابتهجته وفيه ناس كتيرين جدا 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 عارفين انه السبب الرئيسي بتاع ضياع السودان وبتاع ضياع موارده وبتاع المظالم الموجودة داخل اروغات السودان هي سبب الدعم السريع دا عشان كده الناس احتفلت بانه يا اخي البرهان دا خلاص هيحلت الميليشيات الغاتلة الساحلة المقتصبة دي وجوزه كبير الفرح لكن الليل وقد شافوا الفيديو وشافوا البرهان برقص مع احمدتي عرفوا ان الشغلانة هي مجرد مزايدات هو البرهان دا الريو زيادة دا الفرقة تاني سنتين تلاتة لانه ما ابر بالغسم بتاع ابوه ابوما قال يا اخي الزول دا حيكون رئيس وزراء او رئيس دولة ما هو ما عقول يبعد ليس سنتين تلاتة بكون ضيع الحلم بتاع ابوه يضيع حلم السودان كله عشان يحفظ حلم ابوه ماذا يلنسي الى الابات الابات ما عندنا سلبيون لكن يهو دا حالنا نحنا دا حالنا انا قلت لك المجلس السيادة وابراهيم جابر يذكر كلامي دا كله والكلام دا انا بقول له اربعة سنة الغريب يتكلم عنه البعث يوم يتكلم عنه ناس كثيرين لكن نحنا عارفين انه هو دول تاريخ كوز كله تاريخا لا ولا كوز لكنه طبعا دخل في الغبلية بعد دا بيقى مع احمدتي لانه لقى فرص كبيرة جدا جدا وحاليا مع البرهان يعني هو الوسيد بين البرهان وبين حمدتي وده طبعا هو ذاته هو ذاته عشان اوريك عشان ما بعيد عنده اخو طوالي كان عنده عصير محل بتاع عصير في نياله حس الليلة رايد في الدعمة السريع رايد في الدعمة اخو ابراهيم جابر طوالي يعني عشان اوريك انه الدعمة السريع دا جزء اصيله ويعده انه ابراهيم جابر الغايد رغم ثلاثة في الدعمة السريع بعد عبد الرحيم دا قاله طوالي يعني البخيد لعنه الله ومعاول معتوه الثاني اخو دا عبد الرحيم لعنه الله وثالث ابراهيم جابر دا اللي هو الغاتل معروف يعني الغاتل الصامت الناس بيسمينه الغاتل الصامت لانه بكون صامت ساكي ساي طوالي التنفيذ بتاع فضل الاعتصام اي ذوي العارف انه ابراهيم جابر دا من الناس اللي كان بتفرجوا وهم من فوقهم تابعوا اقتلوا ذاك سووا ذاك اضربوا كده احرقوا كده ابراهيم جابر دا زاته اي ذوي كان عارف انه حتى الغيادات بتاعت الجيش لانه قام لقت غيادات معينة سحابهم جاب غيادات من اهله من قبيل تزاته مسكونا الواب عشان كده كانت الغيادة كانت مستباحة تم غتل وسحل واختصاب والجرائم دي كلها وابراهيم جابر كان متابعة الزول الحسي بتوسط للبرهان وحمايتي الضابط البحري طبعا هو ذاته قلت لك ما كلها حربية فني هو فني لان اصلا مهندس في جامعة الخرطوم اول الدفع بتاعت مجموعة ممكن تكون الدفع البعض ناص صلاح قوش في جامعة الخرطوم جامعة الخرطوم دي ما برضو جابت لنا بلاوي جابت لنا بلاوي كبيرة جابت لنا الترابي جابت صلاح قوش جامعة الخرطوم جابت غاز صلاح الدين العتباني جابت كميات كبيرة جدا جدا من الغتل طبعا دي كلهم ما في ذلك يتذكرون ذاته اها جابت ده ذاته ده كان جامعة الخرطوم وقاموا برضو الحقوا بالامن ما برضو الحقوا من جامعة الخرطوم ما تم جارة هندسة رابعة هندسة ومشى طوالي ودوه جهاز الامن وفي الوقت دك طبعا عشان رفعوا نافع على نافع ودو ايران بقى هو الرئيس جهاز الامن لقى الفرقة هنا ده ده برضو زيه ده برضو جاب وجهاز الامن ولقوه كده تعبانا شوية ودوه البحرية غايد غايد غايدة البحرية ولقى الشغلانة تعبانا قام قدم انتداب الانتداب الطلعته له الشركة الشركة البحرية السودانية اليماليزيا المكتب التجاري هناك قاعد عمره كله هناك مستمتع ومرتاح هو ده من زوج اخه سليمان في ضيلة الحس الليلة اللي عنده المناسبة شفته ناس نداب يغنوا وبتاعه ده هليني لم تاني الشغلانة وتاني حنرجع لحليمة عادت لي قديمة ما بيتغير ده ما وضع قلت لكم ما بيتغير يا جماعة دولة دي ما ماسكنها مجموعة معينة هم الدعامة بداية الدعم السريع وغيادة الدعم السريع وناس حميدته والغتل ديال تحت طوال اللي هو البرهان والمعتوين التحته بعدها تجي さلوف الرأسماليه الطفايلة لانه بان يقعدين الпр формothespa دى ما ناس أنس عجاري هزعد lanz42 سليمان ابو الدذن ما رأسماليه طفايله أبرهيم جابر ده ما رأدس ما حميدله تبيلي ديplain الرأسماليه التفايله دياة مبتشل عشيفت الحزاب والدي ام المنشط من الحزب هم مت… ف breakdowns اللي هم متبل باحزب الامه الرأسماليه طفايله الناس مريم الصادقة الماضي ما زد 18 مليون درهم في حساباتهم كل هم بعد سواء تأتي الرأسي مالية التفايلية وبرضو هم رأسي مالية التفايلية وبرضو في نفس اللحظة بسكن طوايف وفي نفس اللحظة زي ما بقول عادي الامام شيوخ بتاعين طوايف يعني ده لالختمية وده لالأنصار دي الدولة وموزعة كده ما بتتغييت حيلفه كده ياهو ناس مريم صادق بذلين يا دول نفرض انه جبته ناس الضامن شنو الضامن الضامن لإطاريكم دولة الضامن لانه انه العساكر ما ينقلب والأداكن انتو شرعية كأحزاب شنو دارين تمسكوا الدولة دارين تغيروا سيستما الدولة الأداكن شرعية شنو والأحزاب دي الشرعية الوحيدة اللي بتاخدها من الانتخابات دي حاجة معروفة والانتخابات حسي ما أجل لتكوين الدولة نحن عندنا مشكلة في تكوين للدولة تكوين دواوين الدولة تكوين مؤسسات الدولة تكوين جيش الدولة تكوين أحزاب الدولة تكوين أمن الدولة تكوين شرطة الدولة تي أساسيات دي ما تكونت والله صنبل الله العظيم لا لدينا شرطة ولا لدينا جيش ولا لدينا امن ولا لدينا غضاء ولا لديك أي حاجة انت محتاج تتكون انتوا جالين للمناصب لشنة انت تبقى رئيس وزراء وين الوزارة عشان تبقى رئيس وزراء انت تبقى في الجيش الجيش البدعم الواضع مع الدعم السريع الحاضر للمеличيا انت تبقى يتؤمن رئيس هارف في مصر ويخلق في المشاكل الأمنة الفنس محمد عطان نهبوا وسرقوا واختصبوا الأمنة الغبلية جهبوا يعتل شرطة الشرطة تقتل المواطنين الشرطة تنهب المواطنين الشرطة المرتشية الشرطة البايع القضية هم أساسيات ما نحن نتكلم عنها أنت لا لديك أسس بالدولة لا لدينا أسس بالدولة معدنين وزراء وما هون جو قبل كده من سنة 53 الوزراء بيجوا بيمشوا اللي تغير شنو اللي تغير شنو من حكومة نيميري ومن حكومة عبود ومن حكومة عمر البشير ومن حكومة صادق المهدي ومن حكومة عبدالله اللي تغير شنو اللي تغير انه هما كلهم بيجوا تحت اللا دولة ما بيقدروا ينفزوا حاجة لانه هما جايين للمصالحهم يعني الصادق المهدي اول انتخاباته كي جاء اول غرار لو كان انه ياخد التعويضات بتاعته له زي اللعيبة بتعيننا نبتعين هلال مريخ اول ما يصل مرحلة معينة انه جال هلال ولا جال مريخ خلاص موضوع انتهى خلاص دي دا سكف طموحاته دا سكف طموحاته انه يبقى وزير عشان تاني النقاطة تكون شغالة للأبد وده يكون ودى الوزير وده خال الوزير وعمه الوزير اه دي قضياته لكن لو قعده بعد ما يبقى وزير ما عنده حاجة يقدم له دي 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 الاشكالية الحقيقية يا جماعة حسي انتشوف على الصادق ده على الصادق الحسي وزير الخارجية الماسكنه ده الكوز ده على الصادق الكوزة الداعش اللي هو بيته داعشية وما داعشية هو بيته كانت هربت مشت في جهاد بتاع سوريا داك ومشت سوريا وجات طالعة به ليبيا وهو كان سفير في الوقت ده في سفير مع الكيزان في تلاتة مراته لأربعة مرات بينقروا فيه الكيزان ومن السفراء المعول عليهم في الكيزان ذاته لانه كوز اصلي ما صلصة يعني هو حسي ماسك وبنادي في رفع العقوبات شوفوا زعلانين على اساسين العقوبات ما رفعوها شوفوا الخطورة بتاعت الوضع كيف ايزول في تسجيل لغندور غندورة بأربعة بيوتة أربعة نسوان داك أربعة غصور وأربعة نسوان ولا تلاتة غصور تلاتة نسوان وأربعة غصور غندورة الكوز عنده تسجيل بحكي فيه عن الموضوع بتاع رفع الدعم دا انه حتى الخطوة الوصلة لها طوان طهر شارج قالوا طبعا هما الخوايات المفكوك يا بابا وده لسا ما بعرفوا لسا عجداد ناس اردون وانا علقتها عليها طبعا الناس بتكون قريقة التعليق الخوايات دل انت بالنسبة لون زي الكلب ما بقدروا يفكوا الطوق بتاعك لانه هما طالما ماسكين الطوق اولا يعني امنين من انه من العض وثالثا هما البرسلوك تعضي انت فالخوايات دل بخلوك انت كده اصلا ما ممكن يرفعه منك ارفعه منك انت سويت شنو ما هي الابادات الجماعية مدورة في دار فول ما هي المشاكل مدورة في كسلة ما هي المشاكل مدورة داخل العاصمة الغومية يا تحظر انت بتفتش فيه ارفعه انت دار رفعه لسنو يعني انت سويت شنو عشان يرفعه لك الحصد انت كونت دولة انت سويت شنو كيزان كيزانة وامتداد له كيزانة يعني غندورة الكلام الاي زل سمع كلام الكوز غندورة بعرف انه الخطوات العمله حمدوك والخطرات اللي بيعمل فيها حسي ما هي حسي في مظلة البرهان في مظلة على الصادق الناس اللي بيعملوا في الكلام ده هو مشروعه قديم بتحكيزان ما هي فيه بنفس التفاصيل ما تغير فيه حاجة يعني قال نفس التفاصيل لكن في النهاية هما لو رفعوا الدعم ولما رفعوا يعني عشان تسرقوا اكتر يعني عشان تنهبوا البلد اكتر من كده نفرض انه رفعوا الدعم حتسويش يعني بالعكس هو رفعة الدعم دي النهاية بتاعتكم بتكون فيه انا ذاتي بأزعل الله انه رفعوا الدعم عشان يكون ما عندكم اي حاجة سوية تاني هل بتفتكر انه لو رفعوا الدعم انتوا هتنجحوا وحتمروا ما هتمروا ما هي الدولة دي الدولة دي مشروع مشروع زي الساعة لو اي بيقولوا سنة من سناته اتحرفت ولا تغيرت حتديك زمن غلط دي الدولة النازل ماشي النظام بتاع تروس التروس دي قدر ما تضعف الدولة بتضعف والتروس دي قدر ما تتكسر الدولة بتتكسر ما كان اذا اتغيرت اي اذا اتغير النظام بتاعها وزي ما بقولوا المكانيكية اذا فوت التايم تاني من الصعب انه ترجع التايم بتاعها القضية بتاعت الدولة دي منهوبة من ناسا منهوبة من العساكل بتاعنا منهوبة من شرططة منهوبة من المباحث بتاعتها منهوبة من الغضاء بتاعها منهوبة من الدعم السريع بتاعها منهوبة من ناهية ذاتة ومننا وفيها يجب لك رئيس ديكتاتور بيكون محتاج يسندوا آلاف مئات الآلاف يرشيون عشان يسندوا الرشوة ذاتة بتنتهك الدولة أو بتضعف الدولة يعني تشوف زي البرهان وقت يجي طالع بيمشوا بوراه كم نفر وبيعملوا لكم حماية شوف حماية بيمشوا بوراه كم نفر الناس الانت اللي بيمشوا بوراه البرهان وبيعمشوا بوراه حماية والعربات والحشود والناس دي كلها بتاخد قروش من الدولة إذا هم ما موجودين بقى الدولة مطمئنة التحسي جاي شايق معهم تاني مشروع تاني الناس دي ما كتلوا الناس البرهان ده ما كتلوا هتجيبوا تاني الشارع ما هيقبلوا حماية ده ما غاتل خلينا من غاية دعم سريع وجايب جيشه الجيش ده ما هو في النهاية ما حيقدر غيرك الواقع ما هو جيشه قاعد والناس بتطلع الناس ما حتجيب الشارع ده ما حيجيب أصلا الشارع ده حيستمر لأنه الصورة دي مستمرة والصورة دي منتصرة جوة عينهم والله قدروا ما يقلكوا وقدروا ما يحاولوا ليعاجوا ما بتدعالي يا جماعة دي دي ماء دي دي ماء حس بيقعدوا يتصالحوا يومين ثلاثة وتاني بيشاكلوا والغاحات دي بيكون شغالين إن شاء الله يكونوا حكومتهم نحن داواتي دارين نكون حكومتهم عشان نزبط الزيادة عشان نفسل الزيادة يعني الوضع ده أنا ما عارف أصفه بشو يعني النازل لا بيخجلوا لا بيستحوا النازل ما بيخجلوا يعني أنا أفتكر إنه الغحات دي كلهم اللحزات دي بتاعت تقول والله جماعة نحن النازل حتيت ويدكم معهم بعدها تبكتوا زي هون والشوارع دي زي ما بقولك ما بتخون شوارع حتسقط النازل كلها مقسم بالله العظيم حتسقطهم زي ما حسي سقطت كمية كبيرة يعمل سقط ابن عوف وسقط عمر البشير وسقط الصفة اللوي حيزقط الصفة التالي وحيزقط الصفة التالي وحيزقط اللاحزات وحيزقط الإدارات الأهلية وحيزقط الطرغة الصوفية وحيزقط الرأسمالية الطفيلية ودي آخر معاغل دي بداية الدولة المدينية أول ما يضغط اللهم الآلهة دي والرأسمالية الطفيلية يهدوبك بتصحر النواة بتاعت الدولة نحن لسا ما نشوف نواة الدولة الموجود دي كله دي كمية كبيرة من الانتهازية ما حد غير والشارع محتاج الحاضنة بتاعته الشارع محتاج المغوض بتاعه الشارع محتاج المنظم بتاعه واحد واحد حضرته نرجع 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 لأبراهيم جابر وما أدراك أنا والله جيت تتكلم عشان عشان أوري الناس بس إنه المشروع ده مشروع ما حيقيف يعني أبراهيم جابر طبعا لما البرهان ولما حمدته حيتبقوا يعني ما هي كانت مزايدات هاي يعني العساكر ناس كباشي وناس ياسر العطا وبتال كلهم بيطلعوا بإذن البرهان وبين هنا ده ناس حميدتي وناس المفضل وناس سليمان صالح في طيل والمجموعة ده 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 شغالين على أساسين يوفقوا بيناتهم لشنو يعني عشان يصلوا لشنو عشان يصلوا لشنو عشان يتفقوا على الإطاري عشان يتفقوا على حل مليشيات الدعم السريع ما هو أول ما قالوا حل مليشيات الدعم السريع قالوا الحريب معناته إنه حل مليشيات الدعم السريع ده حميدتي رافضوا بتاتا وأي اتفاق فيه مليشيات ما حيتفق عليه حسي البرهان حميدتي لو اتفقوا أعرف إنه الدعم السريع ده حيكون الشوكة حتقسم دهر السودان والله العظيم الشوكة لأنه لو أنت معاول على البرهان ده والله العظيم البرهان ده طبعا انكشف بعد الموضوع بعد كوراك ودهك ويوط أنا ما قلت لكم الشغلان ده مزايدة قلت لكم أنا بتمنى ونحن كسودانين حنقيف مع الجيش السوداني لكن وريتكم قلت لكم ده مزايدة الشغل ده كله مزايدة ده يريه زيادة رافع سكفة طموحات بتاعة البرهان كانت طموحات بسيطة إنه والله يقدم استغالته ويبقى مارك لأنه خايف إنه وكذلك زي الكلاب اللي كانوا يقولوا ده لين يجيبوا لك تاني حمدوك وطبعا حمدوك ده في ناسة غريبة فرحانين له ما العلم إنه عارفين لا حمدوك بقدر يغير ولا البرهان بقدر يغير ولو جابه ملك ملك عجيل ملك دغال وملك عشان يغير والله ما بقدر يغير لأنه التغيير ده مربوط بمجموعة مربوط بإنه الناس كلها تتفق على التغيير مربوط بدماء وغصاص لدائر كده الناس تقعد فيها تحلحلة تحلحلة القضايا بتاعت الغصاص دي والمغتولين دين يختصوا لهم واحد استرداد الأموال المنهوبة اثنين اصلاح الغضاء ثلاثة هيكلة القوات المسلحة أربعة حل مليشيات الدعمة سريع خمسة حل جهاز الأمن ستة سياغة الشرطة سبعة تكوين مفوضية أحزاب جديدة سودانية بين مبادئ وأفكار ومنها الجديد ستة سبعة دي أساسيات بتاعت الدولة يعني الأساسيات بتاعت الدولة دائر تجيب لك نص عاليك ما عندهم أي يعني حسيت لو جيت تقوم تخطة زي ما بقوله ككتلة أي زول تخطة له حقه الأدبي والحقه العلمي والحقه كشرعية ثورية في الشارع يقول حزب الأمة حزب الأمة يقول لك آخر سنة كده نحن والله يجبنا واحد تزعين دائرة يا زول قبل ثلاثين سنة هاي ما خلاص ما هو حسين ما خلاص ما في زول زي ما بقول نزل انتخابات ما في زول الشارع كله طلع له الشارع ده كله ما في زول طلع له ما في زول طلع له حزب إذن في النهاية كل زول حيعيش بالتاريخ بتاعه ما نحن السودانين ما قلت لك دي كده قصة الريدة القديمة طوالي عايشين على التواريخ القديمة نحن والله سنة ستة وتمانين كان عندنا واحد تزعين دائرة وناس الاتحادية السيد محمد عثمان كان عنده ستة وتستين دائرة قسم بالله العظيم السيد محمد عثمان لو نزل في بيتنا الليلة يزور ودي لناس الصادقين ما هذه دي؟ الشارع ما يقدروا تطلعوا الشارع ده نتحداهم ما يقدروا تطلعوا حسي مريبا الصادقين ما تقدر تطلع في الشارع ويلاقوا الصوار دي؟ أخوانا ده عبد الرحمن كلهم بقدروا يطلعون خالي السيل القدزات بيتكلم كناطق رسمي وبتكلم عن الشارع وبتكلم عن أنه هو مناضل بقدر يطلع الشارع ما دل ما عنده لأي وجود وجودهم كله في الميديو وجودهم كله في غنات الجزيرة وجودهم في دار المشكلة الأخيرة العملاء له في دارهم دار حزب المؤتمر السوداني الضربون بالبنبان طبعا أنا ما حضرتها أنا حضرتها بضايت اللايف واجتي اشتغلت ليه لايف هنا كان خالص سينك شغال وكتريعت لقيتهم دقون بالبنبان جوا الدار بداعاتهم وهاجينه طبعا دارين يخلقوا منه رواجي طبعا هم زادهم بيكونوا الدفرة بمبان شنو الناس ماتت بالرصاص يا خالص سيليك والصعاليك بتاع المؤتمر السوداني زال يا كيزان دال كيزان زادهم الناس دربون بالرصاص عديل الحي كالتلون لغاية تحسي بيسكوا 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 الأهلهم من الغتلة المغننة لعمله تقول لي فكونا بيا بمبان أنا زاتي كنت بتمنى يحرقوا لكم الدار بتاعتكم دي كلهم كيزان تقالي دال زادهم حزب الأمة هي ده ده الأصل نحنا كان ما قامت الصورة دي أطاحت أول حاجة بدور الأحزاب دي كله وقلعت كل الأراضي السودانية الأراضي اللي استحوزوا عليناس الأحزاب دال والإدارات الأهلية والراصمالية الطفيلية دال لو ما قاموا كلهم قلعوا قسم بلاي العظيم البلد دي منهوب منهوب يا أخي الغضاء الغضاء بنهابوا يا أخي القضايا حسي القضايا الشغالة دي كلها نهي الغضاء دي كله معظم تجار حرامية وتجار قضايا زي ديل تجار دم برهان وكباشي وياصر تجار دم قبل يومين كده ولا ثلاثة جيت لقيت القصة بتاعت بخيت يا جماعة قصة بخيت دي أنا حكيت طبعا قبل أربعة خمس سنين ولقيت واحد من الكيزان اسمه من نوع عمسير بتاعت دولة النهر والبحر من الزيل أنا طبعا كتبت قصة قديمة حكيتها وكتبتها وهي حاصلة لزول قريبنا في الدمازين أو خالنا يعني خالنا طوالي في الدمازين فواحد من الزيلة كده جام واحد علق لي على التحية لو من أصدقانا علق لي قال لي شوف صاحبك كاتب قصتك قلت لي كان من الأدب أنه يكتب ده الحق الأدب يعني أنه تابع فلان الفلان ولا حكا كده ولا ما نقول عشان يقول ما بيعرف غالدة لكن يعمل في بتاعته كده دل عمسيب قلت لي يا أخو المهم هي ما فيها مشكلة قلت لي يا أخو ده دار يسرق دولة البحر والنهر شوف خدت السودان كده قدام وكده قام اختار والله ده النهر قال والنهر ما بقدر نخلي وده البحر الله المواني ما بقدر خليها انحنا دولة النهر والبحر يا أخو هاي عزيل قلت لي يا أخو ده ده الدولة ذاتة دار يسرق عزل فيها الحية داهرة سمعة خدتها بجنبها قال لهم ناس دولة البحر والنهر عزل الحية السمعة خدتها والباقي ده ما دار نهر قال سموها دولة البحر والنهر قلت لي الطيرة اللي بيجي يقول لك يا أخي تطلعوا في الأولاد تكتلون انت غبي أنا قاعد تكتلون شيء ليه بندقية انت ما تتكلم مع زول البكتول العاديل بالبندقية خليت زول البكتول بالبندقية قابلنا عينك في الفيل تضع فيه ضل ده النفاغ الغريب ده يعني يجي يقول لك يا أخي انت بتحرشوا في الناس عشان تكتلون طيب الزول يكتلون اللي يا أخي الدعج يكتلون اللي أنا حرشتهم بيخشمي ده حرشتك على البكتول لا ما بتزأله انت تخلينا لها بدعاين اللي زول اللي بيحرش وتخلي زول الكاتل أطلا وشايل لبندقية هو يكتلون ليه انت ما عارف ان الزول الغتس ما عارف ان هايطة مرة دنيا وآخرة ما عارف ربنا قال فيها تقوم تمسك فينا وتخلي الغاتل دي طبعا التفكير بتاع الجهل الشايع اللي يقول لك قاعد برا قاعد برا شو أنا سوداني مواطن عندي حق المواطن السوداني اوعي تقول لي قاعد برا انت غبي ولا شو انت عندك اكتر مني انت سوداني اكتر مني انت بتفهم اكتر مني ما خلاص ما انت دار تسوق لي كده واحد يقول لك انت قاعد برا ما تتكلم باشو انت غبي ولا شو ده سوداني ده بلدي انا قاعد برا قاعد في القيامة قاعد في كندا قاعد في الجليد قاعد في السماء طالما انا سوداني من حقي انا اتكلم في بلدي اقول ده صح وده غلط وده كده الجهلي غريب جدا جدا هو افتكر انها صح واحد يكتب عليك يقول لك انت قاعد في فرنسا يا اخي قاعد في القيامة انا غالب طيفور الشارب سوداني الجنسي هنا في فرنسا بيزالونا في طالي بيزالوك انت جنسك شنو بيقول لهم هنا جنسي طالي لكن يمكن رجع السودان جنسي سوداني قل لي غالب خلى الجيش الدعم الجيش دمر عمر البشير حقيقة يعني عشان ما نظم الناس لكن القوة الدعم السريع الغحات اي ذو العارف النظري شفت حماية تده استغلى عدم وجود يا هم بقولوا وقبضوا 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 لغاية ما هو فات حماية ده عشان يخش الخرطوم إلا يخش بهزين الغحات هم العمل الكلام هم هم حزب الام هم في الماليشيات وكان هم في حماية انت قال الدعم حماية منه حزب الام حزب الام ما عادي حماية ما هو حزب حزب الام تجاب لون المعتو هم حمادوك الرجل هم حمادوك تجاب منه ما جابه حزب الام تخيل ان حزب الام كان عنده حمادوك وكان عنده حماية ده تبقى في النهاية كده فهمت ولا ما فهمت ده يعني يعني وقد قال وقد قال صلاح من ناع نحن مشينا وقعدنا مع حمادوك في حزب الام عنده صلاح من الصباح بدور عربيته كان يجيق مع الصادق المهدي يشرب معه الشاي ويتونس مع الصادق المهدي ومرتبطين بالصادق المهدي ما هي اصلا الحزب الام الصادق المهدي والترابي يعني 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 الموضوع ده كل الخلق منه وقسم بالله العظيم خلق اللي هم آل المهدي ده سبب المشاكل بتاع السودان كلها من زمن الإنجليز والأسرة دي إما الشعب السودان طلع استعصلا وكل حياتها كل النهي بدنهبه آل لحكمة السودان زي ما أنت بتقول أيلولة الشركات بتاع الدعم السريع وإيلولة شركات جهاز الأمن وأيلولة شركات الجيش لوزارة المالية حقه يكون أيلولة كل الممتلكات بتاع آل المهد وآل المرغني وآل النفيد وآل البريل الرأس مالية طفيلة دين كلها تقول للدولة وتتأمم كل البنوك دا كان الحقه يحصل دي لو كانت صورة حقيقية كان حقه تتأمم الدولة دي كلها الداخل والمالك تتقفل كده لما يعرف تيدا منه أي ذول فيه عنده حق يشيره وإي ذول ما عنده حق يتقلع منه دي كانت فكرة الصورة وده كان مشروع الصورة لكن هم جروا خدعوا الناس وجروا طوالي للعساكر إخل العساكر مشوا ليه هم جروا لهم دخلوا لهم جوالغيادة سيقين الأصم وسيقين مريم الصادق المهدي جارة توبة ومعه حزب البعثي وكل الأحزاب والمؤتمر السوداني والدقير وعملوا الاتفاقية وشرعنوا الدعم السريع وقعدوا يبكوا ساطع الحاج ومعه الوسيغة الشرعانة الدعم السريع وخلتوا قواة غيمة بذات يجي يقول لك أنه الدعم السريع شرعانوه في البرلمان ياخن احنا سقطنا الزوالة التسوى البرلمان ذات يقول لي البرلمان أنت غبي ولا وش الزوالة يقول لك ياخد دعم السريع دا شرعانوه في البرلمان 2017 طيب أنا ما جيت سقطت الكلام ذا سقطت البرلمان وين exhaust البرلمان طالما بررمان اتفرتك لا تقول الكلام كله يتفرتك. تقول لي نحن القناة ماليشيات الامر الواغي. وبالمناسبة طبعا ابراهيم جابر اللي هو الشركات دي كلها كان مستحوز على زفت هذا المقتمر الوطني ده كلها حولها وين؟ حولها لأيلول تجيش من ضمنها زادنا وشركات كبيرة جدا جدا لانه كان مرتبط بالاستثمار ارستان. كان قاعد في ماليزيا بنهب من هناك وماسك قروش الكيزان ابراهيم جابر لزاده واختر شخصية. يعني حس البرهان تذول عوقة سيئة منه كان ذول بتاع مرايس قاعد هناك صاحب حميطي طالع معه نازل معه شغله مرتزقه وبيبيع الرتب وبيعه اللي هو يجيب لك واحد نغيب يقول لي ندك ملازمه ندك راهي ندك كده بالقروش كان شغال بعد اشياء جابه عاصفة الحزم وبيقي يسفر الناس. لكن الخطورة في زي اللي هو القرى في ماليزيا ده ابراهيم جابر. ابراهيم جابر ده بالمناسبة الشخصية خطيرة جدا جدا ويجب ان يحاسب يوم من الايام. انا وريتكم قلت لكم يا اخنا وصلت لمرحلة يعني في الزوج تاني اعيدة يا اخي. بذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطرة. انا بذكرك يا اخي بذكر الناس انا بذكر اللواء اللواء عبدالعزيز عثمان الامين مشهور في الجيش السوداني باسمه المقطب. ده وريتك قلت لك عبدالعزيز ده ايام ايام الصورة قامت نفس التعيينات اللي بعين فيه حس البرهان دي بتاعت الولد دي قاموا عينوا هالي الدمازين والنيل الجزيرة. عبدالعزيز ده مسكوا الجزيرة. ومشى واجه نفس الصراعات مع الناس شارف على المسار المجموعة بتاعت الرأسيمالية الطفيلية الغزيرة المربيح يميته. ودخل معهم في مشاكل لغاية ما دخل معهم في المشروع بتاع الرودس. الاخير ده بزرعوا منطقة بتاعت الرودس. حقه يرشوها بالمبيدات لانها هي بتخلك حشرات سامة بتضرت ناس المنطقة القريبة. المنطقة الحولة كلها بتاعت المزارع دي. يهو بتقوم الحشرة زين الفسايا ديك اللي هي اللي بتعضيك وجسبك كله بقوم. حشرة سامة جدا جدا وخطرة جدا جدا نتيجة للرودس. الرودس ده عنده ضررين. انه المنطقة الحولة كلها بسميمة. واحد. اثنين بيشرب المياه الجوفية بانتهي من المياه كله. وقت تنزرع عشرة خمسة سنة بعد ده الوقت دي تبقى خلاص. ما عنده اي غيمة لانه بيمتصى المياه الجوفية. عشان كده للسعودين دالين يزرعوا عندهم لانه ضار للتربة. ولا الكويتين ولا الاماراتين دالين يزرعوا. بزرعوا عندك في مشروع الجزيرة هنا. المشروع ده ذاته مصدك كمية كبيرة جدا جدا. يعني ممكن يكون هكتراته كبيرة جدا جدا. اتخيل انه الاماراتين والكويتين عنده زي ما تقول تحالف في في امتصاص سروات الدولة السودانية. اتخيل انه النازل المشروع ده مصرين على اسرار شديد جدا جدا. اكتشف انه المشروع ده يجروا تخيل حواشات كبيرة جدا جدا. لم نقل للمواطنين السوداني ويستلموا بروش. غير انه الواطن الدين والله بلاج بيت 99 سنة. فقرى التجارير ده كلها عملها كانسل. وقف المشروع. وقف المشروع. قال وقف المشروع الصباح. جاء الاماراتين ومعونا واحد كويتي قعدوا معاوه ويتكلم معاوه. قال هنا جماعة المشروع ده هندي التجارير بتاعه. قال لك ويس طلعوا كده قال الساعة واحدة ظهر ضرب ليه تلفون ابراهيم جابر اللي حسلي بتكلم لك عنه. الرزيق الغاتل المقتصد ده. التحية للقبيلة كلها جماعة. احنا ومنا نحب نهبس القبيلة. لكن لانه هم غايدينها بقبلية. يعني هزادو يجب انه بيعون سوريا ده حاجة سيئة يعني. نحنا الرزيقات اهلنا ونحنا الرزيقات يعني مرتبطين بين الرزيقات السودانيين زينا كده. ما زي حميتي ابراهيم جابر هي سوداني ممكن يكون. لكن يبقى في النهاية كان يعني الانتيازات اللي تقدمت له بواسطة القبيلة. عشان كده هنهبسه. وحسي هو الاحتماق بتاع حميتي بواسطة القبيلة. زي الاحتماق بتاع منها رقوم الناوي بقبيلته. زي احتماق جبريل بقبيلته. زي احتماق البرهان بقبيلته تحسد زاكياب والعالياب والحوامة بتاعتهم. هم ذاتا دي ما المشروع القديم ما قادروا يطلعوا منه. لانه ما عندهم سند شعبي. ولانه ما عندهم اي سند. سندهم برجعوا للقبيلة بتاعتهم. للأسف الشديد بياخروه. بيضيعوا. زي ما بقولوا. بيتلفوا اخلاق القبيلة ذاتها. المهم. ابراهيم جابر قالت المشروع ده بتاع الكويتين ده دارك يعني تصدقوا. تمرروا. قال لي اخي المشروع ده ما وقدر امرروا. ده اللواء عبدالعزيز عثمان الليمين. مع بيتكلم بالتلفون مع ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة. قال لي المشروع ده دار بالمواطن ودار بالمنطقة والمشروع ده النازل عندهم مخالفات ضخمة جدا جدا. قال لي عندهم مخالفات بضر ما بضر. افتح المشروع ده ولا على الرجع. قال لي الرجعين طوالي. خي الوالي. الكلام ده الساعة واحدة ظهر. الساعة ثلاثة ظهر جاتل جاتل بيقولوا بتاعت الجيش البرسلات رسائل بتاعته للإشارة بتاعت الجيش. انه يبلغ الغيادة العامة. ودي كانت اخر شغل لعبدالعزيز عثمان الامين. بو رجع الغيادة العامة بلغ هناك بعد اسبوع قد وده الشارع. ضابط عديل لا فني زي الصعاليك ديل لا كده. وغاد عندي شغل كثير بيقول له اشتغل في القبيد اشتغل في كده. كثيرين من ضباط الجيش. قالوا ليه اقدم ان انضف الناس المروا على الجيش. لما فيه واحد غاتل مختصد بيسمى الغبيلة وبيسمى الجهة وبيسمى الماليشيات شاتوا برا. ودي عادية ابراهيم جابل ما شاد ده بس. ابراهيم جابل شغال نظافة بالجيش زيه زي عمر البشير. قال ليه يتكلم لنا عنه. قال ليه يتكلم لنا عن هنا. ضباط كثيرين زي كم ضابط جعله. كثيرين ضباط. ودي واحدة من الحاجات ان احنا رافضينها يعني. هي هي مشجعة لي يعني هي معظمة ضباط دي زاته فنيين يعني ما ضباط زاته. ودي ما كانت حق وتتراجع. انت قايل ناس ودي صالح والصعالق بتاعنا الغحات هذي راجعوا حاجة. يخذ كشفات كبيرة جيش السودانين اطلعوا من الكلة الحربية كلهم وديونا الشارع. جابوا الفنيين قريب حميتي قريب عمر البشير واتخالد عمر البشير طابع ايوه ده من حجر العسل ده من الدخيلة ده من الكيكيرا ده من كده كلهم شكلوا جون الجيش والامن ودي رافضينها نحنا. وديو عدد بسيط جدا جدا من باقي السودان. وديو واحدة من المظالم ان احنا رافضيننا. لكن تبقى انا تشتشني من موضوع المروي. مروي ده انا ما حكيته لك انجي مع الموضوع بتاع مروي ده كان مسكون المصريين على اساسين يضربوا المحتوها الاسم حميتي ده وكانوا ماشيين في الخطوات ده. لكن حميتيكوا تلقروا وعالج الموضوع في الامارات او الموضوع انتهى. حسي حاليا بعد ذا البرهان ذاته داخل في مشاكل ان نزلوا وكانوا مطار مروي عندهم مشروع كان لضرب الماليشيات بتاعت حميتي كان المشروع عديل يعني ما مشروع سيح. لان الموضوع ده ما قلت انا دي كانت تشات تعلم بيو كان المصريين عارفين انه كان الفرنسيين ذاتهم زهجانين من حميتي في الفاقنر اتدخنوا. يعني السراع كان في الفاقنر حسي حميتي ما تنازل عن الفاقنر شوية قاموا ادو مساحة. حسي لو لاحظت انه جا عادي جدا جدا وبالمناسبة قصة انه يعني حميتيك بضوف الخرطوم ولا احصل دمج الغواد من غير اذن حميتي ولا اجي وزير من غير اذن حميتي ولا اجي سفير من غير اذن حميتي دي حاجة كالضاب انتبتك والله يباحلف لك بها اسم الله. وقسم بالله العظيم حميتي سايق البرهان وسايق كباسي وسايق قاسر العضو. وكل الصعاريك بتاع عن الجيز جلدى الاغوات ما عندهم الحاجة يحاربوا بها ذات يحاربوا كن عندهم شنو يحاربوا ما عندهم الحاجة يحاربوا الدعم السريع دي قلت لك النازل مكر في الدولة دي وعدده ما شلع العشرين تلاتين أجل. والجيز ده ما عنده اي طريقة المنفذ الوحيد بتاعه الشرطة دي اللي هو نصبه طيرة وهي وهاية العمليات ما عنده اي حل ويكون صادق مع الشعب يطلع يقول والله يا جماعة حاصل كهد 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 ولكن طالما هوم ودس كده تأكد انه اي لحظة ممكن يحصل انقلاب والانقلاب الجايدة ما حكونانقلاب سايزحه هميتي الانقلاب سايكون كانت بي و Marilyn Gateا زاده الانقلاب سيكون قائم به حميتي كتير ممكن يكون اي يزول بيقرأ مشهد صح بيقرأ مشهد فيه انه اللي يمادي الانقلاب الجاي سيزح البرهان لانه حميتي ما دار البرهان حميتي عنده الغوة عنده العساكر المتخنطقين عنده الكيزان ذات الواقفين معه هل بتفتكر انه الكيزان لديه مبدأ بيقرأهم حميتي تبقى انت زول غبي وصنع حميتي منه ما صنعوا الكيزان اختلف مع جزء من الكيزان لكن ما بيختلف معهم كله مرتبط به انتقال الناس مسار علي مسار وناس اسماء كثيرة جدا جلما هم ذاته انتجابوا حميتي حميتي ذاته كوزي اخي وزال كان حماية البشير وناس الفريق طاهم شل كبيرة وهو اصله معه وغير ما تنسى الامارات هس يتبقى كورك في مصر هنا وفي التيريس يوم واحد كوركت في الامارات يوم واحد فكرت تنشي السفارة الاماراتية ما كل يوم بنقول لكم السفارات دي اصل المشكلة شعب السولاء كل التنسيغيات تطلع تعرض ويموتوا منها الناس وتجي راجعة اصلا دارين يموتوا منها الناس لكن ما دار تحل المشكلة المشكلة هناك في السفارة الاماراتية في العمل القاعدين في السفارة البريطانية في فولكر في المجموعات دي دي اصل المشكلة ذاتها تقعد تقول ليه طالع البرربال وطالع الغصر التغابية ولا شنه تبتمشي تموت مجاني ولا شنه بابا الا نقول اليك كده تبتموت مجاني والله الموت الحقيقة تمشي العميل السفارة الاماراتية الرصاصة اللي يكتلون لها قاعد تدفع قيمته هي العربات التهشرات اللي تفحض وتطلع في السوار قاعد تشتريها هي ذات الامارات والجيب لحمدته والجيب للجيزة ذاته البنبانة اللي يضرب ده قاعدين يجيبون المصريين بتنفي الصفارة المصرية الدعم اللي يجي من السعودية والعساكر اللي يموتوا في السعودية بدل السوداء بدل السعوديين بدل يموتوا السعوديين بيحاربوا في عارضهم نحن ملن ومال تخلوا عارضنا الماء محرر وتمشي عشان تحرروا عارض الناس التانين لا بالسدير وعليان من تحت اللي مثل الفاتل دي كانت في يعني مبارح كان في كان عيد الام والحاجة دي دي يا أخي التحية لون يا أختي التحية لأمهاتنا والله الصابرات والله الصامدات نظر لله إنه يتغبل والدتنا ويتغبل أمهات أمهاتنا كلهم ويرحمهم للحي والميل المرأة الكائنة الجميل الكائنة الجميل والله هي المكمل طبعا الصورة دي وكي بدأت والله الحقيقة بدأت النسوان بدأت أم كبس أنا ما عارف الناس بتتذكر أم كبس ما عارف أنا غيرت ولو الناس بتتذكر أم كبس الكنداكات بتاعاتنا الحراير الغاتلوا في الصورة دي أصلا زي ما يقول المرأة لو لدت منك تديك الدنيا دي كلها ولو غطبت منك توريك كلام تاني قبل ثلاثة يوم مرأة أمريكية مرأة أمريكية من الزوجة لها واحد سبعة وثلاثين سنة وبعد السبعة وثلاثين سنة قام شاتة انقلب عليها وحدث ما حدث زي ما قال المعطوها الكباشي وقال لا تطلع إليه من البيت طبعا البيت مسجل بي اسمه وشغال كويس وقامت قلت لها أخي كيف أطلع عليها؟ قلت لها لا تطلقتك تطلع إليه وطلع عليك الألفية نصيب وخلاله المحكمة يعني الحاجة اللي تغرره المحكمة وبعدا يدوها لها طبعا المرأة ما بتطلع ساي ماذا يبلدنا هناك يقوموا تردوها يودوها البيت هنا انداح يقوق يعني فالأخين البيت طبعا مسجل بي اسمه قال له عنديك ثلاثة يوم تطلع إليه من البيت قلت له خلاص كويس هو ساكن في حي كده وفعلا اليوم الأول الجاد قعدت في البيت لما تعفشه كله اليوم الثاني جاءت الصباح رفعت عفشه كله وودته البيت اللي حتى تقعد فيه اليوم الثالث جاءت جاعدت براحة جابت معاها جابت معاها كيلة من بره كله جنبري الأسماك العادية وجبة بتاعت السمك زي ما تقوله ضخمة خطتها في الطرابيزة وخطت كوبايتها وخطت جزعتها وضربت كده وأكلت السمك بمزاج كده وجامت نظفتها البيت كله ولم تباقي السمك ده كله الستائر بتعرفوا الستائر الستائر العادية دي الستائر دي مش فيه ماسورة المواسير بتاعت الستائر دي دخلت كله غرفة شفتها الماسورة تقوم تحشي فيها بواقي السمك حشتها ليه كله جوا بواقي السمك في شنف الستائر فوق ونظفت البيت نظيف وطلعت فاتت أهل راجل جمت كيف اليوم البعد اللي جاء معافي فتح بيته معه مرته الجديدة استمتع وأنا سوضحك أخذ اليوم اللي هو للتاني التالت أول ما تم عشر خمس عشر يوم بيقول شم ريحة قلل لها قلل لها قلل لها لا تشم ريحة قدر ما فتح بك في حاجة في دون قديمة في حاجة ميتة في فار ميت في نصيبة قلل لها قلل لها قلل لها قلل لها فقام قام ضرب لها وهي الضربة لو تتمنس معا قام قال لا يا أخي أنا ما أقوم أعمل معك تسوية أديك البيت لأنه خلاص فقط فوق الأمل البيت سعره وقع في الوطن ما عنده أي غيمة هو ذاته خاف إنه تعرف إنه ما عنده غيمة ما تقبل فقال لا يا أخي أنا أريدك البيت قلت يا أخي ما أبقى أجي 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 أمتين قال لا 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 ما تجي البيت تجي طوال المحامي لو أنت دائر البيت تتلاقى في المحامي نعمل تسوية طوال ما دار تخارج منه ما دارس شم الريحة لو شمت الريحة مبطنة دا يرسل معاه للتشميع فقال ليه خلاص تلاقى في المحامي طوال جاءت أمضى 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 قال ليه ها بتشيل حاجاتك 200 قال ليه حسي يلا كي معاي طوال بعد ما سلم الورق في المحامي طلع باب ومشى بيته لقى مرته الجديد حاجاتهم كلها ومن ضمن الحاجات شالوا الستائر ذاته وحجد الستائر فاته بيته وهي دخلت بيته قفلته يعني الزول الذات وشال الستائر برضو حيوش يركب هناك عشان كده الله سبحان وتعال قال إن كيد الشيطان كان ضعيف وخجف النساء إن كيد هن عظيم لكن يعني عند أي شيء الرسول قال رفغا بالغوارير يعني المرأة إذا ممكن تجلع منك حياتك واحد التحية للمرأة السودانية والتحية لنسائنا الكنداكات الغاد والثورة ما بدنا نحن ولا تسمع الكلام الثورة غاد وكنداكات السودانيات ولسه نحن منتظرين منهم طبعا كلهم قاعدين يغاتلوا يغاتلوا زي ما تقول هم ما قدروا يعملوا رابعة العدوية حاولوا بقدر إن كان يوقفوا النسوان كتلوا فيهم حاولوا يرفعوا موضوع على الاقتصاب ده عشان العوائل تسحب تسحب بنات من الصورة لكن الصورة منتصرة والكنداكات بيطلعوا تاني نحن بنبشر الكنداكات بيطلعوا تحياتنا لكم يا جماعة وكيف أنام عن سادات غومي أنا من فضل نعمتهم ربيت وإن دارت بهم خيل العادي ونادوني أجبت متى دعيته بسيف حده وزي المنايا ورمح صدره الحدف المميد صدره الحدف المميد خلقته من الحديد أشد بأسل وغد بلي الحديد وما بليته يا جماعة صورتنا دي ستستمر وستنتصر الله ستنتصر كلنا هلتلاقى في النهاية وشوفه ممكن ما الليلة وممكن ما بكرة لكن بعد بكرة وممكن بعد بعد بكرة هلنتصر إن شاء الله تحياتنا لكم يا جماعة تحيات خاصة صباحة خير عليكم يا هنف طيبين جماعة خير عليكم كوبة الشاي سعيدة أول شيء تحيير كله نساء الأرض ملح الأرض بيوم المرعد عالمي منين زي ما قلنا يكون انطلاغة لتعديل في تركيبة المجتمع السوداني إن شان بعد ذلك يتعدل اقتصاديا وسياسيا وهذا الكلام ده بل تقول محمد عارض يفهم بلي أنا أنا بفتكر إنه إحنا إشكالياتنا ما سياسية إحنا إشكالياتنا مجتمعية اختلف هلنات هو يبتفق معاي فيها لأنه هذا العندنا يفعلنا جونا إذن السودانية بالتعلي粉 إذا بقضل نتعدل الجود ده وكأن نتعدل لايزه الخريطه علينا إننا نتعد لنا بجتمع وإذا paramet إننا من نلتل لأيزه بلادنا هم المدرسة الأولى الحياتية الأخلاقية الدينية أيا أن الديانت وإنما نقوم الآن الصارع فيها فهمت عليه في النهاية المهروسة الأخلاقي تجع وطنك ومجتمعك والقيم هذا سمحة بتفق عليها كل الديانات وبعد ذلك بتفق عليها أن الناس يعيشوا في أمان لأن المجتمعية نفسها والفلسفة التي عملت بها الدول وتكونت بها المجتمعات هي فلسفة التضعف تضعف الجهود هي فلسفة التعاون هي فلسفة توفير الأمن توفير الحماية لين نحن في السودان بنأزب عمى لين نحن مجبولين على أزياد بعضنا الكلام اللي بقوله دي أنا كله لا أتطبقوا شعر لأنه تكون عارفة لأنه أنا ما ملاكي في النهاية أنا دا أربدا من حاجة لأننا المزوجين عندهم أسر أربدا من الحديدة دي الحديدة طيب أقول لكم الحديدة وفايدة شو لو أنت أساسا عاوستمش لك الده الحديدة دي ما معناته الله ياكو ودرشيد وانتزوجة أنجلينا تمام وطبط بها واسمعوا يا ناس إن شاء أنتكم تقولوا النادي بيزنوا ونذر سعني من غير رباط شرائي وا 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 دي ممكن فلسفة النادي الحياتية طيب فلسفة محمد الحياتية في الحديثة الحديثة لم أقعد تفارقنيها جماعة أنا كنت مزوي قبل كده فشلت في زواجي بعد زوجت أنجلينا بس من أول ولا تاني أنا اختلفت العمر والخبرات المتراكمة وطريقة إنك تسير حياتك وتتفادئ إنك إنت له قبل كده فشلت في حياتك معي من التفشل في حياتك ولكن أتنعي منكم تفشلوا في حياتكم لو كان مجتمعكم بيصف المطلقين أول مطلقات بالملقصة فتدلال على ملقصة المجتمع نفسه بشأنك إحنا قاعد نهدد فيه وبنحاول نهدم الصنم اللي يسمون مجتمع السوداني المترابط مجتمع النفاقية الميزة في الحديثة اللي هي في يتك دي إنها بتحسسك بأنه في بشرية مربوطة في جيدك مربوطة في عقلك في بشرية أنت مسؤول منهم مسؤول منهم ماديا مسؤول منهم مجتمعيا على مسؤول المجتمع توفر له للحماية مسؤول منهم نفسيا إنك توفر ليهم على إطار النفسي اللي يعيشوا فيه إنت علي لمدى أو أبد الآبدين إشان أنت يلعين منظومة من الكتاكي تكون هي عن نفسها تركيبتها النفسية متوازنة وبالتالي ما يطلعوا لي جنجويض رباطة زي مبغول الجماعة في سورتهم دي أو يطلعوا لي كل الوزراء الفشل الدين أو يطلعوا لي كل رجال الدين الخم والشعب السوداني الثلاثين سنة وقبل الثلاثين سنة أيام دولة الخلافة والمهدية والخلق وعبد الله ودولة المهدي وكل الناس الحبض الناس بإسم الدين تجيش خلف هذا الإمام الفاصد الدلي فهمتها لي دي مهمتها تالي لما انتك كلها بزا تمام امتن للآخر اللي هو قاعد لك في البيت إذا هي شغالة معا أهلا وسهلا عندها شغل إضافة لبيتك إذا هي ما شغالة معا وإنت طالع الصباح كذا يا أخي أعين الله كذا أقول الله يا أخي شكرا أنت ماسكة بلاء والدرشيد أنت متحمل الرجل المريض نفسيا صاحب العيلة الكراكيب أنت 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 بتوقفر ليل الجو المناسب أنه أنا أشتغل أنه أنا أنتج أنه أنا أبدع أنه أنا أمشي لقدام أنه 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 لأنه أساساً أنت لو لا تطرفها الآخر أمك أختك حبيبتك اللي بعد ذاك بتكون زوجيتك وقدرت أنت تكسر رأسها وقبلها قلت أنت تكسر لها التلج وبدأت أن تفرج لها البحر الطحين ويدي نفسك وده نفسه اللي اتحب بيديه قلت لها ترتبت بيه وشفت فيه كل ناية زي ما أقوله هذا السماوية والأرضية تمام؟ دارة تمشي معاولة للدام اللي تبدل شنو تمام؟ أم الله يباك سبينا نصرها الدية العافية أمر ابن عد عد رسي من فوق وسعيدك وأنا والله أم أقدم لك حياة تستفيدي منك بحاجة تعمل على زوجة كويس ما أنا أم أصبح كويس ميا ميا لكن أيضا كيدا زوجة كويس أمد أم أقدم شيء أستستفيدي منك تمتن لها وتشكورها بالحديثة اللي انت لابسة دي تمام انا يمع حرفيا والكلام ده قلته قبل كده المجتمع السودان عنده اشكالية في التركيبة النفسية شيته واللاباته فيكن عيلة نفسية محتاجين نرجع للمهنية الانت تدخل محمد منه طبعا في المجتمع ده اتكلم عن روسيا البوتينية اتكلم لين امريكا اللاتينية اتكلم لين امريكا الشمالية اتكلم لين الغطبة الشمالية اتكلم لين اصير قسطة اتكلم لين البحر الكاريبي اتكلم لين ماكرو اتكلم لين جيني خردشوف اتكلم لين جيني بردشوف اتكلم لين اي حاجة السودان تقول لها تكلم فيها بتكلم فيها تمام لكن لو جيت على مستوى التركيبة حقه ده محمد بتكلم معك ده تمام حتجاوه محتري ومختل تمام بالتالي انت محتاج إيش هتتعدل المسافات دي يا أخي خلعمه لينا يوم 14 فبراير يوم الحب يوم 16 فبراير يوم اليمتنان يوم 1 مارس يوم ما بعرف البوس العالمي لكل فرد سوداني يوم 30 مارس وردة لكل سوداني يوم 500 أعملوا أيام زي ما أنتوا عاوزين أنت تعرف فائدة أنه يدعم اليوم بغض النظر عن المنظور السياسي هو المرجعية السياسية الأيام الجميلة إذا نحن حددناها وقلنا والله يا أخي نحن نعملها بتذكرك بتفترك بتصنفرك تمام يعني نفس الليلة لما نجعل الليلات تمام يعني أنا قلت الآن في جمال شنو بشروم حسنك فريد حسب الجيل دعلا حسب جيلك زوجتك في العشرينات ما هي زوجتك في الثلاثينات في جيك في الآشرينات ما هو الجيك في الثلاثينات ما هو في الأربعيناات ما هو في الخمسينات ما هو في الستينات ما هي مراحل عمرية يعني ما هو ممكن لنا الشبابات بتوقوا ديسكو في الآشرين دين وانا عمري اربعين مش عال الخمسين ادوك ديسكو معاهم ممكن اكون منفتح ممكن اكون منشرح ممكن اكون مستشرف مستقبلي ممكن اكون عايش حياتي بسعادة لكن على حسب المعدل العمري حقانا اللي هو بخصنيانا بميزنيانا يعني انا زوجتي في العشرينات كانت عندها خفيفة نطاطا جرايا ضحاكا ما بعرف شنو في التلاتينات شوية كده لو جابت ولد ولدين شوية كده لو جابت هي مع هي مع ايام الثون الثين الغالين صباح سعيد اي صوت النادر الامس خيالي رسمان انت قلع فيها رسمان هاي ستشرف من الصباح الامل والخيال خلو بس الخيال مرحل لدي كل المشاكل بحل الجزء من المشاكل بالتالي كله مراحل عمرية وعندها ليه نحنا مصرين انه نحنا نعيش تمام ها مراحلنا العمرية في مدى زماني معينة اللي هو من العجرينات في التلاتينات يعني انا واعتقد انه من المشاكل للدولة السودانية على المستوى السياسي انه الساسة بتاعينا دير لو كانوا الناس كده في قيوت زي ما قولوا الناس كيفتلك بيكتلك ومدينك في اللايف التقديمة اللي هي بس قويتة يمتع ري وياي وساعات شاي يمتع ري ده باي كلاما عيال الصغار دير الساسة بتاعينا انه الخريفين ستين سنة سبعين سنة فيه انتع ريك تمانين سنة دير السماسكين دير لو كانوا هم ملتزمين ببيوتهم وبأسرهم ده على حسب فلسفة كانة وسائدين فيها ما كانتطلعوا للسياسة لانه انا الان وماش على الخمسينات والله يوميا بتمنى انه انا اعتقاد يوميا خلاص بدلتها انف من كم وعشرين لكم وعربعين مش على خمسين 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 سنة شغول خلاص كفاية هاي بعدها ممكن تكون بتشتغل شغول خاص بها كينتا بيكفيه زمن كينتا لكن محتاج تبعد مع التاني ده تستمتع بها وتضحك معها وتتونس معها الناز هي خطارك في الاقتصاديات وتوفير والتعارف العلل لانه الدولة ما قايمة بها دورة لكن الليلة الدولة سنة وقارة التعليم السكن العلاج عندك رأة تامين فيه ده علي هاي احنا كانا استمتعنا من حياتنا وعيشنا ما اخض رويش حسن طيب لالدولة ما دايمة بحياتها ليه ما ينتسبب يعني محمد ما ينتويش عملا تنبزوني ما ينتسبب محمد ينتسبب تمام لان انت كمجتمع ما صدرتها هاي الولد الكافية الجودة الكافية من البشر اللي بيستفيدوا من امكانيات الدولة دي شان الدوق تعبليم والدوق صحة ويدوك وما بعرف يا بيستفيدوا زماجن ويعانة التقاعد ويدوك تامين طبي ويدوك 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 يا هاي انافسها ما بي صباح الخير ما بي حبيبي ما بي بوسني ما بي عبوسة وكان ننتقاعد عايش معاه في الحرب ما بيش قررتها من البيت لفاء السياسي صدق يوسف علي بوسيف توتوسف، عرمانوف، كرمانوف، حمدوف، برهانوف، حماتي، أروروف، حيووب يطلع اقرفك انت في الدولة السودانية لكن لو هناك تمام؟ أنجلين حقا غديد كانت مضبطة الدنيا كانت ضحكة، كانت متسمة كانت عايشة الحياة وربه يا غي تحية لك وزوجة صديق من البرفة الريح ألف سلام عليكم، ما تشوفي شر يا عرباه كل سنة أنت طيبة وربنا يخليك لعيالك وعب عيالك ومسمع عنكم كله خير والله والله أعلمت جديد لما كلمتني أنجلين ألف سلام عليكم، ما تشوفي شرط إن شاء الله تمام؟ لو كانت ديم وفر ليه كل الجودة وهم ساعدة بأنه توفر ليه الجودة ما كان السياسي دقرفك خمسين، ستين سنة كان خلاص مش ساقليو عجلة، مش باع شرع النيل أكل معا تسالي، مش باع رحلة نيلية بوت، كوت، لوت، فلوكة، اللوكة، سلوكة فهمت علي، وقعدين يضحكوا يشربوا في شان وقهوتهم وبطل سياسة وبطل قرف وبطل قرف وبقى كده تعاقوا بجيال سياسي بعد سياسي، سياسي بعد سياسي، سياسي، سياسي بعد سياسي لكن لهم قرفان من البيت ولهم قرف ناس البيت ناس البيت زاد ويدمنوا أنه ما يجي راجع من اجتماع لاجتماع، من اجتماع لاجتماع ولو يختاروا يكون ريحوهم منه هلت الإشكالية وين؟ كان اسمها وزادة التربية والتعليم، وضع التربية بدأت كده صدي يا عزمان كانت أختي برضو يعني اعتماد عند اسمه بتاعات مناهج قبل فترة كنت بتكلم معاك كانت لهي نفس الكلمة اللي هي بدقة التعليم هو التعليم زادة تعليم تلقينة بالمناسبة إنه الأستاذ هو آخر العلماء على الأرض وآخر العارفين الذين نتجد لهم مشارة التربية زادة حتى الأستاذ زادة يعني أنا أبتكر إن الليلة تسلم يا رب ويديك العافية خليها حماد بطل إنها بلا دكتور ويديك العافية وتسلم مع جماعة مالش ويديك العافية إنت الليلة ما التربية بس يعني لو أنا سأطلع زي أبوي ويدي سأطلع زي أنا وبتي سأطلع زي أمها وأمها سأطلع زي حبوبة فإن الفائدة ما ؟ لا أستفيد إن إحنا يعني الهيلمن ستين جوري يا حبيبتنا خالتي على رقم فوق الهيلمن ستين هي نفسها القاعدة في نايا 23 عيزة يا أخي تسلم الحبيبي يا أخي قولت منك شديد عيسى ناظر الدكالعافية تمام؟ التعليم لا بد يقوم من على العصف بالدكتال والعصف الزيني والاستفزاز يقول فالدكتور ربلي فبالتالي لو أنا بشبه مني يقولك والله يا أخي ما شابها أباه فما ظلم أقلب الجر على فما تطلع البيت لأمها يا أخي ما تطلع لأمها هي لو طلع زي أمها أنا ما حاسة في الحاجة معنى ذا ما في تطور معنى ذا ما في تحاق وبجال معنى ذا ما في استفادات دا إحنا من جبار يا جماعة نتكلم بالحديدة دي بس حديدة الصغيرون دي لشأن إحنا نعدل حياة ما ونمشل يجدام يهمت عليه أتمنى إنه أي واحد فيكم الآن يمسك كده ويمتن لزوجة أو زوج خطيبة أو خطيب حبيبة أو حبيب بعيد عن التشريعات والتسلم كدير جوري والإفتاء والتحكم في المنصة الأخلاقية وأنت آخر الرجال العظماء وأنت آخر من تفتغد عنهم ما حفيدة تحوى ومنظومتها أن إحنا بجر هاي ما أنا أمس عمل لي اسم جنوع إنها زريفة كده كيكة زريفة كده فإنجليلة لزل عليها صحبا الله فأكلت منها ما قلت حلوة ما حلوة ما تكلمت فنظرت لي شزرع لأنه حاولت كثير إنه تعديمني وتعديمني الحاجة دي إنه يا أخي لما تأكل أول ما تضوك قل ليه الأكل ده طعمه كيف إذي معا دي 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 إنتعى الكلمة دي شتاً لاكي لأن إنت أكلت اللغمة الخطيرة دي الملاحة الكثرة دي لو إنت عاد أختلاع عليها بتغير تركيباتها النفسية ده التمن؟ ده التمن رخيص ده لا يسوه شيء إنك إنت يعني حياة تكون حلوة تمام؟ طالع من الصباح سلام عليكم يا جماعة أنا مشاهد تمام؟ ما في أول شيء سلام عليكم يا جماعة أنا جيد ما في أولا بالمناسبة لقدامكم ده أكان أقرف خلق الله في العلاقات تمام؟ آآ منظورك بعيد يا أبا همين نحن شاهد سيران عداد التخاريسين ما قالت جولة حبيبتي خاتي تمام؟ أنا كنت أقرف واحد في العلاقات دي لكن في النهاية بتجيب مع نفسك زي ما قلت بيت لما أنا كده الغنية دي خلقها يا جماعة تمشي شوية كده والله إلا أنا جادني كده كده صحم الله لا أنا لا أقرف أنا لا أقرف أنا لا أقرف وصعر الجادلات يا امتبال عمال والدلال والرغم والجرم والخلون يا شبيه تنكور وخدمة حرام حرام تنطل الله القدور والنشاق الأعين المفتول السواء انا عجيب حتى عسان من الزرير لا تريك اسم الله قيل زيار قريب الاعجيب والأيبانات من الزرير لا تريك اسم الله قيل زيار قريب والغذاء الحق باعشاق في القوم الغذاء الحق باعشاق في القوم دي الكلام هل قاعد اقول هان يا جماعة ما نسمع غنيا نشوف نتماعهم في كلمات دي يعني يا اخي اسمعي الاقتصاديا الآن نحن بنتكلم في السودان اقتصاديا والأسرة بالمناسبة الأسرة السودانية بفاشل اقتصاديا يعني انت فاشل حبيا فاشل حنانيا فاشل لطافيا فاشل بسماشنو الرجل الكيوت بسماشنو بسماشنو رومانسيا فاشل تعبيريا فاشل نظراتيا فاشل لمساتيا فاشل عطفاتيا فاشل لطفاتيا حجبك اقل لك منو انا داير البيضة اقل لك منو انا داير اللوني كبيب جان تمشى ضايق كلها اهها في الكريمات والبسيقي والجليخ والفسيخ تمام ولا تبدأ هنا بمبيع وهنا empresas حمراء وهنا شيء عمراء وهنا لبنية وهنا ما باعرف كاكاوية اقل لك منو انا داير الكاز أنا لما نعرستك أنا لما نحبيتك أنت قلت بيضاء قلت بيضاء أنت وفجأة كده نزل صحم الله عليك وجده ما بجده لونك سمرة يا جماعة اللون والجمالية دي والله بعيونة جدا أنت عارفة خصيفة لعاغل الراجل اللي هو الدرشيد دا تمام اللي هو مفتقرة إنه لما نعاي الليل عبدالدجازي على راسيم الفوضي يا حب وتحية ليك طولت بالنجاح أنت عارفة لو هو تمام بيحبك بالألوان دا معنات ألوان طيب ما تكفيه هيعرز واحد واثنين وطلعها طواربعة ونزلها وخمزة وزتة وزبعة وريوس وتمانية وتزعة والعين يمين والعين شبال كور زي مروحة الطرابة إذا بتلنفت يمين وشمات دا ما حتكفي ألوان طيب لو واصسا بيحبك على لون بيحبك على تحرف بيحبك على كلمة بيحبك علي تمام جوري قادل لغا لغاومية ديزادة أسا فهم كلمات تغير لأنه منظور الجمال سودانيين اختلفين لأنه مغدربين لغاولنا اختلف الناس سودانيين الداخل وقالوا احتمال والله يا جوري اختلفنا ما اختلفنا معهم قبل كده كنت قلت ليك كلمة الناس اطلعوا زمان اطلعوا بقيم موروسة الآن اتغيرت ودخلت عليها حاجات جديدة ما بيخطاب الناس برها اللي هم طولوا ناس الداخل ما كلهم مشان نحن ما نقوم كبان يهبدون الآن أنا قامس ولا ولا مس في الله يبدع على اسم حب وكرامة وتهنع بيوم مرحة الارض يوم النساء هبدوني وقال لي انت اسم يكسرتلي جوبتاع وانميكي وما بعرف اللي هم اللح الفاضل بيقول علي تمام لو هو اساسك بيحبك على لون ده ما حتخبر تكفي واروان اطلعوا يا اخي انا ما دايرك بيضا انا دايرك زي ما انتي زي ما انتي ما انا حبيتك كده وارتضيك انه ازوجك كده وانا لما حبيتك ولما ارتضيك ولما اتجزبت لك البوين دا جنبك انا ماشي عايفون ماشي عايفون انت داري يا اخي والله يقول لك والله اسمح منها العارس اسمح من العروس يا اخي اتما لك اتا نهايتك تاكد عفوني يا جماعة تاكد صحنك دا وتجرب ببسك دا وتنقلع تمام تمشي تقلب وشك تشوف عيشتك وين ما عندك دخل هي اسمح منه واسمح منها هم مرتضوا حياتهم كده هم دايرنا كده هم حبوا نفسهم كده لبوا نفسهم مع بعض دي يا جماعة ايش كادي شفته السياسة الفوق تعالسك وين他们NO انتم 기عادا تقولون سياسة لم بتصبرспير شفتهordinate عدلت هنا انت تاحد شفتهפت لو ما تعدلت esimerkار الصغيرون هم ع图تك هذا الفوق ما ح بده إذا عدلت. رجل نقودة على رسيم الفوق. مصعب على رسيم الفوق بديك العابيها. تمام. وهذا حسن على رسيم الفوق. لو ما تعدلت دي. الفوق ده ما بتعدل. تمام. إذا عدل التحية ده بأنك يتتمتن للآخر. تشكره. أنا واحد من الناس سوداني. أتمنى إنه تتكتر الأيامات الاحتفالية. حتى لو تكون جاهزات. إنت عارف لأنه إحنا لو أجزنا واحتفلنا بالأيام وطبقنا القيم والمعايرة اللي إحنا خاتلنا ديها. حتى نحن نتجلها جدام حتى نتعدل. ده ما نحن نشغالين بـ 10% بنحب بعضنا بـ 10% بنوض بعضنا بـ 10% بنمتن لبعضنا بـ 0% تمام. بنازي بعضنا بـ 90% تمام. كاريين لبعضنا البعض بنسبة 100% ممكن تقول لك تعمل اللايب على تبع نسبة للطلاقات ده بجري في انطر موضوع هذا. ممكن توري على رسالة من فوق ولا يهمك. مترس على رسالة من فوق. إنت عارف؟ ده الحاصل. تدخل غرف كلابات تانية. جنسيات تانية. أو يحجينيات. فيها الناس بين هنا وهنا وهنا. لكن الغرفة مثلا تونسية جزائرية. ما نقول للمصرية. يجب أن يقول لكم ليه هيتو مصرية اينه كين سيرتها. وه مهلا الهلا 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 مصر سوت ليلة ووضع للقال. اللي وضعنا بـ 0% بس ناعر بالردحي بس. بس تيب د supernatural. اي غرفة يختنا. امريكية. اسبانية. دمام. اخوش اي غرفة يدعوية. سوف نشوف الخليطة الفيان. شوف سمحة الحوار. شوف هدوء الكلمات. شوف اللطافة ده. نحن 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 تطوح لو طلطفنا بكلمة في الكلب هاوس السوداني تاني يوم لسان قدر ده وغور فقدر الليلة وباقر وده الرشيد يتحرج به ما بعرف علوية بالتاني وده المجبور وده المجبور غور فقدر ده بس إشانا بديت الكلامة رطيفة يا أخو وأنا يعني كده في قدر القادر بفتح الشاشة وبدخل وبجد انت في ألسكا وانا ما بعرف في حجر الطير إشان أدخل ليكي إشان أبحرش بيكي لأما الكلمات ممكن تعده لحمسات لمسات كمسات قمزات يا أخي انت في آخر الدنيا وانا في آخر الدنيا لكن لأنه انت عارف ليه لأنه نحن منافقين لأنه جداً أساساً ما حب حبوبتنا ولا تلطف معاها أبونا أساساً ما حب أمنا ولا تلطف معنا فمعاها ولا اسمعنا الكلام ده ولا شوفنا الحمسات واللمسات والغمسات في بيوتنا فبالتالي نحن فاقدينها ما نعرفها ما يتر ما بتعرفه بيخلعك ألا ما بتعرفه بيخدعك فانت علي ده بكله مصادر تحليلية غرف جافة ملانا شتائن ملانا نبس ملانا إيزال آخر ملانا عقفاص زي الطين فانت علي ملانا ناس تمام خشب خشب أسمنت مسندين كده بس يعني تدخل غرفة سودانية تحس إنك معسم داعي كده ما انت عيه لا بتاع أي كلمة بيبتحه في غرفة متحرش يعني أنا ما في سبيل الدفاع تمام ولا في سبيل إنه أنا الليلة قلت استعب ما حاطلك شعرك درد نزيت ديجلها بيعجولك تمام ما في سبيل الدفاع تمام ولا إنه أبرق لأنه أنا ما حاصل الحادث لكن يعني أمس كان في غرفة بيكلم عن نايا جاد السيد واحد من أولادنا في الرياض جادة أنا بعرف لأنه يمكن خمس سنوات كم من الطاضة كم من من الأدب كم من هضوء اللفظ كم من من الرقة تمام لعدنا واحد زمين نكاري توفى فجأة تمام جاد دادر بلاي تلفون بيبكزين لفارة صوار يا محمد ما نايا كي لأنه صاحبنا ما تخيجع عمس ما تحين في غرفة وقالوا تحرش بي واحد دخلت سميت والله ما طلعت فوق ولا حاولت أطلع فوق لا لا لقد كتبت لهم تحيد بس بس في جاد صاحبي تمام فلو ده أنت قيسوها كله قاريرا بالمغارنة يقتد يقيسوها أنت حرين تمام لكن في النهانة يعني أنا ما بحرف بشان كده يا سودانية يا خد لو نحن نجاب فين ويومك مرة تمام والله يكتر أيامك الحلوة تمام ده مني قدتك لأنه أنا لو بريد لطيف معاك تمام إنت بتحتبرين أنا متحرش بتحتبرك هالماتي دي تمام هي زي ما قولهم مسرب ولا شباك ولا باب تمام لحاجات أبعد من كده وإنت قاعدة في غالسكا وأنا قاعد في مكان مكرم يعني 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 مسلا أنجلينة ما مكفي يعني 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 أنا أمشي هتحرش بي أنت في عالسكا مثلا هو اللي حاسفين شيء لما أنا هتحرش بي بكل متين عالطريقة وسائل تواصل اجتماعي يعني هاي مريد نفسي مريد نفسي بس ما قول الرجال السودانية مرضى نفسين زي ما قول الحالين ما مرضى نفسين الغريبة أنا حلق داوم داوم في مسار الغرفة ما ممكن البنات تحرش بي لو لا تزور رد عليه ما في لأنه نحن سلسل مكسومين كثنين في القلب دا يا إما إنت واقع تب يمت عريضي يقول هنا أنا عربنا يا إما إنت حديدة زي ما نقول حديدة في خالق في النهاية في النهاية وسطية ونتكلم عن الوسطية والأخلاقية والما بعرفين ونحن 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 ونجدونا زمان وفي حبك يا رسول الله وإلا أنت والغدس لنا لا للظلم ونحن ومن هو وتحيس كده كأنه ما بقلين يقول يا الله أوي هل تحبا بالجنة والله ما نخش إلا نصب بالك هناك دير باقي يرينا بس ما ما باقي هنا غير كده ونحن فعلا تمام وحرفيا محتاجين إنه نحن نعدل في سلوكياتنا دا يا معصر آخر الدبلو والمفتاح اللي قبل يومين كتبت لكم تمام تمنعت جرجرتها فتجرجرت تمام صرخك يا ظالمني بكرهك بكرهك لا بحبك بحبك بودعك بودعك دا صراع الصباح ما بين الجذب والمفتاح ما عودة الرشيد انت هاري أصحاب من الصباح مفلس منفلس تعيس رئيس كديس قول لنا أزبادكم سلام عليكم أنا ماشي لو أنت شر بقولوا يا أخي إن شاء الله الله يرجع علينا لو أنت خير ولو أنت شر يقولوا يا أخي الله يكفينا شر ودعوة يمكن تستجاب لو من ولدك الصغير ولا من الكبر لأنه الشر هذا بالمناسب حتى ولدك العمر سنة 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 بيكون بنظر لد الشصرة دايما هو التامس تمام برضو في كتابة هناك إنه بدتك ما مشروع طباخة بدتك ما مشروع طباخة زيما زوجتك ما مشروع طباخة كالناسة ما مشروع شغالة في البيت دا مشروع حياتي أنت تمام كنت فيه إمنيات كان فيه خيالات إنه دا إيش حياة كريمة ما حياة حلوة تحققه قلقت العلاقة وزنه يا أخي فشلته فشلت يا أخي نحن إلا شعبي غريب لما تفجل العلاقات الزوجية تمام وقبل كده قلتها زمان ها اللي زوجتي فشلت معي الحياة حب وكرامة ليك وأتمنى لك النجاح نحن لما نفشل في العلاقة بتاعت الزواج دي أتفعلته أتردته أتكللته أتكتلته أتبللته أمك أختك وصحبتك وبجي راكل وأنت صاحبك أبوك أمك جدك حبوبة علي نايم ما فضل إلا بس البورغان يدخل في المشكلة وش تتاعم ونبذ يخبص انتو اختلفتو ودال انت بشو كل واحد في اتجاه كلهم في طريقة لا تجعلوها حريقة اقول كده ما نفسك ويذكر لما انت كنت بتحبها ولسه سفنجابك تقفعت انت كنت بتقول لا في شنو اقولي انت عشان تعرفو كم النفاقية في المجتمع ده تحتارو فيها تحتارو فيها مجتمع بشور نفاق بشور نفاق الهند عليه وهو بشر هو في النهاية انت مفتكرة او اله انت مفتكرة او اله مفتكرة او ملاك مفتكرة ملاكة ولا لو فيه بملاكة ما بعرفي هما يقوموا كمان نازالدين بير السيخة ما علي الحج تمام انت مفتكرة شنو هو بشر ما ملان ايوب ملاكة لاكيع ملان 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 حكيتها قبل كده تجريت مع انجرينا تمام لما كنت بيجي بلقاها تبكي وانا بقول اني مالالبتين انت مريضة نفسية او الهند اعتريها المسكينة كان بتبكي من عزاي انا من البسولة انا انا مطلح الامة الله يرحم امه كنت مطلح اينا بيجي بلقاها تبكي مالذي مجنونة او اللي تمام شوية شوية صبرت شافت انه ممكن ايو والله اذا عدل المريضة النفسي ده سابرت تمام يمين يسار الدنيا مجد بعدها بدت كل فترة في زواجك بيحصل فيها طيب انا اختلف خلاص ياخنا نتطلق ما في مشكلة كل واحد يمشي في طريق تمام الشتائم والنبز والكترابة والحرابة في شنو في شنو اتعارف اتعارف اي اي كلمة تقولة اي غضب تعضب اي انفعال في خلايا منك بتموت يعني انت بتقتل في نفسك زعنام في شنو ما منتهى زوجتك دي من منتهى بالمناسبة ولا انت كرجل انت المنتهى لا اخلاقيا ولا دينيا ولا ماديا ولا عاطفيا ولا لاطفيا ولا كاتفيا ولا بتاع انت من منتهى لا انت ولا اي يعني في غيركم احسن منكم فهمتها لي ما قدرت تتمشي مع بعض كل واحد مش في طريق فهمتها لي فتفتش على البفا معاكم تمام نزار على رسالين من فوق جوري هاي خالتي عزانة خالتي دخلت لي اي جمال له سببها حاجر خالتي كانت هي سبب زواجي منها من بنانجلينة اللي هي من نوع تمام فاطية صبرت على الازده وفي النهاية انا افتكر الله انها نالت ما بشكر نفسي لكن بقدر الامكان حاولت انه باعتهم شيء تمام ده ذاته ده ذاته ده ذاته فيه انتها لي الخالي حياتك جافة يا أخي عبر ليه اتكلم معا اتكلم معا وعبر ليه فيه مشاكل يا أخي قل له المشاكل فيهو علال قل لهو علال تمام بس اختار الكلمات اختار الزمان اختار المكان امتها لي احنا ما عدا يا جماعة احنا ما بين نحرب ها وتمترس ومتاريس وقرنوف وبرنوف احنا دارين تمام نبني حياة نبني مجتمع في النهاية ننتخب منه دولة وحكومة تتحكمنا وتعيشنا في دولتنا دي وطالعين مسيرات وتسقط تاق 2018 قلت اقول ان هذا تتابعوني يسقط عمر ويأتي عمر لانه علا دا مجتمعك علا دا ما في دعلك هذه فوق عمر ما كان هو ودرشاد وقبله والدرشيد كان الاصغر منه ودن اصغر منه ودن اصغر منه ودن اصغر منه وفي النهاية عمر كان طفل من اطفال السودان الجاري في الشوارع هذه حفاء ونعورى تمام ويلعبوا في التراب ما هو دا عمر دوح امدوك دوح متي دواي غاتل سفاح دواي قاذب ضنيلة الصادقة الماضي الترابي المرغني باسمه الخليفة عبدالله المهاضي الدرميل ده المهون ده زادل لان لو قاعدك انت مع نفسك حتشق نفسك انت سوداوي ها انت كريه انت مقيت ها انت حتى نفسك قميصك ده تمام زهجان منك لكنك ترسم لحاله ده والله ماهبل يا غصة يمكن ربنا كاشف عنه الحجم نحنا مؤمنين كاشف عنه الحجم يمكن مؤره ومقعده في 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 الجنة ولا واريه اسمه انه الحور العينة بعدها هيعرسه مرضه مكره هاينة وهو بيبتسم انت اتا دخلت في قلبه انت امدى عليه العلاغات الجاوة جاوة جاوة من العين تبسمك بوشاكك ده كلام يا معتصهم بيقولوه هو نحنا لو كنا بنطبق تمام القيم الدينية اللي بنتكلم عنها اللي كنا بنطبقه كان عندنا اشكاليات ما كان عندنا اشكاليات لكن اشكالياتنا نحنا فيه تمام القول والفعل حتى على مستوى المنابر تمام وبالمناسبة اسوأ منابر يسمع من يسمع من ود الرشيد يوافق ولا ما يوافق اسوأ منابر دينية المنابر السودانية شاب كنا نوحوت بدر ما بعرف غزوة الخندق غزوة يا اخي غزوة خندق شنو بدر شنو وحوت شنو مجتمع ده شوفوا شوف العلال فيه مجتمع ده عالية اتكلم لهم عنها عديهم قيم تمام دينية سماوية تعالج فيهم العلال والاسمنتية والطوباوية لهم في هذه الشام في النهاية تجيهم وحزي الناس يحكمون وعدل دولتهم أسوي باقي شنو الخندق انت الان بيضربوه من علاسكا بيضربوه بصاروخ خندق شنو يا ابوي وفتوحات اسلامية شوف حين المجتمع دولة المدينة الجامعة ده كان نادي ونسى كان محكمة كان منصة فكاهة كان مدرسة تربية كان صلو عبادة كان التغويم اسري كان 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 على حسب المدى الزمني والموجود كل واحد تمام احسابه من الموضوع وشكرا جلال احسابه 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 لا اعرف احسابه 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 كيف الحالي شاء الله طيب يا خنم عليش كنت برا الله يكون سابق الشارع من الرهد من اللبين ماشاء على مروابة ويا دابل قيد الله يا من عمي ومتابعين لإبداعاتك ومتابعين جهودك وكلامك الطيب في حق الوطن يعني ربنا إن شاء الله يسهل علينا ومشارك عبدالس компании النعمة إن شاء الله يا رب يحمد الذهاب للبقاء العزي وربنا اعدو حال دلما سيطًا اللهم آمينلهم آمين ومن الخامس لكن الهوال أحضر الله يا رب ella ربنا أعد العلوم آمين يا رب يحمد 접종كم من السلامي الله يسلنا يا ابن عمي الله يسلنا يا ابن عمي الله يسلنا يا ابن عمي فزي ما قلت لك يعني لا 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 انت المنتهى ولا هي المنتهى ولا انت الملاك ولا هي الملاك لكن في النهاية الناس بتحاول لما التناخش الحيات دي إشان تصل تمام لأنه شكل الدولة دا وعلاقتها وما بتتغير إلا لو تغيرنا نحن وغيرنا بعضنا البعض ومراية يا جمال العلاقة العلاقة أين كانت علاقة الأخوان في البيت الأحباب المزوجين دي علاقة بتاع المرايات زي ما قلت أنا قبل كده المزألة ما سنائية ولا انت تمام وضدك لا المزألة مزألة التقابلات واحد مع واحد عشان تكمل عشان نكمل بعضنا عشان نكشف لي بعضنا عللنا نعترف بالعلل زي ما قلت أمس أخذتني العزة بالاسم أمس غلطة وفي موضوع معين ولوين فوزين لكن في النهاية قلتها للناس وأتمنى أن تكون جزء من الأخطاء اللي اغتكبناه وفي النهاية حاولنا نعدلها تمام في حياتنا ما تخلي إشكالياتكم تبيت جمعة خير علي كلنا علينا يا جماعة أبو النور التحياتي ما تخلي إشكالياتكم في البيوت تبيت مع أخوك مع زوجتك مع غيره مع غيره لا نور جاء زي أقوله ببيت بجف وجفاب مع جفاب مع جفاب مع جفاب كثير من الناس يمكن أن يقولوا اللي محمد دا تفلس فيها ومحمد دا أمنيات وما هي الحياة سوى أمنيات ما هي الحياة أمنيات نحن قاعدين فيها بنمنى النفس كل يوم لكن صندقوني نحن عندنا رسالة واحدة بس بنوجه لناسنا بس دا كل السودان اللي أهلنا كلهم ياخد علموا الابتسامة دا المناثلة الابتسامة مريفا أنا ذاتي ما بعرفها شايفين الخطون دي شفت الخطون دي الخطون دي نتاية العبوس النتاية الزهج انت شوفوها كده يعني دي ما ما طهارت بعض القبائل السودانية دا نتاية العبوس نتاية الخرط الوش إن شاء الله الابتسامة دا دا تبام فن فلسفة بيعلموا بيعلموا لها تعليم بيعلموا لها أمك دي البيت دي كالجاعدة هناك إن شاء الله من قولي إحنا هناك إن شاء الله تعدل المجتمع دا لازم ترجع للمرأة هناك ها الموضوع ما كنت سيرتليك ها ولا اسمي إنه علوي علوي طربوش ولا الفنانة مددانوس تعانوش ولا لأنه إنت مكسر في كل البنات أنا دايما أنجلينا لما تجيب لها موسلسل ولا تجيب لها فيلم فأنا جماعة إننا نجحنا حاجة في حياتنا النتاجة التلفونات أو 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 تفيدنا أو تضيف لنا ما تخصم علينا لكن ممكن تضيف لنا سقلنا من العمر ممكن يشوفوها ودي أزواك في النهاية فقال نشوف الحياة طب بيجوا الموصلات البنات السمحات البتاع الهناية الرقشات أنا بقوم بعاكس فطوالب بقلي بحيلك يبقى بحيلك شزرة أو يقوم يقفلوا لك الكريفزيون يقول لك هذا الطلاب يا أنجلينة ذي كده على الهوى كده يا جماعة وأنجلينة ذي لكل واحدة لزوجتك لحبيبتك لخطيبتك يا أخي صدقيني أنت أجمل كائن خلقه الله في الأرض ما أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت رأي أنا ارتضيتي أنه أنا أمش معاك وعيش معاك نفس الكلام ذا من طبق عليك أنت وزوجتك وحبيبتك وخطيبتك وهو هٓ وهوietnamه�� أرتضى إن ما يمشي معاك تأكد تماما إنه أنت بالنسبة له أجمل كائن خلقه الله زي ما ارتضت قبل جهissement أمنبضون الله في لحزة الصفاء أحيانا يا جماعة المخبي subsetig عندنا شد شوية أنا أتمرة ما شدد بهمت علي؟ فإنت أجمل كائن خلغة في لحزة الصفاء في رحابة هذا الكون ما بنعرف نعبر علمونا ما بتعرف يتعبري تعلموك الموضوع ده ما ينضع علاقة بالاقتصاديات يا جماعة ما ينضع علاقة بالاقتصاديات وصدقون لو هو تعدل الاقتصاديات بجي تعدل لان تبتلقي ان حياتك دي مساستيمة زي ما تقول وقراسيمة وماشرة كدامة يا أخا الملائكة دي بتبعوا المعاكم في البيت زي جانينا بيوم كله تتشاغروا تتباروا تنططوا بتاعوا تتنابزوا كرحتوا الملائكة ذاتوا يمشوا يخلقونا البيت قولوا معاولي ساوبهم هنشنو فدوعدوان يا جماعة البداية تفشت الشاشة تفشت قلونا طيب في حاجة ثانية يا جماعة الضوء الحياتية الضوء العملية اي ان كانت ملا ولا راجل تمام؟ بنشيلها من برا بندخل البيت دي شكالية كبيرة يا جماعة لكن في النهاية ما هي الحياة متصلة بس ناسكال في البيت ديال زي ما قلت الكلامة ما انا بقوله لا تطبيقها ما انا ما ملاك ولا الله صافحتني الملائكة أو جالدتني عليها بالسيوف الله الله قالت تطبيق كالك بكلام لايفان زي ما قالت انجلينا تمام؟ ما هو منها سغل في الشغل. يعني طريقة التعامل والرسمة اللي بتترسمها في الشغل. وانت ماشي كده كان معشي لات في خط بتعسيد كحديد. تمام؟ والنفخة. انا اللي بعتبر بيسمها النفخة الكذابة أنا في انت عليه. يقول لك الهالة. هذا له هالة. هالة شنو يا ضلالة انت. هالة شنو؟ بيسم النفخة الكذابة. تمام؟ ده مهترق من الداخل. يقول لك. ده مخشم من الداخل. عشان كده منفخ. منفخ ورم. ورمانة. يقول لك ده ما هالة. اذا انت متعادل متزن. انت بتكون خفيف. الظريف. اللطيف. هاش باش. يقول لك. الناس ما بحسوا بيك اساسا. يقول لك. لكن ده ما هالة. ده ما هالة دي. تمام؟. ده انسان ما متصالح مع نفسه. ده كاره لنفسه. كاره للآخرين. ده انسان سوداوي. تمام؟. الانسان المتصالح المتسامح حتى في الشغل لما يدخل بتحس انه المكتب وزع. الوضع وزعت. زادت همتار. بالجنبة. زادت علو وارتفاع من فوق. لانه بس هو وجه داخل. يبدي عليك. لما تحس بطبيق وبكتمة النفس. الجايرة ما هالة. ده طلالة. فما تطبيقه في البيت. ما تطبيقه في البيت. لانه ده العايشين معاك. يمشوا وين. يم دخلوا هنا ووب. وين هنا ووب. وين هنا وروروب. ما وشك في وشغل 24 ساعة. يمشوا وين. ما الطبياطيون. ما دي مدرسة هم. قال الله يا أخي. أبوي كان عسكري. والله يا البيت كان يمضبط. زبط وربط. أنا في الكلية الحربية. زبط وربط هنا يا أبوي. أبوك فيه خلل نفسي. أبوك مختل. يمضع لي. أبوك شايلة الشغل جايبوا البيت. البيت مشغول. مرتك ما جوندي. يمضع لي. فطابورة تمام. ها ولا عيها لك لا يا اسمي نو. سرايا. قلوا باسم الله. وقدت يا اوك تتعدل كيف. يا تزبط لما تزبط. لا هالي يوم الغيان وغا تزبط. شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الأمنيات والأمان والروحانيات شلبني وشلبت كتبني وكتبت يا سيدتي والتظاهر بالسعادة غير مكلف وما بيأخذ منك زمن وضربته عالية كضريبة إيجابية ما ضريبة سلبية فإشان كدر ما تجي زهجاء من بره تظاهر لأهل بيتك بأنك سعيد بس إشان تشحنهم إيجابية يا أخ إنتي يا حجة إنتي يا حبيبتنا إنتي يا صوي عبت واختة أنجلينا بعد ما أجي من بره تمام وتقابلوا إنتي هاشة باشة فهمت علي أبدو بمواضيع إيجابية إشان تديه شحنة إيجابية ما تبليه طوال فقر ومشاكل وشكاوة دايماً قبل ما تكلمت عن حديدة لأنه بتذكرك البدايات ويتكت بتقول في جنو قبل ما تبدو حياتكم وتبدو مساركم أثناء أثناء المسار دا في كتير من العوايق البيتقاب للناس فهمت علي صدين لما تحلها متحلوها مع بعض بتشعر بمدعة كده بتشعر بنفخة بتشعر بأنه التقانو زيتة زيادة زيتة وزيت لأن الحياة هي صنائية الحياة هي ما فردية كتير من نساء الأرض أو كتير من رجال الأرض في الدولة السودانية بيكون فيه إشكالات بتفاجئة بها الزوجة أحياناً بتتفاجئة بها الزوجة أحياناً في حياتنا وأحياناً بعد ما يموتوا وكنت دائماً أنا بستغرب بقول لأنجلينة يعني الديل كانوا عايشين مع بعض في البيت ما أظن يمكن تكون في حاجات لسه ما تكشفت في حياتنا لكن ما أظن بعد عمري طويل العمر ليها وأننا قرارنا على الخواتيم بالنسبة لينا العمر لأنجلينة تمام؟ لو أنا رحلتها تتفاجئ بأنه في حاجة ما كانت عارفة أكاد أزعم يعني ما أنا ما أموت على كلمية في كلمية وكنت أكون في حيات كده كده انتعلم؟ لأنه أنا بعتبر دي سنائية الحياة لأنه أنا أخلطها قبل كده في حياتي لأنه أنا بحاول أعدل في حياتي أنا لما أتكلم الكلام أنا أتكلم أنه أنا أقول أنا والله ملاك لكن أتكلم أنه أنا استفزة جدا أن الآخر دا تفتح معه حوار فهمت عليه وتكشف له كل الأوراق عشان ما يجي تفاجئ بها بعدي ههمت عليه وبدل ما أنت تكون زي ما تقولون إحنا مؤمنين دائماً دي إيمانياتنا بيتلعب فيك وإنت مدفون أو إنت مدفونة يكون بيدعلك بالرحمة تجاوز يعني ما تجاوز إن كده في حاجة في حياتك كانت مخفية بعد سنوات الأذى النفسي التاعى هي تجاوز كل الأذى نفسي آخر ما تتخيل يعني فإن إحنا ما ملايكة إحنا قلنا إحنا بشر يعني لكل إنسان ناس التعددية أنا قلت أنا موحيد قبل كده أنا ما بخلش معك في جدل ديني لكن صدقني البجيبة هي نفس اللي قادة عندك في البيت نفسها طيب الفريق بين هذه باللغة الدارجية بتاعة الشارع السودانية الجديد ليه شدة بس فإن هي نفس القادة لك لأنه إنت جبتها إنت نفسك ما إنت زاتك إنت ما تغيرتها تمام؟ فكما تكون ويولى عليكم حتى يتتولى هي زادة أو إنت حتتتولى إنت لو ما إنت تغيرتها حياتك ما حتتتغير العيب ما في الآخرين دوما يعني العيب ممكن يكون فينا إحنا وإن إحنا بنعاين في الآخرين وبنكتشف في عيوب وبعد عمري طويل نجي نندم ونقول يا ريت زي ما نقوله اللي جرى ما كان أو يا ريت لو عملنا وعملنا 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 يصمد على رتين فوق ودائما لما تحس إنه في خلل حياتي راجع نفسك قبل ما تراجع عندها الثاني ديقال عافية حبيبي أعلى سيد عليك راجع نفسك قبل ما تراجع على الآخر وتحاول تكتشف الأخطاء والله يا المر ديق والله يا الراجل ديق والله 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 قبل الولولة دي في مدى عليك الراجع نفسك لأنه في أحيات كثيرة بعد عمري الطويل أرجع لكم بحتة تتفهم شوية لما كنت أنا فشلت في حياة سابقة اليوم لو أنا جيت راجع وعشت نفس الحياة دي ما كانت حاجة فشل بمعنى إنه لكل سن خبرتا لكل سن حاجاتا لكل سن تصرف هذا شاكيبوا لك أسأل دعوة خاصة لكل سوداني لكل سودانية يا أخي ما تدخلوا في حياتهم خلوني ابنوا براحة ما تصد إذا جوا وقعدوا واستشاروا شوروا عليه ما إذا ما جوا وقعدوا واستشاروا ما تتطوعوا أمشي الزمن الإدتة بتبذلوا بتضيعوا في إصداء النصح للآخرين أمشي أعدل بيه حياة كتة حتى لو ما عدلت بيه حياة كتة أمشي تطور بيه حياة كتة يا أيها المطور الأحلام السلابية وضرب المندل والوديع وأحلام العرافين وكهنوة الطاقة اليومين فيه ناس ما بعرف داروا يسمى الطاقة أنا بعرف الطاقة دي زهب جنون لكن بحاول أتصغف شوية وأحاول أدخل ليه غرف وأشوفهن وكهنوة الطاقة وضارب يعني مندل دي ما حيغير لك حياتك صدقني صاحب الطاقة وضارب المندل والعراف والودائية وغيرهم حيغيروا حياته اليوم لأنه بستفيدوا من قروشة التي بتدفع عليهم يعني العراف بديه قروش كتيرة بتعدل لي حياته لأنه فيه خزيف عقلي بينك اسمه محمد الرشيد أو زوجته أنجلينا تمام بيمشوا بيدفعوا قروش إشارت صاحبة الطاقة طاقة الحرارية طاقة المغناطيسية الطليسية الطلس الصاصية تتدينهم كلمة تتشفوه توافقوه تكلموه بالرقة وحنية اسألوه امسك زوجتك لشان الطاغة الايجابية تبس بالاصابع المخملية من يدك ليدها وتخش في النخاشيشة القلبية تطلع في الدماغ حياتك تبقى حلوة. وانت تلقى قاعد تبتسم حنينة السكر الجنبك دي ولما تبشوا البيت وبعد كم سنة تبتشفوا ان القروشة اللي قدتوا دفعتوها لخصيفة العقل خصيفة العقل دي هي اللي استفادت منها انت بس تفيت بالناشي. ده كله بساطة. انت راكت فيه سريرك الحلينة السكر دي. يا غا سرايرة سرايرة المفرقة في السوداني. طبعا العصة دي كانت في غرف نوم وسرير الدبو الا اقول ليك تعالي. لصيقوا 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 السرايرة. يم دي علي. تمام? ان جادك صحية بالليل ساي جادك صحية بالليل ساي خد يدك في يدك في جبهته امسك يده امسك يده. بتشعر بالامان. طواقع يتصلوا اتصلوا بابعثكم اتواصلوا. يم تعالي? داهوزاتوا الكهربة بتاعتناه بالطاقة الحرارية والراديكالية والمغناطسية بيقول اه ليهم تآني? حصة من كم ساعة خمسمية تلفي واحد وعدة في غاعة ودفع لكم كم من القروش ونذهب على المطاقة وعلى المجنى الشعانين شعورهم والطايرين صعبو صلعو وبكرشو هم اللي بيستفدوا من قروشكم وكل ما نحن كبيرنا في العمر يقول لكم والله يا خل إن فا ما بتجي مع العمر بتجي مع البدا إننا في السودان كل ما نكبر تمام في عمرنا قال النرجيسي يا وده الرشيد الله يدمنى أن نكون نرجيسي أنا ما نرجيسي كل ما نتطور في عمرنا كل ما نمشي لقدام لأن السرايرنا بتبعد كل ما نتطور في عمرنا يقول لكم والله أولاد كبروا يا خلق الله يترجلون عوارة بالسيفة شوف أولادك دير ما هو العوارة اللي بيعمل في هذه في عمره وإنتي شايفها عوارة دي زمان كانت حلوة لما كنت صغيرة ما هي الحوارة دي هل بيشوفوا أولاده إشان يمشوا يتعاوروا مع نسوانه إشان يربوا لنا تحتها العوارة إشان بعدها لما نكبرهم بفالحين ونبعد ونبعد والسراير تبعد وبعد ذاك تلقاه الجادع سرينه في آخر البيت وهي جادع سرينه في آخر البيت قال لكم نحن في كل عمر ما محتاجين أنه نمسك بعض ونتكلم ومسك بعض Ocean والرسول قال والرسول قال والله قال والله قال إذا لنت تطبيق كلام الرسول تكتبق النخبة اللي هي بتحكمك هو جاي من هناك كده يعني حايد عدك كده يعني الرحمة الطراحهم يا أخي جيد لي جيدة بتنضي في خدرة بتنضي في بطاطيس بي 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 مطبخ الدرشيد لو ذكره أنا حملت سنة وشوية كان الله هيفاد سميها مطنوخ الدرشيد الفكرة ما كانت المطبخ نفسه الفكرة كانت في إنه نحن يا جماعة لما نعيننا لما اجتمعنا ده لدينا أماتنا وأخواتنا بيقضوا وقت طويل جدا جدا في المطبخ ساعات بعد ذلك بيتمرق قرفانة وحرانة وحالة حالة وزعجانة فالفكرة تعطى المطبخ لما عملتها كانت إنه يا أخي أمشين تدخل المطبخ ده أمشي لون في المطبخ هناك بس ما أتمشي لون أمشي لون عصى أموسة ده يتغيرون وتبدلون ودي مع هنا ودي هنا وده يعني ما أتبغى ليهون الزية أمشي شان تتونس معاهم شان تتكلم معاهم شان تدير حوار أسناء ما هي بتعمل في حاجات في طلط طفلها العجواء الحارة دي وسط النيران والحبابيدي دي كانت فكرة مطبخ وده الرشيد لما يدعمه إنه الناس تحاول تستفيد من هالزمنة في المطبخ اللي بيقعدوا فيها للناي الوزر السودانية مبنية على همز اللي بيقعدوا في المطبخ تمام؟ فدي كانت فكرة على المطبخ كوباء الشاي وابتسامة من غير قروش كنا عملناها بالصباح برضو كم سنة وللسنة ونص كان فيها دقيقة دقيقتين بنتكلم فيها في قضايا مجتمعية نحنا بنعتبر نفسا أنا والناس تتكلموا يا جماعة ذيين بتاعك مجتمع مهما كان كلامنا حاد الفاظنا حاد دهنا تاج التربية بتاعنا نحنا جزء من المجتمع نحنا تربينا على الألفاظ الحاد فبالتالي بتجعل كلامنا بمكالبات تكون حادة لكن في الناها هي الرسائل تمام؟ جزء مننا أخطاء نحنا تأسرنا فيها في حياتنا وجزء مننا أخطاء بتاع أهلنا أصحابنا شوفناها بتحاول رؤية غير متخصصة تمام؟ نديها للناس كروية حياتية بعد ذلك شو بالمتخصصين؟ وانت يا حبيت تمشي لي ناس عندما النفس الاجتماعي والسلوكي والتربوي عن المعلمين وغيرهم وغيرهم حاولت تستشير استشير أحلام اليغزة استنزاف للروح يا يما أنا كتبت هنا أحلام اليغزة استنزاف للروح إنت ما قد تحلم بين حياتك تتغير وإنت ما لا تتغير ما الآخر؟ قبل يومين كنت في غرفة قلت يا جماعة أنا في جزء من الحاجات التي تتغيرت تتغيرت إستيان زوجتي؟ طوال أن أتطلق لا تغير شان نفسك إنت ما تتغير شان الآخر يا حبيبي الرسالة والمسج المسج اللي أنا أسل الإنجليزي اللي رسلناها لك لما كنت تتغير للآخر لأن مجتمعك محتاج أن ترسل له رسالة أن الآخر بيستحق الآخر بيستاهل أنك تتغير شانه دي رسالة تعتليد دي رسالة تعتنط مطفو ما تمسكوها ما تمسكوها تكسرو بيها بيستاهل لو كان راجل لو كان مرأة في حياتك حياتك مرأة وراجل ما بي حاجة واحدة فردانية المجتمع بيستاهل أنه أتغير شانه أنا أكثر منها أتغير شان نفسي أنا ما كل شي شان نفسك شان نفسك أنا 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 ومن بعض الطوافان لا الآخر بيستاهل أنك تتغير شان بعد ذلك بتستمتع بأنك أنت تغيرت لأنه وحا يتغير شان عشانك أنت بعد ذلك بتكون السنائية أنا شانك وأنت شان أنا تمام بتطلع منها الفردية بتخش بيتوبة بتخش بيتوبة بيحصلة تبادلية حكاية قبل كده وأنه أتضحكو فيها دايما أنا وأنجلينا ما بنا نطلع كثير ما بنا نمشي السوق كثير ما عليك عفواني يا جما تمام ما بنا نمشي أنا أحب السوق هي تحب السوق فما بنا نمشي نادل ما نمشي فدائما لما أمشي مع واحد من أصحابي أو يتمشي مع واحدة من صاحباتها لما ندخل المحل أنا ممشي على محل النسوان اكتشبت لاحقا أنه هي تمشي محل الرجال لما نمشي فدائما كانوا بيقعدوا بيضحكوا فينا أنا أدك ده جزء من مراحل الحياة نحن طبعا نضجنا شوية يعني تمام الفكرة فيه هو أنك أنت بتحس بالآخر تمام وبتحاول تنور له في حاجة جميلة في مظرك وبعد ذلك لو عجبته يلبسها أو يمشي يشتريها أو أنت تشترع له خديقة من ذلك ما تجاوزنا الحجوب ولا لغة ملائكية لكن جزء من تعديل عيوب موروسة في الشخصية السودانية نحن شايفينها فجاءت كده بعد ذلك لما بكنا نضحك لما اتكشفت قلت بكنا نخجل منها ما بنعملها رجعنا للعيبة السوداني الموروس إنك تخجل ما تعبر للآخر إشان الناس تخجل ما تبوس زوجتك أو تغبل دماغها أو تبوس زوجك أو تقبل دماغه إشان الناس تخجل تمسك مرتك تتكلم معها أو تضحق معها عشان الناس وفي عيون الناس كان ناس في نهاية حتنفصل هتطلقوا هترجع بعد وقت كتير هتندم إنك تتصرفت التصرفات دي إنك تتخطيت الناس في اعتباراتك ب بصمار الأولاد دي تبوهات تبوهات بيشنو؟ بحيات موروسة الحياة الخجل نحنا مجتمع محافظ نحنا مجتمع ما بعرفها هردبيسي بردبيسي بردبيسي ونخش في الغرف ونمشي ندفع بروشي جاني جونا ندعلم والنفس السلم لأن الاجتماع يدونا محاضرات إحنا كيف نعدل حياتنا ومو ذات وإيه ذات اللي قاعدة بتتكلم دي والقاعد بتتكلم ده وذاته لا قاعد يبوس مرته لا قاعد يبتسم لها لا قاعد يمسك يدها لا بتونس معاها لا بحبها لا بخش المطبخ لا بغسل الهدوم لا بكوي لا بنضي بيت أنا ما بقوله للجميع يا جماعة لكن المجتمع بيشخص بالغالدية هو ذاته ملان عيوبه ملان كلاكين يبقى هو بيستفيد من قروشا دي إيشاني مشي باع حياتي يغير باع عربيته يشتغلهو بيت أكبر يشتغلهو بيت تاني إيشاني عجره إيشاني جبلهو دخلي اقتصادي تمام ويت قروشا دي لو ما شايت اشتغلهو ديها ها لبيت المجبور دي كان جبرتها خاطرة وجبرتها كثيرة وحننت قلبها اقتل قروشا الدفاتية للعنقالية اللي قاعدة تسمعي فيها دي لو اشتغلت باع حدية لابو عيالي تمام كان غيرت فيه حياة كان كسرت فيه جمود كان قربته لك قربوا السراير يا جماعة قربوا السراير قربوا السراير قربوا السراير قربوا السراير الحياة الزوجية ما كولها طفيق نور ودهاريز آخر ليل والجدريات عقيمة قربوا السراير يتونسوا معه بعض أمسكوا يدين بعض أدوا أولادكن أدوا أولادكن الرسائل الرسائل قد حنية أحمد عاطفة أملوهم تمام بكل الإيجابيات تمام عاجوا فيهم كل الجروح كل الشروخ كل العلن المرة تبقى فيها حياتكم تمام للمجتمعات تمشي لقدام لو شابهتي أمك من شابه أباه من شابه أمه ظلم مش مع ظلم ظلم كبير تمام وخطأ فادح إنك تشابه أمك وابوك لأنه التطور وتعاقب العجال هي سنة الحياة هي كده بتمشي بيقدام يا انجلينا صباحا خير أعلم أنه أنا ناري وأنا بحبك وأنا بتكسر فيك وأنا بموت وأنا بغرك وأنا بتاع أنا ما 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 الحياة لي ملعبتها ملعبتها دائما مقول الناس حيث مشنو الناس تسمع الأغاني الإيجابية تمام فخلونا نودعكم بحاجة كذا ما عليش أختار لكم حاجة يا خاطر أيوني حدمين لو فضلت أخير له حاجة يقول لي بسرنا لنا آآ اسم مشنو ما عليش دائرة دائرة وأديكم بها بس يا جماع آآ كبير كانت هنا ما فعرف عني الله العظيم الليلة ديناك كمية من الحب وكمية من الشحنادة الإيجابية وقبتي كملت لي كل الليلة طيب يا جماع عندنا حتة دارين نقتين بيها أو نتكلم بيها قبل ما نمشي منكم نكمل الغنية راحاتكم إنتكم العافية الحتة الجبيرة تكلمت عنها اللي هي حتة التنجيم حتة التعريف حتة 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 دي إنت دار تكتشف شنو في حياته الآخر يعني وليه إنت بتخلي الحياة تصل معه آآ لأنه إنت والله يتمشي آآ تبحس بحيم تعاليم آآ مبارك أنا نسي من فوق أسلم يا غالي تبحس عن عراف أو منجم إشان يفتح لك نفس الشريك ويطلع لك الداخلة قبل ما قلت يا جماعة قرّي والسرايل تمام؟ والله ميام يا مبارك ديكال عافية قبل ما قلت يا جماعة قرّي والسرايل إلا أنه كم الجفاف بيخترخ الأسرة بعد ما الأولاد يجوا هو السبب في أنه الأولاد اللي يكونوا جاء فيهم بعد يعني يعني الونسة والدحيق والكلمات اللطيفة لو وجدت على قلتها فإن تالي بتنتهي بظهور أول ولي عهد إذا اعتبرنا أنه المسمى مجازاً هو ولي عهد تمام؟ لكن أنا بسميه أول عاهات العهد أول عاهات العهد بمجرد ما يصر خلاص بعد داقة الحياة بقدت موجهة إنه ليه هو بعد ما هو يكبر شوية وعيونه يفتحاً بيبقى هول كاميرا بتاعة المراهبة بتاعة البيت يا راجل الولد يا راجل البيت يا مر البيت يا مر الولد يعني كان أنه بتشتري كاميراة مراهبة فريبة حياتية دايمة دايمومة حياتك اللي ما تخش غبرك بقروشك كان كنت بتشتري التعاسى بقروشك ده بالضبط كده اللي بحصل في الوسرة السودانية إنك انت بتشتري التعاسى بقروشك وتشتري السعادة الكلمات المؤذية للآخر وزنك ذات بقيت سمينة بقيت ما عارفة زي شنو إزاي هي العره ألفاز قريلة عند النزوات تجاه الرجال ما احترام ولا غدسية لهم لكن لأنها تربد على الخوف من صغيرة إنه أخوها دا ما تستخدم معه الألفاز بس بتربية خوف لكن ما إنه النسوان محترمين الرجال شان كده إنت بتقول لي مرتك يا العره يا الهابله تعالي الخطله يا البطله ما بعرف دكتور عبدالله على رزيم فوق تهيالك يعفوزك تعالي الخطله يا البطله ما بعرف شنو إنت بتقول لها الكلام ده لأنه إنت مربينك على أنه إنت السيد إنت لك الحد تقول أي حاجة هي بتكون دايرة تقولة ليك لكن لأنه تربية الخوف المربينة عليها بتاع السفينجة في خشوة من هي صغيرة بتحترمك خوفهم منك زي ما كتبت عمس قلتها يسوقك واحد اشتراكي بتكلم لك عن المرأة وثقوقها المرأة هو تعيش هو ما بعرف شنو وهي كل يوم تمام هو سكير هربيت هربيت كل يوم بتموت معهم اليوم مرة لفظيا وا 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 جين الرفيغة هو واحد يتكلم لك عن رسول صلى الله عليه وسلم وتعاملوا في بيته مع أصحابه مع زوجاته مع أهل بيته وا 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 وزوجته بتموت الرعب من نظراته وده قال لنا الغرمزة أن إحنا بنحاول بقدر الإمكان إنه مع بعض نغيره نلونه تمام غلط ما أي غلطنا نفوسنا ما هالشماء أي ما هالشماء محتاجين تخصصية أي محتاجين تخصصية إنتعلي الموضوع ما موضوع أدخل الكلب حاوس السوداني العلاقات الخارجية علاقات الدول التصدير الاستيراد المجتمعات هالعلاقات هالعلاقات اللي كما هي فيها شكلهن شعوبن جبالن سهولن بحارن أي حاجة داية تتكلم فيها داخل الكلب حاوس السوداني يطلع لك مئة وخمسين ألف مليون سوداني جهبوس يتكلم ليه وأنداح وشاكل وبارب كلب مليان كمية من الدكاترة كمية من الدكتورات المهندسين والمهندسات كمية من قادة تمام وتطوير القوة البشرية العاملة تمام الدولة يا خن دا شكلها دا شكلها الدولة قدامك دليل على أنه كل الاسفيرية السودانية دي بين غوثين أنا ما بعمم بين غوثين القادم فيها دي كلهم خشب مسندة كلهم آلهة مصدرة من المجتمع المحترق المجتمع الممترب بإعلله عيوبه والهرابيذة القادة اليوهاتي و إمي الرأس إرس واحد بعد واحد واحد بعد واحد أنا حي الصادق المالي عليهم الله ما يستحن تمام على شجاته إنه قال أنا وأولاده متميزين ليه؟ لأنه أولاده بيشبهو وبالنفظة سوداني من شابه أباهو فما ظلم ده أول سياس السوداني أعترف إنه متميز إنه فريد إنه أولاده فريدين ومتميزين تفهم داري؟ في هربدة البلد وفي الضلالات جويش هات نظرنا ممكن يكون مختلفين معه فيها ممكن يكون هو شايفة حتة تاريخ لأنه تاريخيا هو ما نجح بأي دراسة يدرسها إرس إياً إرس مراس على حسب التركيبة السودانية ويرس أنه حفيد تمام؟ من صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة لو صدرت الرواية عن جده الكبير ده ده حاصل في السودان اللي ونحن بنطالب إن ما تصبت لما تصبت ما حتصبت لو ما الزبط على المجتمعات ما حتصبت لو ما السراير قربت لي بعض ما حتصبت لو ما اليد دين ما سكت ما حتصبت لو ما زرعتها محبة واحترام وتغدير تمام؟ في عقول أولادك وفي عيونهم من حاجة هم شايفينها قدامهم مع أم عيالك مع أم عيالك رفيقة الدرب شكراً يا جماعة الله يبدأ بدأ بالجدع بدأ بالحديدة دي بدأ بالحديدة دي معاليش الحديدة دي ده غدسية يعني ده الكلام بدأ بالحديدة دي إشان إنت في النهاية تصل للحدة دي ما ملائكة أو لم نتدعي الملائكية قلنا الكلام ده ما كلك بنقوله قاعد نطبقه قلنا إن إحنا ده إنا محتاجين في الكلاب هاوس السوداني إنه ندخل إشان نستفيد ده للأسف الشديد دائماً قاد أقولها أصحابين لنا بعرفوا إن كنا أو القريبين على حد المعرفتين الناثر ممكن يقدموا معلومة مفيدة بكل أريحية متصالحين محبين لناس لأهال لبلد منزوين النتائج اللفظ والإيزاء النفسي اللي بلاقوه في الكلاب هاوس لكن في النهاية المنصات دي نحن تعالي بتاعيث الرابع بنقول دي بلت إحلام موجه للمجتمع وهي العدسان في حالة إشكالات بالتالي تعالوا أغربوا وقدموا مهما كان أو ما مهما لقاكو أو لقيتو من أذى نفسي لأنه كده كده لازم تلاقي يعني مجتمع مهربة يعني وأنت جايد عدل فيه ما لازم يأذيك نفسياً ولفظياً يعني يقول لك أنا زنبيشني أنا داعي المرتاح مع أولادي ما زنبك إنه إنت مطالب بالعلم الفيه رأسك بالفكرة العندك بالتخصصية إنك تجي تنزع تمام؟ هذه الطواقع أو هذه الخيم أو هذه العهد تمام؟ ترفع عنا القطاع تمام؟ وتقدم لهنا المعلومة حجة جداً بتخصصك جداً بطريقتك إنت لأنه إنت ما حاوز منها الحاجة لأن دوري ننظر لك كعلم أساساً أنت علم في مجتمعات كنت طبيب كنت مهندس كنت بتاع قوة بشرية ما راجي شكر من حد لأنه إنت أساساً بتقدم علمك ابتغاء لمرضة ربك وحتى تانية كمراس أو إرس يأخذوه أولادك من بعدك إنه في حياتك العملية أو المهنية وفي حياتك الزوجية المنزلية إنت كنت إنسان متوازن وقولك تطابق فعلك بالتالي يعترز بك إنت أطلع لي جيل من بيتك أو من مجتمعك لأنه إنت ضد الغدسية وضد النسخ النسخ والمنسوخ قبل كم يوم كذلك النسخ والمنسوخ والأروح قمت بك لا نقوم بكل مهنة فلن نستطيع نسخ من نسخ نقوم بكل مهنة بكل مهنة إننا لن أغلب الكثير من تجاربك من علمك خلطت الإرس التاريخي وإن حفاءة ومع بحادة تلتت لك 20-22 20-24 مضاف له 20-23 20-22 25 مختلف من ال 4 سنوات القبلي بالإضافات نسخه والتنازخ هذا نحن ينطالب لا محتاج تمشي لعراف لا محتاج تمشي لعرافة لا بتاعم طاقة لا والله العظيم أنا كنت أتبال لا يكون بطع طاقة والله الحبل والحبد واللبد والقروجة البندفع دي قبل فترة زوجتك عادي بلاي العياب الحنجلينة قبل فترة عادي بلاي غاعة في السودان ما بعرف بتسع ألف ولا ألف وخمسوية ولا تلاتة ألف التزاق الكبلة كلها إيش يعني جي بعد لك واحد هناك طبام ديناصور أو ديناصورة طبع قد لك في منصة طبع أنت حكي لك إنك كيف تحب زوجتك كيف طلاطفة كيف تبوسة كيف تنديها إيجابيات كيف تنديك يا خي ما بحتاج ما بحتاج قروجك دا أصرفها علىها ولا قروجك دا أصرفها علىها والإيجابية تجي برها ما بحتاجها تسمعي لك واحدة تمام؟ حياتيا هي ممكن تكون فاشلة كيف تندي عليك؟ وفاشلة بداية طبع على أجلس إنه هو دا فشل عام أنا فشلتها أنا فشلتها تغريد أنا رغزين فوضيع قد ديك العاجية محبات بقى ما يقولوا تحرشتها كان يوم باندي في الكلاب كله تحرش تمام؟ أنا دا غلطة أنا فشلتها في حياتي قبل كده بس هل الفشل أنا فشلته معناه فشل معمم الشعب السوداني كله يعني محمد الرجيد فشل إيه؟ وإنه الشعب السوداني كله حيشت زي ما فشل محمد الرجيد وإنه مع الأخطاء اللي ارتكبه محمد الرجيد حيارتكبه الشعب السوداني كله واتفع ليه جروش وأمعد فيه كرسي وأمعد أسمع ليه؟ معقول بس؟ معقول؟ الحمد لله تغريدين ديك العابية معقول؟ ويقول لنه الشعب السوداني واختصاد الأسرة ونهلة عبارين والدنيا غالية الدنيا غالية أنا زوجتك سمرة تاريه وجه أي ألقان بغضاء؟ وقطر ليك ألقلك من أنا دارك بغضاء؟ أنا زوجتك حبيتك لأنه إنتي سمرة إنت عري؟ تحاجات كثيرة محتاجين يعني مع زي ما قلت تكبير قبل ما تنظر للآخر أنظر الفعالات في الوسرة دي لها نفسها جدا إيش هنتمشي لها جدا تمام؟ واحد من الناس ما تعرف تماما بكل وقلتها قبل كده لما قلتها إنه إنت لو شفت إن عندك إشكالية ممكن تراجع بها طبيب نفسي من أصحاب المعرفة أنا شى راجع؟ أنا راجعته تمام؟ تشوفوا والله محمد داري لما شو إنت حرين لأنه إنت أساسا من مجتمع مدهربي أنا أعتبره مدهربي أي حياة بعمل إشان الناس أنا ما بعمل إشان الناس إلي عشرات السنوات برا السودان ما قاعد في السودان إنشان أعمل لي هالة مجتمعية أما داي ترشح لها رئيس بزراء لا ورزير لها رئيس ولا داي نبقى خفير في الدولة دي شأن أنا لكن شاهد إنه ممكن داي كالمزيدة أساهم كالمزيدة حارة توجع بعض مرات داي المجتمع لنا تردتوا كده محتاجين تراجعوا أطب نفسهم مش لأنهم مرضانين لأنه في تعب في راق من الحياة من رتابتها إنت علي من التن التدخلات من النقرين الطوال من الخشم المفتوح من العيون الشغالة كاميرات مراغبة محتاجين محتاجين الله يصلح الحال يا تغذيب أمين لكن ما بينصلح الحال لو نحن ماعترفنا إنه نحن بايرين نصلح الحال دي يا تغذيب خيديدين عادية عبوة كرامة لك تمام؟ بالتالي ده كله إنت محتاج تقعد مع الناس ناس إلما النفس ولا طباء النفس يا أخي رخزوا الفيزيت تعددكم دي شوية ما معنات النازل بيجوكم شوية تعملوها غالية عشان تسلخوا الناس تطلعوا عينهم الآن العلوم النفسية والطب النفسية بيقى زي الشراب بيقى زي الأكسجين رخزوا رخزوا شوية رخزوا شوية عشان ربنا يرحمكم بيجوكو كل واحد يرحموا بيه رخزوا شوية شوية الشعب يجي بيجوكو شاكو الناس تنغشوا معاو فيها شاكو نمشي لكتابة المتمنت اي انسان ممكن نقدم يا جماعة في منصة ممكن نقدم اضافة تمام ممكن اغير لنا كل الهبت واللبت والايزاء اللفظي والنفسي الالبقع على النادل ممكن حسن لنا صورة اه الوسائل التواصل الاجتماعي السودانية شان نقدم للعالم صورة من من الحاجة ان احنا بنتمنى انه يدخل الى نجاح في بلدنا او تكون من ضمن خصائص شخصيتنا السودانية الي جماعة مرحب ويدخل ورسل لنا ويدعموني اه سوي لي اركبه معا يشير لي بس احنا كدا 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 تقدم حاجة منصات سيّة ان اما بقول كلها لكن سيّة بمعني الكلب بمعني مدحب كالك كلمات مؤسية تنمر أنا التحرش اليسفيري ده ما قاعد أكل منه كثير لأن أنا أعتبره ده ما مريض ده كمان ده في عوالم المرض عوالم وعوالم أخرى لما يقوم يتحرش له بواحدة في أمريكا وفي أستراليا بيناتنا البحر والبحري تمام؟ قويل على أرسل الفوديك العادية لأن نغير العوالم الناس لازم تشارك فيها أكتبوا بوستات، أكتبوا في تويتر أكتبوا في فيس استجرام، أي حاجة سجلوا فيديوهات صغيرة فيها رسائر رسلوها لنا شيروها بنعمل لكم تكلمنا قبل كده قلنا أي حاجة ممكن تسائب فيه إنه ترفع وعي مجتمعي وتخلي الناس كلهم متسمين تخلي الناس كلهم حابين بعضهم محبين أولا مرة ثانية أقول اللي بنادنا ولأولادنا ما يكلم لينا معنة أنا بحبك ما يبتسامة معنة أن أنا حزوجك وجيبا ما أزون يعني إذا تربينا على الكلمات الجافة إذا تربينا في أودية يباس جفاف إذا تربينا في في مواسم عجاف بهمت علي خلونا نخضر شوية ونعيد هيكلة المجتمع ده يمكن بالحب والمحبة والتغار والكلمات اللطيفة يمكن يتغير كفاية حروب كفاية إيزاء نفسي كفاية كلمات سوداء كفاية نظرات حتى للآخر بعين الريبة وكفاية الملل من الآخرين هم بيتكلموا لأنه ما جايين إشان يسمروا كده بس ياهو درجة تبلك دي ليهو درجة يا جماعة تبلك الله خير فكمل الغنيا دي يا جماعة ومحبات تخلص إيجابة فكرا فكرا من الآخرين هم لذلك بس إيه ما أقول للشتكة حلوة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ندخل الله حتى تتخلق بأخلاق قليل إسلام وحيكون كلامه حيين لين تمام لمدة 30 يوم أو 30 يوم على حظم رمضان جزء مننا نتاج مصعب على حظم فوق جزء مننا نتاج اسمه إنه البور الطاغة فالآن رمضان شوية كده بيبدأ الناس تمام بيطنقص الطاغة بتاعتهم فبيكونوا يعني بعضهم ما كلهم متهزبين أو حيختفوا برضو في جزء مننا حيكون شياطين ربنا حيربطهم أريد بيطاء الشياطين الباقين فحيختفوا منكم الناس الإيجابيين الناس اللي حابين يقدموا لي لمجتمعهم شيء واصلوا الرمضان ما شهر بتاع نوم رمضان شهر بتاع عمل بتاع انتاج دعودت من زمان عفوا ما يعني ما إيمانيات وشحنات كده بتاع وإنه أنا رجل الدين المتفرد لا 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 لكن دعودت من زمان إنه رمضان بالنسبة لي هو الشهر زيه زي باقي أي شهر على مستوى العمل يعني بعيد عن الزيادة في العبادة كشهر مغدس على مستوى العمل هو نفسه ونفس الشهور الباقي لأنه أنا ميدي كالفيرل يعني أحنا مرضى الناس اللي بيحتاجوا لي في مجال تخصصي وعملي ما يدون علاقة بأنه أنا صايم أو ما صايم السكر عندي هابط أو ما هابط عطشان أو ما هابط ما يدون علاقة بالموضوع دوام وهو الدوام ممكن كل الناس الطب والحن تسرعانه دوام سعبت دائما فشفتاته هي شفتاته يعني ما ما بيتغير فيه عشي بالتالي بيحس إنه الشهر ده هو شهر بدع شغل يعني لكن معظم الناس بيتعجز بيتنوم 24 ساعة ممكن كتير من دول الخليجة الشغل فيها بالنهار ممكن على كده يعني ست ساعات آآ النازل شغولهم في يدهم كلهم بيعجزوا شعني مشوا ينوموا فيهم تالي شعني سهروا ليه الصباح شعني 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 المهم عموما آآ خلونا في سودان الحبيب آآ في كثير من المنصات المؤذية يعني اللفظية هتختفي آآ برضو محمدة ونتمنينه مع بعض رمضان يتخلقوا بأخلاق رمضان وحب وكرام واتسامات يا عيما حب وغنوا الدنيا ما زالت نديا آآ أنجلينا محبات لك وشكرا لك على كل شي في حياة غطة الرشيد آآ أميها من نبي الزينب آآ الله يرحم آآ السنة دي غادرت غادرتنا في نهاية السنة فاضت السنة دي ما كانت معنا آآ 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 فأقدك آآ آآ بأحبك آآ 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 بكل نغيمة الزرعاتية فيني بكل آآ آآ كلمة حنينة الدكينة لها آآ 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 عابوي الله يرحمك آآ 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 تربيةك آآ تربية موروسة آآ الآآ يعني إعني الصنة مع الإلهة لأبه يعني زيه زي أيا به آآ 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 لك ما شئتم هنكم تنافقوا آآ 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 ese ب tangled ملايكة ما يقلون للأعرض بعضها في السودان بالتعرف ان احنا ما ملائكة. تمام? ابقوا لعينين شوية مع عياركم. قال لي مال الحريم. قال لي صفة رسالية. اشان اولادكم دين اطلعوا لعينين يعني. يعني لسا بكتلوا زي ان كتل الودي ومتى دو كان بشتن في بشتن فيهم. دورنا تجد المنظومة المجتمعية المحترعة. المنظومة المجتمعية الجافة. المنظومة المجتمعية المليعة بالتناهضات بالنفاقة الاجتماعي ومحبات. ثم مرة تانية اتلاقينا اهلا وسهلا وما تلاقينا. ادعو لنا وندعو لكم بالظهر الغيب. وعلى رسالة نفوق. السلام عليكم وبدالرشيد. موسيقى اشتركوا في القناة